الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني عشر من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات نواصل القراءة في البيوع الحجر الحجر في اللغة المنع وفي الشرع المنع من التصرف في المهل وهو نوعان حجر لمصلحة المحجور عليه وحجر لمصلحة الغير فالنوع الاول كالحجر على الصبي والمجنون والسفيه والاصف في ذلك قوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله فليملوليه حاشية اي فليبقي وليه عليه وليقر هو عليه ليعلم ما عليه والاملال والاملاء لغتان بمعنى واحد تفسير القرطبي الثالث صفحة الرابعة والثمانون والثلاثمائة وهذا جزء من آية الدين وهي اطول آية في القرآن وهي الآية الثانية والثمانون بعد المائتين من سورة البقرة امتهى الهامش اخبر سبحانه وتعالى ان هؤلاء السفهاء وهم المبذرون لاموالهم والضعفاء وهم الصغار والكبار الذين لا يحسنون التصرف والذي لا يستطيع ان يمل كالمجنون هؤلاء ينوب عنهم الاولياء في التصرف في اموالهم لمصلحتهم والنوع الثاني وهو الحجر لحق الغير كالحجر على المفلس والمريض مرضا مخوفا والعبد اما الحجر على المفلس فلحق اصحاب الديون فلا يتصرف بالبيع والهبة والوقف وكذا جنيع التصرفات لانه تصرف يفوت حق الغير فلا ينفذ فيه تصرفه وان لا بطلت فائدة الحجر واما الحجر على المريض فانه لحق الورثة فيما زاد على الثلث بعد الديون ولا حجر عليه في ثلث ماله ولا اتبار بحالة الموت فلو اوصى باكثر من ثلث ماله ولا وارث له فهي باطلة بالنسبة الى الزائد على الثلث وتصح في الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطاكم عند وفاتكم ثلث اموالكم زيادة في اعمالكم وفي رواية الطبراني ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم وان كان له وارث فسيأتي حكمه اما الحجر على العبد فلحق سيده فلا يصح تصرفه بغير اذن سيده لانه لا مال له ولا ولاية لان العبد وما ملكت يداه لسيده وكما يجب الحجر على هؤلاء يجب الحجر على المرتد لاجل حق المسلمين والحجر على الراهن فلا يتصرف في المرهون لاجل حق المرتهن والحجر على الورثة لحق الميت واصحاب الحقوق والحجر على المديون اذا طلبه المستحقون تصرف الصبي والمجنون والسفية لا يصح تصرف الصبي والمجنون وإلا بطلت فائدة الحجر وكذلك السفيه لكنه لو طلق او خالع صح طلاقه وخلعه اما الطلاق فلان الحجر لم يتناوله لانه ليس بمال واما الخلع فلانه اذا صح الطلاق منه مجانا فصحته بتحصيل عوض اولى واذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف اولياؤهم لقوله تعالى فليم للولي واولى الاولياء الاب بالاجماع ثم الجد وانعلى لانه كالاب في التزويج فكذا في المال ثم الوصي ثم وصي الوصي ثم الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له وتشترط العدالة في هؤلاء الاولياء فلا يمكن الفاسق من حفظ المال وقيل لا تشترط في الاب والجد تصرف المفلس المفلس من عليه ديون حالة زائدة على قدر ماله وحجر عليه الحاكم بطريقه او بسؤال الغرماء فلا يصح تصرفه في المال المحجور عليه وإلا بطلت فائدة الحجر والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه خرجه الدار قطني والبيهقي والحاكم وصححه وحديث ابي سعيد قال اصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك اخرجه مسلم وغيره اما اذا باع سلما او اشترى في لمته فانه يصح اذ لا ضرر على الغرماء في ذلك وكذا يصح طلاقه وخلعه ونكاحه واختصاصه واسقاطه القصاص لانه لا تعلق له بالمال فلا تفويت على الغرماء تصرف المريض فيما زاد على الثلث تصرف المريض في ثلث ماله جائز نافذ لان البراء بن معرور رضي الله عنه اوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله ورده على ورثته فلو زاد على الثلث وله ورثه توقفت على اجازة الورثة فان اجازوا صحت وان لا فلا ولا تصح الاجازة الا بعد الموت اذ لا حق للورثة قبل الموت وايضا فيجوز ان يصير الوارث الان غير وارث عند الموت تصرف العبد العبد اذا لم يأذن له سيده في المعاملة فلا يصح شراؤه ولا بيعه لنفسه لانه ليس اهلا للملك ولا لسيده بغير اذنه لانه لم يرض به الصلح الصلح في اللغة قطع المنازعة وفي الشرع هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخصمين والاصل فيه الكتاب والسنة قال الله تعالى والصلح خير سورة النساء الاية الثامنة والعشرون والمئة وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين رواه الحاكم وقال انه على شرط الشيخين وفي رواية الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابن حبان في صحيحه والتلمذي وقال حسنا صحيح انواع الصلح والصلح نوعان ابراء ومعارضة فالابراء ان يقول صالحتك على الالف الذي لي عليك على خمسمائة فهو ابراء عن بعض الدين بلفظ الصلح والنوع الثاني صلح المعاوضة وهو الذي يجري على غير العين المتنازع فيها كأن يقع الصلح على عين وغيرها وغيرها وهذا حكمه حكم البيع وان وقع على منفعه فحكمه حكم الاجارة المرافق في الشوارع والدروب يعلم ان الطريق قسمان نافذ وغير نافذ فالنافذ لا يختص به احد بل كل الناس يستحقون المرور فيه فليس لاحد ان يتصرف فيه بما يضر المعرة كالخروج بجناح يمتد في الشارع وبناء سقيفة توصل بين دارين كذلك لان الحق ليس له وحده فان لم يضر بالمعرة جازه بشرط اي علية بحيث لا يضر المعرة من مشات وركبان والاصل في ذلك انه عليه الصلاة والسلام نصب بيده الكريمة ميزابا اي مضرابا في دار عمه العباس رضي الله عنه روه احمد في مسنده والبيهقي والحاكم وكان شارعا الى مسجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ورد النص في الميزاب قسنا عليه الباقي وشرط جواز الاشراع في الشارع ان يكون ذلك من مسلم فلا يجوز من غيره لانه كاعلاء البناء على المسلمين او ابلغ وسلوكهم طريق المسلمين ليس عن استحقاق بل بطريق التبعي للمسلمين اما الطريق غير النافذ كالدرب المسدود فان كان مشتركا يحرم على اهله وغير اهله احداث شيء من ذلك الا باذن بقية الشركاء لان الاملاك المشتركة هذا شأنها واهل الدرب من له فيه باب النافذ وحقه في الدرب من باب داره الى رأس الدرب دون ما يلي اخر الدرب لان ذلك هو محل تردده الحوالة الحوالة في اللغة الانتقال وفي الشرع انتقال الدين من ذمة الى ذمة وحقيقتها بيع دين بدين ولكن جوزت للحاجة والاصل فيها الاجماع وما رواه الشيخان انه صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وفي رواية اذا احيل احدكم على مليء فليحتل رواه احمد والبيهقي شروط الحوالة ويشترط لصحتها اولا رضا المحيل لان الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء ثانيا رضا المحتال لان حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل الى غيره الا برضاه ثالثا ان يكون الدين مستقرا في الذمة رابعا اتفاق الدينين يعني من المحال به والمحال عليه في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والجودة والرداء على الصحيح فاذا وقعت الحوالة صحيحة بارئ المحيل من دين المحتال وبارئ المحال عليه من دين المحيل ويتحول حق المحيل الى ذمة المحال عليه لان ذلك فائدة الحوالة الضمان تعريفه الضمان معناه الالتزام يقال ضمن كذا اي التزم به ويقال انا ضام وضمين وكفيل وزعيم وحميل والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة واجمع الأمة قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم سورة يوسف الآية الثانية والسبعون اي انا به كفيل وقال صلى الله عليه وسلم العارية مؤدا والزعيم غار رواه ابو داود والتنمذي وحسنة وابن حبان في صحيحه وفي البخاري انه صلى الله عليه وسلم اتيه بجنازة فقالوا يا رسول الله صلي عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنامير قال صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة رضي الله عنه صلي عليه يا رسول الله وعلي يدينه فصلى عليه وفي رواية النسائي قال ابو قتادة انا الكفيل به شرطه وشروط صحة الضمان ثلاثة الاول معرفة الضامن والمضمون له لان الناس تفاوتون في المطالبة تشديدا وتسهيلا والاغراض تختلف بذلك فيكون الضمان بدونها غررا الثاني كون المال المضمون ثابتا وقت ضمانه فلا يصح ضمان ما لم يجب كضمان نفقة المرأة غدا الثالث كونه معلومة فلا يصح ضمان المجهول فلو قال ضمنت لك شيئا مما لك علي او على فلان فلا يصح للجهل به واذا صح الضمان بشروطه فللمستحق يطالب الاصيل والضامن اما الاصيل فلان الدين باق عليه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قتابه حين وفى دين الميت الآن بردت جلدته فلو كان بريئا بضمان أبي قتابه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأما الضامن فلقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم وقيل إنه لا يطالب الضامن إلا بعد عجز المضمون عنه وهو مذهب مالك وشرط الضامن أن يكون أهلا للتصرف فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه والمكره متى يرجع الضامن على المضمون عنه إذا ضمن شخص آخر في دين بإذنه وأداه عنه بإذنه أرجع عليه بما أداه عنه لأنه صرف ماله إلى منفعته بإذنه ولقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم أما إذا انتفى الإذن في الضمان وفي الأداء فلا يرجع عليه لأنه تبرع محض وإذا طالب المضمون له الضامن فللضامن مطالبة المضمون عنه ليخلصه من أداء دين المضمون له ضمان المجهول وما لم يجب لا يصح ضمان المجهول لأنه غرر والغرر منهي عنه وكذلك ضمان ما لم يجب من الديون كضمان مئة تجب على زيد في المستقبل لأن الضمان توثق بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة فلا تسبق رؤية المشهود عليه وصورة ذلك ما إذا قال بيع لفلان وعلي ضمان الثمن لأنه ضمان شيء لم يثبت بعد ويستثنى من ذلك ضمان درك المعقود عليه مبيعا أو ثمنا بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع معيبة أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن كذلك وإنما جاز ضمان ذلك وإن كان الحق لم يثبت لأن الحاجة داعية إلى ذلك إذ المعاملة مع من لم يعرف كثيرا ويخاف المشتري أو البائع أن لا يظفر بالبائع أو المشتري فيفوت عليه ما بذله فاحتاج إلى التوثق فإن خرج المقابل معيبة وجب رد المضمون الكفالة الكفالة بفتح الكاف نوع من الضمان ولكنها خاصة بالأبدان وقد يستأنس لها بقوله تعانى حكاية عن يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم سورة يوسف والسعي في إسقاطها ما أمكن ثم إذا عين الكفير مكان التسليم تعين وإلا وجب التسليم في مكان الكفالة وإذا سلم المكفور في مكان التسليم برئ من الكفالة بشرط أن لا يكون هناك مانع من التسليم لقوله تعالى إلا أن يحاط بكم ولو غاب المكفول وجعل الكافل مكانه لم يلزمه إحضاره لأنه لا يمكنه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها البقرة السادسة والثمانون بعد المئتين ولو مات المكفول له لم يطال بالكفيل بما على المكفول من مال لأنه ليس في ضمانه الشركة الشركة في اللغة الاختلاط وفي الشرع ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فأكثر على جهة الشيوع والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود والحاكم ومعناه تنزع البركة من مالهما أنواع الشركة الشركة نوعان أحدهما شركة الأبدان وهي باطلة مثل شركة النجارين والحدادين والحمالين وسائر المحترفين ليكون كسبهما بينهما سواء كان المكسب متساوية أو متفاوتة وسواء اتفق السبب كالحدادين والنجارين أو اختلف كالخياطين والحباكين ووجه البطلان أن كل واحد منهما متميز ببدنه وعمله ومنافعه فيختص بفوائده دون غيره وإلا أدى ذلك إلى النزاع بينهما والاختلاف في تقدير الفوائد وجوز مالك شركة الأبدان عند اتحاد الصنعة وجوزها أبو حنيفة مطلق النوع الثاني شركة العنان حاشية وهي أن يأذن أهل التوكيل والتوكل كل واحد منهما للآخر بالتصرف في نصيبه عن مال مشترك بينهما بشوع أو خلط يتعذر معه التمييز انظر الغاية القصوى في الجزء الأول للصفحة السابعة والثلاثين بعد الخمسمائة انتهى وسميت بذلك الاستواء الشريكين في الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر المال كاستواء طرفي أينان الداب وهذه الشركة صحيحة للحديث أنا ثالث الشريكين والإجماع منعقد على صحتها شروطها يشترط لصحة شركة العنان أمور أولا أن تكون على نقدي أو مثلي لأن المثلية إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين فتصح في القمح والشعير ونحوهما ولا تصح في المتقومات لعدم تصور الخلط النافي للتمييز كالعقارات ونحوها ثانيا أن يتفق في الجنس فلا تصح في جنسين مختلفين وفي الصفة فلا تصح في الصحاح والمكسرة للتمييز فيهما وشأن الشركة الذي تميز أحد المالين عن الآخر إذ لو حصل تلف مع التمييز لأخذ أحد الشريكين من مال الآخر بلا حق ثالثا خلط المالين بحيث لا يبقى معه تمييز وهذا الخلط عند انفراد المالين أما لو كان مشاع كأن اشترياه على الشيوع أو وارثاه فإنه كاف لحصول المقصود وهو عدم التمييز رابعا الإذن منهما في التصرف فإذا وجد الإذن من الطرفين تسلط كل واحد منهما على التصرف واعلم أن تصرف الشريك كتصرف الوكيل لا بد فيه من رعاية الصالح للشركة فلا يبيع بالأجل ولا بغبن فاحش ولا يسافر إلا بإذن الشريك خامسا أن يكون الربح على قدر المالين سواء تساوية في العمل أو تثاوتا لأننا لو جعلنا شيئا من الربح في مقابلة العمل لاختلط عقد الشركة بعقد القراض وهو ممنوع وكما لا يجوز لأحدهم اشتراط جزء من الخسران كذلك لا يجوز اشتراط جزء من الربح خارجا عن ماله وأجازه بعضهم تشبيها للشركة بالقراض فكما يجوز في القراض أن يكون للعامل من الربح مصطلح عليه فأحرع بالشركة أن يجعل للعامل جزء من المال فكون ذلك الجزء مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه لأن الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك وعلم أنه لو شرط التساوي في الربح مع تفاضل المالين فاسد العقد والخسائر كالربح على قدر المالين عقد الشركة جائز لكل من الشريكين فسخ عقد الشركة متى شاء لأنه عقد إرفاق فكان جائزا كالوكالة وكما أن لكل من هما فسخة فلكل من هما عزل شريكه ولأمات أحدهما فسخت الشركة والجنون والإغناء كالموت لخروجه عن أهلية التصرف ويد كل واحد من الشريكين يد أمانة الشركة الأسهم والسندات الشركة قد تكون قائمة على الأسهم أو على السندات فالنوع الأول وهو القائم على الأسهم جائز إذ الربح والخسارة في هذا النوع على قدر المالين فيأخذ كل شريك نصيبه في الربح ويتحمل نصيبه من الخسارة وأما النوع الثاني وهو القائم على السندات فهو غير جائز لأن أساسه أن يأخذ صاحب السند ما في سنده مع الفائدة المشروطة في طويل الأجل وقصيره ولا شأن له بالربح والخسارة وهو ربا قائم على قاعدة كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا الوكالة 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 خامسة الصفحة الصفحة الرابعة والتسعين بعد المائتين انتهى والأصل في الوكالة قوله تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة سورة الكهف الآية التاسعة عشرة وحديث عمر بن أمية الصخري لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان وغير ذلك وأجمع المسلمون على جوازها شروط الوكالة يشترط لصحتها أن يكون الموكل تصح منه بشرة ما وكل فيه إما بملك أو ولاية كالأبي والجد فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون ولا المحرم في النكاح وكما يشترط ذلك في الموكل يشترط في الوكيل فلا يصح توكيل الصبي والمجنون والضبط في ذلك كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه غيره أو يتوكل عنه فيه ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلومة فلا يصح في المجهول ولا يصح التوكيل في الإبادات البدنية لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار وهو لا يحصل بفعل الغير ويستثنى من ذلك الحج وذبح الأضاحي وتفريقة الزكاة وصوم الكفارات لما ورد فيه من النص حكم الوكالة الوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء لأنه عقد إرفاق ومن تتمته جوازه من الطرفين ولأن الموكل قد يرى المصلحة في عزله وتوكيل غيره وكذا الوكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه فإلزام كل منهما بذلك فيه ضرر ظاهر ولا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجا وينفسخ عقد الوكالة بموت أحدهما لأن هذا الشأن في العقود الجائزة ولأنه بالموت خرج عن أهلية التصرف وتبطل بجنون أحدهما وبخروج الموكل فيه عن ملك الموكل كبيعه أو وقفه الوكيل أمين الوكيل أمين فيما وكل فيه فلا يضمن الموكل فيه إذا تلف إلا بالتفريط لأن الموكل استأمنه فيقبل قوله في التلف كسائل الأمناء وكذا يقبل قوله في دعوى الرد ومن صور التفريط أن يبيع العين ويسلمها قبل قبض الثمن وأن يستعمل العين من غير إذن وأن يضعها في غير حرز مثلها بيع الوكيل وشراءه ليس للوكيل البيع مطلقة أن يبيع بدون ثمن المثل ولا بغير نقد حال ولا بغضل فاحش وهو ما لا يحتمل في الغالب لأن العرف يدل على ذلك فهو بمنزلة التنصيص عليه ألا ترى أن المتبايعين إذا أطلق العقد حمل على الثمن الحال وعلى نقد البلد انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في الوكالة البيع لنفسه والإقرار على موكله ليس للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه ولا ولده الصغير لأن العرف يقتضي ذلك ولأن الشخص حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصا وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة وبين غرض الموكل والوكيل مضابده وأما الإقرار على موكله فإنه يمنع لأنه إقرار فيما لا يملكه والشراء فيما ذكر كالبيع الإقرار الإقرار في اللغة الإثبات من قر الشيء إذا ثبت وفي الشرع الأتراف بالحق والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى كونوا قوانين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم سوعة النساء الآية الخامسة والثلاثون والمئة والشهادة على النفس هي الإقرار وفي السنة واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها رواه الشيخان ولأن الشهادة على الإقرار صحيحة فالإقرار أولى أقسام الإقرار والمقر به ضربان أحدهما إقرار بحق الله بأن أقر بما يجب حدا من حدود الله كالزنا وشرب الخمر والسرقة فإن أقر بها ثم رجع عنها قبل رجوعه لقوله صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات ورجوعه عن الإقرار شبهة لجواز صدقه وقوله صلى الله عليه وسلم لما عز لما اعترف بالزنا لعلك قبلت فلولا أن الرجوع مقبول لم يكن للتعرض له فائدة واعلم أن فائدة الرجوع في السرقة سقوط القطع لا سقوط المال لأنه حق آدمي الضرب الثاني إقرار بحق آدمي فلو أقر بحق من حقوق الآدميين كالقذف ونحوه ثم رجع لا يقبل رجوعه والفرق بين حق الله وحق الآدمي أن حق الله مبني على المسامحة بخلاف الآدمي فإن حقه مبني على المشاحة شروط الإقرار يصح الإقرار بشروط أربعة الأول والثاني البلوغ والعقل لأن الإقرار من الصبي والمجنون لا يصح لامتناع تصرفهما وفي معنى المجنون المغمى عليه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه الشرط الثالث الاختيار فلا يصح إقرار المكره لأن الإقرار على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضر فغيره أو لا الرابع الرشد إن كان الإقرار بمال فلا يصح إقرار السفيه بمال وإلا بطلت فائدة الحجر وهذا في ظاهر الحكم وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب عليه الوفاء به بعد الحجر أما إقراره بما يجب الحج فإنه يقبل منه وكذا إقراره بالطلاق والخلع والظهار لأن هذه أمور لا تعلق لها بالمال وحكمه في العبادات كالرشيد الإقرار بالمجهول يصح الإقرار بالمجهول ويرجع إليه في تفسيره ويقبل تفسيره بكل ما يتمول به وإنقل وبما يحل اقتناؤه ككلب معلم وزبل بأنه يحرم أخذه ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا ينفع في صيد ولا حراسة وقيل يصح التفسير لأنه شيء الاستثناء في الإقرار يصح الاستثناء في الإقرار وغيره لكثرة أروده في القرآن واللغة فإن كان بلفظ إن شاء الله فلا يكون مقر كأن قال لفلان علي مئة إن شاء الله لأنه لم يجز بالإقرار وأيضا فإن هذه الصيغة إلزام في المستقبل والإقرار إخبار عن أمر سابق فبينهما منافع والأصل براءة الذمة وشرط الاستثناء لاتصال على العادة فلا تضر سكتة النفس والعي والسعال والعطاص ونحو ذلك والإقرار في الصحة والمرض سواء أما في الصحة فظاهر وأما في المرض فإن أقر لأجنبي فإنه يصح كالصحيح وإن كان إقرارا لوارث فكذلك لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر وقيل لا يصح لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة العارية هي في اللغة تملك منفعه بغير عوض وشرعه إباحة الانتفاع بما حل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على صاحبه والأصل فيها قوله تعالى ويمنعون الماعون الآية الأخيرة سورة الماعون والمراد به ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض وفي السنة أنه صلى الله عليه وسلم استعار يوم خيبر من صفوان ابن أمية درعا فقال له أغصبا يا محمد قال لا بل هي عارية مضمونة روه أبو داود والنسائي والحاكم ونقل ابن الصباغ الإجماع على استحبابها شروط صحتها يشترط لصحة العارية أولا أن يكون المعير أهلا للتبرع فلا تصح الإعارة من المحذور عليه ثانيا أن تكون منفعة العين المعارة ملكا للمعير فتصح إعارة المستأجر لأنه مالك للمنفعة ولا يعير المستعير لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها والمستبيح لا يملك نقل الإباحة لغيره بدليل أن الضيف لا يبيح لغيره ما قدم إليه ولا يطعم منه نحو الهرة ثالثا أن يكون المعار منتفعا به فلا يصح إعارة ما لا منفعة فيه لفوات المقصود من العارية وهو الانتفاع بها رابعا من شروط صحة العارية بقاء عين العارية بعد الانتفاع كالدواب والثياب والآلات فلا يصح إعارة الشيء المستهلك لعدم بقاء عينه كالأطعمة والشموع والصابون وما في معناها لأن منفعتها في استهلاكها وشرط صحة العارية بقاء عينها جواز العارية مطلقة ومقيدة للمعين أن يبيح العارية مطلقة من غير توقيت وله أن يوقتها بوقت كما له الرجوع فيها متى شاء لأن العارية عقد جائز له رفعه متى شاء فلو منعنا المالك من الرجوع فيها لم تنع الناس من هذه المكرومة وكما ترتفع بالرجوع ترتفع بموت المعير وجنونه وبالحجر عليه وكذا بموت المستعيج وليس بورثته استعمال العارية وإلا لزمتهم أجرة المثل ومؤونة الرد مع عصيانهم في استعمالها ضمان العارية العين المستعارة إذا تلفت بالاستعمال غير المأذون فيه ضمنها المستعيج لحديث صفوان لا بل هي عارية مضمونة ولأنه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه وتعتبر القيمة يوم تلفه فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان كم حاق الثوب باللبس وتعييد الدابة بالركوب الغصب هو من الذنوب الكبائر ومن أسباب غضب الله والأصل في تحريمه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سورة البقرة الآية الثامنة والثمانونة بعد المئة وقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون سورة المطففين سورة المطففين الآيات من الأولى إلى الثالثة ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أرواه الشيخان والغصب في اللغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة فإن أخذه سرا من حرز مثله سمي سرقه وإن أخذه مكابرة سمي محاربة وإن أخذه استيلاء سمي اختلاسا وإن أخذه مما كان مؤتمنا عليه سمي خيانه ومعنىه شرعا الاستيلاء على حق الغيج على جهة التعدي كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد أو الاستيلاء على أرضه أو ماله عدوانا فلو انتزع مال المسلم من الحربي أو المسلم الغاصب ليرده إلى صاحبه فلا يعد غصبا والاستيلاء على الشيء بحبسه فمن جلس على بصات غيره بغير إذنه فغاصب ومن دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه ولم يدخلها فغاصب ومن دخل دارا ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء فغاصب ومن ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها فغاصب ومتى ثبت الغصب وجب الرد ولو غرم أضعاف قيمة المغصوب وكما يجب رد المغصوب يجب أرش نقصه وهو الفرق بينه سليما ومعيبا سواء في ذلك نقص صفته بأن غصبها سمينة فهزلت أو نقص عينه بأن غصبه سليما فانكسر الشفعة الشفعة لغة التقوية والإعانة لأنه يتقوى بما يأخذه وفي الشرع حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة لدفع الضرر والأصل في ثبوتها ما رواه البخاري قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي رواية في أرض أو ربع أو حائط والربع المنزل والحائط البستان شرط الشفعة وشرط ثبوت الشفعة أولا أن يكون الشريك مخالطا خلطة شيوع فلا تثبت للشريك الجار للحديث وهو في كل ما لم يقسم ثانيا من شرط الشفعة وفيما يمكن قسمته كالأرض والمنزل دون ما لا يمكن قسمته كالسيف ونحوه فلا تثبت فيه الشفعة ثالثا أن ينتفع بالمقصوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة فلا شفعة فيما لو قسم بطرت منثعته المقصودة منه قبل القسمة كالحانوت الصغير الذي لا يمكن جعله حانوتين وكالحمام الذي لا يمكن جعله حمامين وكالطريق الضيق الذي لا يمكن جعله طريقين ونحو ذلك رابعا من شرط الشفعة أن لا يمكن نقله كالأرض والدار فلا تثبت الشفعة في المنقولات لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة إلا في ربع أو حائط وتتبع الأشجار والحيطان الأرض والمنازل لأن الحديث فيه لفظ الربع وهو يتناول الأبنية ولفظ الحائط يتناول الأشجار ومثل ما تقدم في التبعية الأبواب والرفوف والشبابيك وكل ما يتبع في البيع عند الإطلاق أما إذا بيعت الأنقاض والأشجار وحدها فلا شفعة فيها لأنها منقولة وإن أريدت للدوام خامسها شروط الشفعة ألا تقسم ولا تحد وإلا بطلة الشفعة للحديث السابق ولمن تثبت له الشفعة أخذ المبيع بالثمن الذي بيعت به سواء كان مؤجلا أو حالا والشفعة على الفور لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه بسند ضائف وتفوت عند عدم المبادرة كما يفوت البعير الشرود إذا حل عقاله ورواه الشفعة لمن واثبها ولأنه حق ثابت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب وقيل إنها لا تفوت بالتراخي وأما حديث الشفعة كحل العقال قال ابن حبان لا عصل له وقال أبو زرعة منكر وقال البيهقي ليس بثابت وحديث الشفعة لمن واثبها لا سند له ولو كان لاثنين مكان فتزوج أحدهما بنصيبه في المكان فلشريكه أن يأخذ ذلك الممهور بمهر المثل وإذا كان الشفعاء جماعة آخذ كل واحد منهم على قدر حصته القراض القراض والمضاربة بمعنى واحد والقراض مشتق من القرض وهو القطع لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجد فيها وقطعة من ربحه وفي الشرع عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما على حسب الشرط والأصل فيه أنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها إلى الشام وأجمعت الصحابة على مشروعيته شروطه ولصحة القراض شروط أولا كون المال عملة مضروبة فلا يجوز على حلي ولا على تبر ولا على عروض تجارة ثانيا من شروط القراض أن لا يضيق على العامل في البيع والشراء لأن ذلك يؤدي إلى فوات مقصود القراض فقد يجد شيئا يربح ولو راجعه لفات فيؤدي إلى فوات المقصود وهو الربح ثالثا أن يكون الربح بين العامل وصاحب المال مشتركا ليأخذ هذا بعمله وذاك بماله رابعا أن يكون الربح معلوما بالجزئية كالنصف والربع والثلث والسدس فلو قال على أن لك نصيب أو جزء فهو فاسد للجهل بالعوض فلو قال على أن الربح بيننا صح ويكون نصفين ولو اشترط العامل قدرا معلوما كمئة مثلا أو ربح نوع فسد العقد لأن الربح قد ينحصل في المئة أو في ذلك النوع فيؤدي إلى اختصاص العامل بالربح وقد لا يربح ذلك النوع ويربح غيره فيؤدي إلى ضايع عمل العامل وهو خلاف مقصود العقد خامسا من شروط القراض أن لا يقدر العقد بمدة لأن الربح ليس له وقت معلوم وقد لا يربح العامل في هذه المدة وأيضا فهو عقد جائز لكل منهما فسخوه متى شاء سادسا أن لا يقدر الربح بمدة كأن يقول اتجر وربح هذه السنة بيننا السنة الآتية لي دونك فقد لا تربح هذه السنة فيضيع العامل وقد تربح السنة الآتية فيأخذ صاحب المال دون العامل وعلم أنه لا يجوز للعامل أن ينفق من رأس المال لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيفوز به دون صاحب المال وأيضا فإن له جعلا معلومة فلا يستحق معه شيئا وليس له أن يسافر بغير إذن صاحب المال لا ضمان على العامل عامل القراض أمين لأنه قضب المال بإذن فأشبه سائر الأمناء فلا ضمان عليه إلا بالتعدي لتقصيره فلو ادعى عليه رب المال الخيانة فالقول قول العامل لأن الأصل عدمها وكذا يصدق في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة ويصدق في قوله لم أربح إلا كذا أو اشتريت للقراض أو اشتريت لي لأنه أعرف بنيته ويقبل قوله في دعوة تلف ولو ادعى رد رأس المال يصدق لأنه أمين فأشبه المدع ولو اختلف في جنس رأس المال صدق العامل ولو اختلف في القدر المشروط تحالفا وللعامل أجرة المثل ويفوز المالك بالربح كله وبمجرد التحالف ينفسخ العقد صرح به النووي وكلام المنهج يقتضيه وصرح به الروياني جبر الخسران بالربح القاعدة المقررة في القراض أن الربح وقاية لرأس المال فإذا دفع صاحب المال للعامل مئتين وقال له اتجر بهما فإذا تلفت إحدى المئتين قبل التصرف حسب التالف من رأس المال ويكون رأس المال مئة لأن العقد لم يتأكد بالعمل وقيل إنها خسران ورأس المال مئتان لأن المئتين بقبض العامل صارت مال قراض فتجبر المئة التالفة بالربح فإذا تلفت بعد التصرف كانت خسران ورأس المال مئتان فلا يأخذ شيئا حتى يرد ما خسره إلى مالكه عقد القراض جائز وعقد القراض جائز من الطرفين لأن أوله وكالة وبعد ظهور الربح شركة وكلاهما عقد جائز فلكل من المالك والعامل فسخه فإذا فسخ أحدهما ارتفع القراض ولو مات أحدهما أو جن إن فسخ أيضا فإن كان المال دين لزم العامل استفاؤه سواء ظهر الربح أم لا لأن الدين ملك ناقص وقد أخذ من صاحب المال ملكا تاما فعليه أن يرد مثل ما أخر وإن لم يكن دين فإن كان من جنس رأس المال ولا ربح أخذه صاحب المال وإن كان هناك ربح اقتسماه بحسب الشرط وإن كانت هناك خسارة تحملها صاحب المال وليس على العامل منها شيء ويكفيه أنه عمل بدون مقابل المساقاة المساقات هي أن يعامل إنسان آخر على شجر ليتعهده بالسقي والتربية على أن ما عرزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر وفي رواية دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرها ولا خلاف في جوازها على النخيل لأنه مورد النص وأقاس الشافعي الكرم عليها بجامع وجوب الزكاة في كل وإن كان الخرص التقدير وقيل إن الشافعي أخذه من النص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والكرم أما الأشجار المثمرة كالتين والمشمش وغيرها من الأشجار فقد اختلفوا فيها فقيل بالمنع لأنها لا زكاة فيها وقيل بالجواز لأنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر وهو الأصح واختاره النووي شروط المساقى ويشترط لصحة المساقى شروط أولا التوقيت بمدة لأنها عقد لازم ولأن لخروج الثمار غاية معلومة يسهل ضبطها ثانيا أن ينفرد العامل بالعمل لأنه موضوع المساقى فلو شرط أن يعمل معه مالك الأشجار فوسخ العقد لأن القائدة أن كل ما يجب على العامل عمله إذا شرط على المالك يفسد العقد ثالثا أن يكون للعامل جزء معلوم من الثمرة كالنصف والثلث والربع ونحو ذلك للنص فلو شرط له ثمر نخلات معينة لم يصح لأنه قد لا تثمر فيضيع عمله أو لا يثمر غيرها فيضيع المالك وهذا غرر وعقد المساقات غرر جوز للحاجة وغرران على شيء واحد يمنعان ويمنعان صحته ولو قال على أن ما فتح الله بيننا صح وحمل على المصر رابعا رؤية الأشجار لصحة المساقاة فلا تصح على مجهول العمل في المساقاة العمل في المساقاة على ضربين أولا عمل يعود نفعه على الثمرة من كل ما تحتاج إليه الثمار لزيادة أو إصلاح فهو على العامل فيجب على العامل السقي وتوابعه من إصلاح طرق الماء وإصلاح الآبار وإدارة الآلات وكل ما جرت به العادة لحفظ الثمرة ونموها وتجفيفها وتهيئة موضع الجفاف ونقلها إليه وتقليب الثمرة في الشمس ثانيا عمل يعود نفعه على الشجر ويقصد به حفظ الأصول كحفر الأنهار والآبار وبناء الحيطان ونصب الأبواب والآلات ونحو ذلك فعلى المالك الإجارة الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأن سورة القصص الآية السادسة ونشرون وقال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أدورهم سورة الطلاق الآية السادسة وروا البخاري بنفظ قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرة فأكل ثمنه ورجل استأجر أجير فاستوفى منه ولم يعطيه أجره حاشية أعطى بي أي أعطى الأمان باسمي كأن يقول علي عهد الله أو ذنته أن أفي بكذا انتهى وقال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أخرجه ابن ماجه في الأحكام عن ابن عمر شروط الإجارة يشترط لصحة الإجارة شروط أولا أن تكون على منفعة فلا تصح على عين كاستئجار البستان للثمار والشات للبن أو الصوف فإذا وقعت العين تبع جازة كما إذا استأجر امرأة للإرضاع لقوله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن أعلق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن ومثله ما إذا استأجر دارا وفيها بئر يجوز الشرب منه تبعا للدار ثانيا أن تكون المنفعة مقصودة كالانتفاع بالأرض والدار وغيرهما فإن الزرع والسكن من المنافع المقصودة فلا يصح استئجار تفاحة للشم لأن المنفعة غير مقصودة ولا استئجار الطعام لتزيين الحوانيت لأنه غير مقصود ثالثا أن تكون المنفعة معلومة فلا تصح على المجهول لأنه غرر فلابد من العلم بالمنفعة قدرا ووصفا رابعا أن تكون قابلة للبدل والإباحة فلا يصح استئجار المحرمات كآلات اللهو والمغاني ولا شخص لحمل خمر وعصرها وبيعها خامسا أن تكون على عوض معلوم لأن الجهل بالأجرة غرر سادسا بقاء العين المؤجرة فلا يجوز استئجار الشمع للوقود ونحوها مما لا تبقى عيمه سابعا تقدير المنفعة بأحد أمرين المدة أو العمل فإن كانت لا تقدر إلا بالزمان فلابد من تقدير المدة كالإجارة للسكنة والرضاع ونحو ذلك وإن كانت لا تقدر إلا بالعمل فلابد من تقديره كالركوب مثلا وإن كانت تقدر بالمدة والعمل كالخياطة والبناء قدر بأحدهما كقوله استأجرتك لتخيط هذا الثوب أو قال استأجرتك لتخيط لي يوما فإن قدر بهما معه لم تصح بأن قال لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم لأنه إن فرغ في بعض اليوم وطالبه بالعمل في بقية اليوم فقد أخلى بشرط العمل وإلا أخلى بشرط المدة وبالجملة فكل عين غجز في منفعتها شروط الصحة صح استئجارها كاستئجار الدار للسكنة والأرض للزرع والدابة للركوب والرحل للحج والبيع والشراء ونحو ذلك ما يجب الأجرة عقد الإجارة يجب الأجرة ويحل استفاء منفعة وإذا شرط في الأجرة التعجيل أو التأجيل اتبع الشرط لأن المؤمنين عند شروطهم وإذا أطلقت الأجرة حملت على التعجيل وهذا في إجارة العين كقوله استأجرت منك هذه الأرض أو هذه الدار ونحوها أما في إجارة الذمة كقوله ألزمت ذمتك حمل كذا إلى موضع كذا فإشترت أن تكون الأجرة حالة ولا يجب تأجيلها لأنها في معنى بيع الدين بالدين وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم انتهى الشريط الثاني عشر من كتاب الفقه الميسر في الإبادات والمعاملات تأليف أحمد عيسى عشور وللكتاب بقي على الشريط الثالث عشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث عشر من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات نواصل القراءة في الإجارة متى تبطل الإجارة؟ إذا مات أحد المتعاقدين والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد لأن الإجارة عقد معاوضة على شيء يقبل النقل فلا تبطل بموت أحد المتعاقدين كالبيان فإذا مات المستاجر قام وارثه مقامه في استفاء منفع وإذا مات المؤجر تركت العين في يد المستاجر إلى انقضاء المدة فإذا تلفت العين المستاجرة بأن كانت بابة فماتت أو أرضا فغرقت أو ثوبا فاحترق فإن كان ذلك قبل القبض أو بعده ولم تنضي مدة لمثلها أجر إن فسخت الإجارة وإن تلفت بعد القبض بمدة لمثلها أجره إن فسخت الإجارة في المستقبل لفوات المعقود عليها وبالنسبة للماضي تستقر عليه الأجره وهذا في إجارة العين أما إذا وقعت الإجارة في الذنة فلا تنفسخ الإجارة بالتلف وصورة ذلك أن يقول ألزمت ذنبتك حملة كذا فسلمه دابة أو عربة مثلا ليستوفي منه حقه فهلكت لم تنفسخ الإجارة بل يطالب المؤجر بإبدالها لأن المعقود عليه باق في الذنة لا ضمان على الأجير الأجير أمينا في ما في يده فلا يضمنه إلا بالتعدي كما إذا استأجره للخبز فأسرف في الإيقاد أو تركه حتى احترق وأشباه ذلك ومثل الأجير المستأجر للعين فلا يضمن إلا بالتعدي كأن حمل على الدابة فوق طاقتها فماتت أو على العربة فوق قدرتها فتالفت الجعالة الجعالة عوض معلوم يؤخذ على رد الضالة حاشية الراجع في تعريفها هو أن الجعالة شرعة التزام عوض معلوم على عمل فيه كلفة ولو كان غير معين انظر حاشية القليوبية على شرح المحل في الجزء الثالث الصفحة الثلاثين بعد المئة وانتهت الحاشية والأصل فيها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بغير من الآية الثانية والسبعين سورة يوسف وفي الصحيحين حديث الذيه الذي رقاه الصحابي على قطيع غنم ولأن الحاجة قد تدعو إليها حاشية انظر تفصيل هذه القصة في صحيح البخاري مع فتح الباري في الجزء الرابع الصفحة الثالثة والخمسين بعد الأربعمائة ومسلم في الجزء الرابع الصفحة السابعة والعشرين بعد السبعمائة والألف وانتهت الحاشية شروطها يشترط في استحقاق الأجرة يذن صاحب الضالة فلو تبرع إنسان بردها لا يستحق شيئا ويجوز أن يكون المجعول له معينا وغير معين فالمعين كقوله إن رد زيد ضالة فله كذا وغير معين كقوله من رد ضالة فله كذا فلو ردت الضالة استحق من ردها الجعل ولأن الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم ويشترط في الجعل أن يكون معلومة لأنه عوض فلابد من العلم به كالأجرة فلو كان مجهولة كقوله من رد ضالة فله ثواب أو على رضاه أو أعطيه شيئا فهو شرط فاسد ويستحق من ردها أجرة مثل ولو اشترك جماعة في الرد اشتركوا في الجعل ويقسم بينهم بالسوية وإن تفاوتت أعمالهم لأن العمل في أصله مجهول فلا يمكن رعاية مقداره المزارعة والمخابرة المزارعة هي اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها والمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها وهمما لا يختلفان في المعنى وفرق الرافعي والنووي بينهما بأن المزارعة يكون البذر فيها من المالك والمخابرة البذر فيها من العامل حكمهما قد اختلف الفقهاء فيهما فقيل إنهما باطلان لما في الصحيحين من النهي عن المخابرة ولما رأوه مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها وعلا تنهي أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي وقال ابن شريح تجوز المزارعة وقال بجوازها ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وصنف فيها ابن خزيمة جزءا عنها وجمع بين أحاديث الباب ثم تابعه الخطابي وضعف أحمد بن حنب الحديث النهي وإنما عبطلها مالك وأبو حنيفة والشافاي لأنهم لم يقفوا على علة الأحاديث فهي جائزة لأنها عمل المسلمين من جميع الأمصار لم يبطل العمل بها أحد هذا كلام الخطابي وقال في شرح مسلم إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع ولا تقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقاه بل جازت مستقلة لأن المعنى المجوز للمساقاه موجود في المزارعة وقياسا على القراض فإنه جائز بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة وقد قال بجواز المزارعة أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين والمحدثين إحياء الموات حاشية هو شرعا عمارة أرض لا مالك لها انظر الغاية القصوى في الجزء الثاني الصفحة الخامسة والثلاثين بعد الستمائة وانتهت الحاشية الموات هي الأرض التي لم تعمر قط والأصل في إحياء الموات قوله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق حاشية لعرق بالإضافة والتنميم والعرق أربعة الغراس والبناء والنهر والبئر انتهت الحاشية رواب أبو داود والنسائي والتنمذي وقال إنه حسن وهو الذي يغرس في الأرض على وجه الاغتصاب أو في أرض أحياها غيره ليستوجبها لنفسه فيجب أن لا يمكن من هذا وانتزع منه رضي أمكره لأنه ليس له حق فيه وكالغرس البناء واتخاذ النهر والبئر في غير ملكه حكم الإحياء وإحياء الموات مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكله العواف فهو له صدقة رواب النسائي وصححه ابن حبان والعواف الطير والوحش والسباع وكل من جاز له أن يملك الأموال جاز له الإحياء ويملك به ما أحياه لأنه ملك بفعل فأشبه الاستياد والاحتطابة ونحوها ولا فرق في حصول الملك بين أن يأذن الإمام أم لا اكتفاء بإذن سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شروط صحة الإحياء ويشترط لصحة الإحياء المواد شرطا أولا أنه لم يجري على أرض ملك المسلم فإن درى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء وغيره إلا بإذن شرعي ففي الخبر عن سيد البشر من أخذ شبرا من الأرض ظلم فإنه يطوق به يوم القيامة من سبع أراضين رواه الشيخان واعلم أن حريم المعمور لا يملك بالإحياء لأن مالك المعمور يستحق مرافقه والحريم ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع كالطريق وموقع إلقاء الفضلات وسيل الماء ونحوها ثانيا أيكون المحي مسلم فلا يدد إحياء الكافر في دار الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم عادي الأرض وفي رواية موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني حاشية عادي الأرض بتشديد الياء هو القديم من الأرض الذي من عهد عاد وهلما جرى إنكها رواه الشافعي ورواه البيهقي موقوفا على ابن عباس ومرفوع وقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين لذلك هي لكم مني ليعلم أن المحي في بلاد المسلمين والمحي يجب أن يكون مسلمة ويأيده الرواية هي لكم مني أيها مسلمون لا لغيركم وإنما للذنين الاحتطاب والاحتشاش لأنه يستخلف فلا يتضرر به المسلمون بخلاف إحياء الموات لأنه لا يستخلف ويتضرر به المسلمون إذا أحياه غيرهم صفة الإحياء المباح الإحياء هو تهيئة الشيء لما يريده المحي لأن الشارع صلى الله عليه وسلم أطلقه ولم يقيده فيرجع فيه إلى العرف وهو لا حد له في اللغة فإذا أراد المسكن فالشرط تحويته بحجارة أو طوب أو طين أو خشب بحسب ما جرت به العادة وكذا تسقف بعضه ونصب الباب على الصحيح وإذا أراد بستانة فلابد من تحويته على حسب ما جرت به العادة فإن كانت عادة البلد بناء الجدران شتورت وإن كانت تحويت بغير ذلك اتبعت عادتهم متى يجب بذل الماء الماء على قسمين أولا ما نبع في موضع لا يختص بأحد ولا يصنع لأحد من الآدميين في استنباطه وإجرائه كالأنهار وعيون الجبال وسيول الأمطار فالناس فيها سواء فإن كان الماء قليلا أو ضاق المشرع حاشية أي مورد الشرب انتهاء قدم السابق وإن كان ضعيفا لقضاء الشرع بذلك روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سبيل مهزوز واد بالمدينة أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل أخرجه أبو داود وابن ماجه وقال ابن حجر في الفتح إسناده حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك هذا في من سبق فإن جاءوا معا أقرع بينهم فإن جاء واحد يريد الساقية وهناك محتاف إلى الشرب فالذي يشرب أولا ومن أخذ من الماء شيئا في إناء وحوض ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه كما لو احتطب حطبا ملكه ثانيا المياه المختصة كالآبار والقناعات فإذا حفر شخص بئرا في ملكه فماءه ملك له لأنه نماء ملكه فأشبه ثمرة شجرته ومعذن الذهب والفضة الذي خرج في ملكه فليس بأحد أن يأخذه بغير إذنه وقيل إن الماء لا يملك لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلاء والنار أخرجه أبو داود ورد بأن الحديث ضعيف وعلى الوجهين لا يجب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره ويجب للماشية لما روى الشافعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة في الصحيحين لا يتمنع فضل الماء لتمنع به الكلاء والفرق بين الناشية والزرع حرمة الروح بدليل وجوب سقها دون الزرع شروط وجوب البذل واشترط لوجوب بذل الماء شروط أولا أن يفضل عن حاجته فإن لم يفضل لم يجب ويبدأ بنفسه ثانيا أن يحتاج إليه صاحب الماشية بأن لم يجد ماء مباحة ثالثا أن يكون هناك كلأ يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء أن يكون هناك كلأ يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء رابعا أن يكون الماء في مستقره وهو مما يستخلف فأما إذا أخذه في الإناء فلا يجب بذله على الصحيح وإذا وجد البذل فليس له أن يأخذ عليه أوضع للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيه فضل الماء وإذا لم يجب بذل الماء جاز له بيعه بوزن أو كيل الوقف الوقف لغة الحبس وفي الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تقربا إلى الله تعالى والأصل فيه قوله تعالى وفعل الخير لعلكم تفلحون سورة الحج الآية السابعة والسبون وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وغيره حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف قال جابر رضي الله عنه ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف شروطه يشترط لجواز الوقف ثلاثة شروط أولا أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه فلا يصح ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالأثمار والطعام والمشموم لأنه لا ينتفع بها مع بقاء عينها لأن الأثمار والطعام تؤكل ولا يبقى عينها والمشموم لا يدون نعم لو وقف الأشجار لثمارها والماشية للبنها وصوفها والفحل للنزو على ماشية البلد لجهز لأن الموقوف ذواتها وهذه الأمور منافعها ثانيا أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع لأن الوقف صدقة يراد بها الدوام وحقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه وتمليك المعدوم باطل وكذا تمليك من لا يملك مثال الأول ما إذا وقف على من سيلت وهو معدوما ثم على الفقراء أو وقف على مسجد سيدنا وهو معدوما ثم على الفقراء ومثال الثاني الوقف على الحمل وهو لا يملك فهذا وأشباهه باطل لأن الوقف تمليك منجز فلا يصح على المعدوم ومن لا يملك ثالثا أن لا يكون في محظور لأن الوقف قربة إلى الله وبر ومعروف وهي معصية عكس ذلك فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق وآلات له ولا الوقف على بيع اليهود وكنائس النصارى وما أشبه ذلك شرط الواقف يتبع إذا صح الوقف استحق الموقوف عليه غلته سواء كانت منفعة كالسكنة وطراءة الكتب أو عين كالثمرة والصوف واللبن ويجب صرف ذلك بحسب الشرط من التقديم للبعض دون بعض كوقفت على أولادي بشرط تقديم الأعلم أو الأورع والتأخير كذلك كي يقول وقفت على أولادي فإن انقرضوا فلأولادهم أو على أن ريع السنة الأولى للإناث والثانية للذكور أو التسوية كما إذا وقف على أولادي بشرط التسوية بينهم أو التفصيل كما إذا قال وقفت على أولادي على أن للذكر مثل حظ الأنثيين ونحو ذلك الهبة الهبة والهدية بمعنى واحد لغة وشرع والفرق بينهما أنها إن حملت إلى من يتملكها إكراما وتوددا فهي هدية وإلا فهي هبة والهبة مندوبة بالكتاب والسنة والإجماع الأمة قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة الآية الثانية والهبة بر ومعروف وأما الثنة وأما السنة فكثيرة منها حديث بريرة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام هي لها صدقة ولنا هدية رواه مسلم ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها شرطها وشرط صحة الهبة أن كلما جاز بيعه جازت هبته وما لا يجوز بيعه كالمجهول لا تجوز هبته كقوله وهبتك إحبى الشياه وكذا لا تجوز هبة المرهون والكلب غير المعلم والفنزير والضال لأنه لا يجوز بيعها ويجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على انتزائه من الغاصب ويجوز هبة المشاعي للشريك وغيره لا تلزم إلا بالقبض لا تلزم الهبة ولا تملك إلا بالقبض لأن الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جذاذة أي قطع عشرين وسقى فلما مرض قال وذت أنك حزتيه أو قبطيه وإنما هو اليوم مال الوارث فلولا توقف الملك على القبض لما قال إنما هو اليوم مال الوارث وقال عمر رضي الله عنه لا تتم المحلة العطية حتى يجوزها المنحول له ورية مثل ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وأنس بعائشة رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف ولا يصح قبض الهبة إلا بإذن الواهب لأنه سبب نقل الملك وإذا حصل القبض لزمت الهبة وليس للواهب الرجوع فيها إلا أن يكون الواهب أبا أو أما أو جدا والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه أبو داود وغيره وقال التدمذي حسنا صحيح ورد النص في الأبي والأم ودخل الجد في اسم الأبي والجدة في اسم الأم العمر والرقبة العمر بضم العين وسكون المين مأخوذة من العمر وهو الحياة سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك والرقبة بوزن العمر مأخوذة من المراقبة لأن كل واحد منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه ولورثته من بعده فإذا أعمر شخص شيئا أو أرقبه كان للمعمر والمرقب ولورثته من بعده كأن قال شخص لآخر أعمرتك هذه الدار حياتك أو ما حييت أو ما عشت ولعقبك من بعدك صح أو قال أرقبتك إياها فكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العمر جائزة والرقبة جائزة لأهلها رواه أبو داود وغيره وقال تبذي حديث حسن وقال صلى الله عليه وسلم فمن أعمر عمره فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه رواه مسلم اللقطة اللقطة بفتح القاف على المشهور هي الشيء الملقوط وقيل اللقطة بسكون القاف وفي الشرح أخذ مال محترم من مضيعه ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف والأصل فيها أحاديث منها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقاطة الذهب أو الورق الفضة فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم اعرفها سنة فإن لم تعرفها فاستغقها ولتكن عندك وديعة فإن جاء طالبها يوما من الده فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسأله عن الشات فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئ رواه الشيخان حاشير الوكاء الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون فيه النفقة ويربط والعفاص الجلب الذي يكون على رأس القارورة أشبه بالسدادة انتهت الحاشية حكمها أي حكم اللقطة أجمع المسلمون على جوازها ولكن هل تستحب أو تجب ينظر إن كان فاسقا منع من الالتقاط وإن الالتقط نزعت منه كما ينزع منه مال ولده وإن كان الواجد حرا رشيدا ويأمن على نفسه عدم الخيانة فيها فإن وجدها في موضع يأمن عليها لأمانة أهله وليس الموضع مملوكا ولا دار شرك فالأولى في حقه أن يأخذها لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ماهدهن العبد في عون أخيه وإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيجب عليه أخذها لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سورة التوبة الآية الحاديثة والسبعون فيلزم بعضهم حفظ مال بعض كما يجب على ولي اليتيم أن يحفظ ماله ولا بد مع هذا أن يكون على ثقة من نفسه بل قيام بأدائها لصاحبها إذا عرفه وإلا فلا يأخذها وقيل لا يلزمه التقاطها بل يستحب لأن الالتقاط إما أمانة أو كسب ولا يجب شيء منهما هذا إن وجدها في موات أو طريق فإذا وجدها في ملك شخص فإنه لا يجب له أخذها لأن الظاهرة أنها لصاحب الملك ما يجب معرفته في اللغة من جاز له الالتقاط فالتقط فعليه أن يعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها ويحفظها في حرز مثلها أما معرفة العفاصي والوكائف للحديث السابق وأما العدد فلمعروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وجدت سرة فيها مئة دينار فأتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته رابعة فقال لأعرف إبتها ويكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها وأما باقي الصفات فبالقياس لأنها صفات تتميز فأشبهت المنصوص عليه والوعاء الإناء والعفاص السبادة ويطلق على الوعاء مجازا حاشية آية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض جزء من الآية الحادية والسبعين من سورة التوبة انتهت والوكاء هو الخيط الذي يشد به ويربط ويجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها لأنها أمانة من أراد تملكها آخذ اللقطة إن قصد حفظها لمالكها لم يلزمه تعريفها وإن قصد أن يتملكها أعرفها سنة للحديث المتقدم ويكون التعريف على أبواد المساجد عند خروج الناس منها وفي الأسواق لأنها مضان والاجتماع وفي الموضع الذي وجدها فيه لأن صاحبها يتعحدها فيه وكيفية التعريف أن يقول من ضع له شيء ويستحب ذكر بعض الأوصاف لا ذكر جميعها وإلا ضمن لو ادعاها كاتب ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف بل يعرف أولا كل يوم ثلاثة مرات ثم في كل يوم مرة ثم في كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة حيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى ثم إذا وجد ما لا يتمول فلا يعرف وإن تمول وهو قليل فلا يعرف إلا وقتا يظن أن صاحبه يعرض عن مغالبا والقليل هو الذي لا يكثر أسف صاحبه عليه ولا يطول طلبه له فإذا عرف التعريف المعتبر ولم يجد المالكة واختار التمليك ملكا وإذا ملكها صارت قرضا عليه فإذا جاء صاحبها فإن كانت مثلية ضمنها بالمثل وإلا فبالقيمة وقت التمليك أقسام اللقطة تنقسم اللقطة إلى أربعة أقسام أولا ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة ونحوها وحكم ما يعرفها سنة كما تقدم بيانه انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نوصر القراءة في أقسام اللقطة القسم الثاني ما لا يبقى كالطعام فإن كان مما يفسد في الحال كالشواء والبطيخ والرطب الذي لا يتتمر والبقول فنجد لها بالخوار بين أن يأكلها ويغرم قيمتها وبين أن يبيعها ويأخذ ثمنها ويعرف اللقطة ثم يتصرف فيها لأن القيمة قائمة مقام اللقطة فإذا لم يعرفها ضمنها وصارت في يده أمانة وإن كانت اللقطة مما لا يفسد ويقبل العلاج كالرطب الذي يتتمر والعنب الذي يصير زبيبا واللبن الذي يتجبن ونحوها رعي في ذلك الحظ والمصلحة لصاحبها فإن كان الحظ في البوع باعها وإن كان في التجفيف جثفها ثم إن تبرع الواجد بتجفيفه هذا له وإلا باع بعضه وأنفقه عليه لأن المصلحة في حق المالك وهذا في غير الحيوان أما الحيوان فيباع جميعه لأن النفقة عليه تتكرر فتؤدي إلى أن تأكل اللقطة نفسها ثالثا ما يحتاج إلى النفقة كالحيوان وهو ضربان واحد ما لقوة له تمنعه من صغار السباع كالغنم والعدول والفصلان من الإبل وفي معناه الكثير من كبار الإبل والبقر فله أخذه إن شاء للحفظ وإن شاء للتملك لأنها لو لم تلتقط لضاعت بيننا وبين السباع مربما أخذها خائن ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب وهو بالخيار فيه بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه اثنان ما له قوة تمنعه من صغار السباع إما بقوته كالإبل أو بعدوه كالخيل وكذا البغال والحمير أو بطيرانه كالحمام ونحوه فإن كان وجدها فيه مضيعة كالبرية لم يرز للواجد أن يلتقطها للتميك ويجوز للحفظ لقوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل ما لك ولها فإن معها حذاءها وسقاءها الحديث وقيس على الإبل ما في معناها فإن التقطها للتميك ضمنها لو تلفت للتعدي لقوله صلى الله عليه وسلم ما لك ولها وإن وجدها في العمران جاز له أخذها للحفظ وللتميك والفرق بين البرية والأمران أنها في الأمران تتطرق إليها أيدي الناس فلا تترك فرق ما ضاعت على مالكها بأخذ خائن بخلاف البرية فإن طروق الناس بها نادر ولها استغناء تسرح وترد الماء ومحل الخلاف إذا كان الزمان زمان أم أما إذا كان زمن نهب وفساد فيجوز الالتقاط قطعا في الصحراء وغيرها ولو التقط ردلان لقطة يعرفانها وأتملكانها وليس لأحدهما نقل حقه إلى صاحبه ولا إلى غيره ولا يجوز التقاط السناد لوقت الحصاد إذا لم يأذن فيها مالكها ولو كان قادرا يشق عليه التقاطه أو كان يلتقطه بنفسه فإذا أذن مالكها بالالتقاط جاز اللقيط كل صبي ضائع لا كافل له سواء كان مميزا أو غير مميز لاحتياجه إلى التعهد ويقال له دعي ومنبوذ خرج البالغ لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد وخرج بالضائع غيره فإن لم يكن له أب أب ولا جد فحضه من وظيفة القاضي لأن له في كتاب الله الحكيم وسنة رسوله الكريم ما يقوم به وبغيره من الضعفاء وقولنا لا كافل له المراد بالكافل الأب والجد ومن يقوم مقامهما حكمه أي حكم اللقيط أخذ اللقيط فرض كفائه لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة الآية الثانية ولأنه آدمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر بل هذا أولأ لأن البالغ ربما احتال لنفسه فإذا التقط من هو أهل للحضانة سقط الإثم وإلا أثم وعصر كل من علم به من أهل تلك النحية بإضاعة نفس محترمة شروط الملتقط يشترط في الملتقط شروط أولها التكليف فلا يصح التقاط الصبي والمجنون الثاني الحرية فلا يلتقط العبد لأن الالتقاط ولاية وليس هو من أهلها فإن التقط انتزع منه إلا أن يأذن السيد له أو يقره الحاكم في يده الثالث الإسلام فلا يلتقط الكافر الصبي المسلم لأن الالتقاط ولاية وليس الكافر من أهلها نعم له أن يلتقط الطفل الكافر وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره لأنه من أهل الولاية عليه الرابع العدالة فليس للفاسق لالتقاط الخمس الرشيد فالمبذر فالمبذر المحذور عليه لا يلتقط ولا تقر في يده اللقطة المال مع اللقيط فإن وجد مع اللقيط مال كالثياب والفرش وما يكون في جيبه أو شد عليه أو داب عينانها بيده أو وجد في خيمته أو في دار ليس فيها غيره أو في بستان كذلك فكل ذلك له وينفق عليه منه لأنه لو كان في حضانة أبيه وله مال كانت نفقته في ماله فهذا أولى والذي ينفق عليه الحاكم لأنه ولي من لا ولي له ولو لم يكن حاكم فليشهد على ماله فلو أنفق من غير إشهاد ضمن وقيل له وضمن فإن لم يكن له مال وجبت نفقته في بيت المال لأن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت المال ولأن البالغ المعصر ينفق عليه منه وهذا أولى ولو التقط اثنان أحدهما غني والآخر فقير قدم الغني الوديعة الوديعة اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند أحد ليحفظها والأصل فيها الكتاب والسنة قال تعالى فليؤدي الذي ائت من أمانته سورة البقرة الآية الثالثة والثمانون بعد المائتين ولقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سورة النساء الآية الثامنة والخمسون وقال صلى الله عليه وسلم أدّي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك رواه أبو داود وفي الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وفي رؤية المسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ولأن الضرورة داعية إلى الإيداع حكمها يستحب لمن وثق من نفسه القدرة على حفظ الأمانة وكان أمين أن يستودع ويقبل الأمانة لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ولو لم يكن هناك غيره يتعين عليه قبولها أما إذا كان عاجزاً عن حفظه حرم عليه قبولها وإن كان قادراً على حفظها لكنه لا يافق بأمانة نفسه كلها له قبولها لا يضمن إلا بالتعدي الوذنعة أمانة في يد المستودع فلا ضمان عليه كسائر الأمانات فإن تعدى فيها أو قصر في حفظها ضمن كأن أودعها عند غيره من غير إذن صاحبها أو سافر ولم يتركها لصاحبها أو وكيله أو وضعها في غير حرز مثلها أو سافر بها بلا عذر أو ترك الإيصاء عليها في مرضه المخوف أو حبسه الحاكم ليقتل أو قصر في دفع المهلكات عنها أو تعدى بالانتفاع بها بغير إذن أو خالف شرط صاحبها فتلفت فإنه يضمنها في هذه الصور ولو طلبه ظالم لزمه دفعه بالإنكان والخفاء بكل قدرته فإن ترك الدفع مع القدرة ضامن لتقصيره قول المستودع مقبول إذا قال المستودع للمودع رددت عليك الوديع فالقول قوله بيمينه لقوله تعالى فليؤدي الذي ائت من أمانته سورة البقرة الآية الثالثة والثمانون بعد المائتين أمره بالرد بلا إشهاد فدل على أن قوله مقبول لأنه لو لم يكن كذلك لأرشد إليه كما في قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم سورة النساء الآية الثامنة والخمسون ويجب علي أن يضعها في حرز مثلها فتوضع النقود والحلي والجواهر الثمينة في الخزن والصناديق المتينة ونحوها ويوضع الأثاث في البيت والغنم في صحن الداري والزراري بالمعدة لذلك وإذا طولب بها ردنا من غير تأخير لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سورة النساء الآية الثامنة والخمسون انتهت الحاشية فإن أخرها بلا عذر فتلفت ضمنها وإن كان لعذر فلا يضمن الفرائض والمواريز الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير قال تعالى فنصف ما فرضتم الآية السابعة والثلاثون بعد المائتين من سورة البقرة أي قدرتم هذا في اللغة وأما في الشرع فالفرض نصيب مقدر شرع لمستحقه وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار وكذا كانت المواريف في اتداء الإسلام فنسخت وكذلك كانت بالحلف فلما نزلت آيات النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث حاشية رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنماجة والدار قطني والنسائي قال الزيلعي رواه عشر من الصحابة انظر مسند أحمد في الجزء الأول الصفحة التاسعة والأربعين وسنن أبي داود في الجزء الثامن الصفحة الثانية والسبين مع العون والترمذي في الجزء السادس الصفحة التاسعة بعد الثلاثمائة وانظر نصب الرائع في الجزء الرابع الصفحة الثالثة بعد الأربع مائة انتهت الحاشية واشتهر من الصحابة في علم الفرائض أربعة علي وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أدمعين واختار الشافي رضي الله عنه مذهب زيد رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم أفرادكم زيد ولأنه أقرب إلى القياس ولأن أدلته رضي الله عنه مستقيمة فعمل بها لا أنه خلده الوارثون من الرجال الوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن وانسفل والأب والجد وانعلى والأخ وابن الأخ وانت راخيا والعم وابن العم وانت باعدا والزوج والولي المعتق هؤلاء مجمع على توريفهم والمراد بالجد أب الأبي فإذا اجتمعوا لم يرث منهم إلا ثلاثة الأب والابن والزوج الوارثات من النساء والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة وهؤلاء مجمع على توريفهم وإذا اجتمعنا لم يرث منهم إلا خمسة الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت من الأبوين وإذا اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين الرجال والنساء ورث الأبوان والابن والبنت ومن يوجد من الزوجين والأصل في إلث هؤلاء الإجماع والنصوص الآتية والدليل على عدم توريف غيرهم التمسك بالأصل واعلم أن كل من انفرد من الرجال حاز جميع التاركة إلا الزوج والأخ لأم ومن انفردت من النساء لم تحز جميع التاركة إلا من كان لها الولاء الحجب الحجب نوعان حجب نقصا كحجب الولد للزوج من النسف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى الثلث حجب حرمان وهو النوع الثاني وسيأتي بيانه من لا يسقط بحال ثم الورثة قسمان قسم ليس بينهم وبين الميت واسطة وهم الزوجان والأبوان والأولاد وهؤلاء لا يسقطون بحال ولا يحجبهم أحد لعدم الواسطة بينهم وبينه وقسم بينهم وبين الميت واسطة وهم بقية الورثة من لا يرث بحال لا يرث سبعة العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل الملتين أما العبد فلأنه لو ورث لكان المورث لسيده والسيد أجنبي من الميت فلا يمكن توريثه وكما لا يرث لا يورث لقوله تعالى عبداً نملكاً لا يقدر على شيء سورة النحل الآية الخامسة والسبعون ومثل العبد في ذلك المدبر والمكاتب وأم الولد لوجود الرق فيهم وفي المبعض خلاف الصحيح أنه كالعبد القن لأنه لا ورث لكان بعض المال لمالك بعضه وهو أجنبي من الميت نعم إنه يورث في بعضه الحر لأنه تام الملك فيورث عنه جميع ما جمعه بنصفه الحر وأما القاتل فإنه لا يرث لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل من المقتول شيئاً ورواية النسائي ليس للقاتل من الميراث شيئاً وصحها ابن عبد البر وزاد نقل الاتفاق على ذلك وأما المرتد فإنه لا يرث ولا يورث وماله فيئ للمسلمين فعن أبي بردة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله وكان مرتد حاشيه عرس بامرأة أبيه أي تزوج بامرأة أبيه انتهت الحاشيه لأنه استحل ذلك وأما أهل الملتين فلا يرث المسلم الكافر وبالعكس لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واختلفوا في إرث اليهودي من النصراني وعكسه والصحيح صلحة الإرث وهذا إذا كان ذنيين أو حربيين إذا كان أحدهما ذنيا والآخر حربيا فلا توارث بينهما لانقطاع المهل حكم من انقطع خبره لو شككنا في موت إنسان بأنرابة وانقطع خبره أو دهل حاله أو دخل في دار الحرب أو انكسرت سفينه هو فيها ولم يعرف حاله فهذا لا يرث منه حتى تقوم بينه أنه مات فإن لم تكن بينه بموته فإذا مضت مدة يحكم القاضي فيها بأن مثله لا يعيش فيها قس مماله بين الورثة أقرب العصبات العصبة مشتقة من التعصيب وهو المنع سميت بذلك لتقوي بعضهم ببعض ومنها العصابة لأنها تشد الرأس وفي الشرع كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ويعرف كل المال لو انفرد وما فضل عن أصحاب الفرود وأقرب العصبات لابنه لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم سورة النساء الآية الحادية عشر بدأ بالأولاد لأن العرب تبدأ بأولادهم ولأن الله أسقط تعصيب الأبي بالولد لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد نفس الآية السابقة من سورة النساء وإذا سقط به تعصيب الأبي فغيره أولى ثم ابن الأبن بعد الأبن وإن سفل كالابن في سائر الأحكام ثم الأب لأنه يعصبه وله الولاية عليه بنفسه ومن عدى الأبي يدلي به فقدم لقربه ثم الجد أبو الأبي وإن على ما لم يكن معه إخوة لأنه كالأب في تعصيبه ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأبن ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأبن ثم العم لأبوين ثم العم لأبن ثم بن العم كذلك ثم عم الأب من الأبوين ثم لأبن ثم بنوهما كذلك ثم عم الجد لأبوين ثم لأبن كذلك إلى حيث ينتهي فإن لم يتد أحد من عصبات النسب والميت عتيق فالعصوبة لمن أعتقه رجلا كان او امرأة لان رجل اتي برجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اشتريته واعتقته فما امر ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم ان ترك عصبه فالعصوبة احق وان لا فالولاية وفي حديث اخر الولاية لمن اعتق فان لم يكن وارث انتقل ماله الى بيت المال بشرط ان تكون مصارفه مستقيمة على ما جاء به الشرع الشريف وان لا فيصرف لذوي الارحام لان المال مصروف اليهم والى بيت المال بالاجماع فاذا تعذر احدهما تعين الاخر قال الرافعي وهذا اي الرد والصرف الى ذوي الارحام افتى به اكابر متأخرين قال نوري وهو الاصح وممن صححه وافتى به ابن صراقة وصاحب الحاوي والقاضي حسين والمتولي واخر وقال ابن صراقة وهو قول عامة مشايخنا وعليه الفتوى اليوم في الانصار ونقله الماوربي عن مذهب الشافعي ومحل صرفه الى ذوي الارحام اذا لم يكن هناك احد من ذوي الفروض غير الزوجين فاذا ولد احد من ذوي الفروض عد عليهم الباخ على قدر فروضهم مسألة اذا مات جماعة وبينهم قرابة ولا يدرى ايهم مات اولا كما اذا غرقوا معا او وقعوا في النار دفعة واحدة او سقط عليهم جدار او سقف بيت او قتلوا في معركة ولم يعلن المتقدم والمتأخر في موتهم جعلوا كأنهم ماتوا معا فمالوا كل واحد منه لورثته الاحياء ولا وارثوا بعض هؤلاء الاموات من بعض ذوي الارحام ذوي الارحام الكل قريب ليس بذي فرد ولا عصبة وتفصيلهم كل جد او جدة ساقطين حاشية الجد الساقط هو ابو الام وانعلا والجدة الساقطة هي ام ابي الام وام ابي ام الاب انتهت الحاشية واولاد البنات وبن الاخوة لام والعن لام وبنات الاعمال والعمات والاخوان والخالات ميراثumo ولتوريفهم طريقتين الطريقة الاولى طريقة اهل التنزيل وهنا اولئے لا ينظرون الى الموجودين من ذوي الارحام بل ينظرون الى الذين يذلون بهم من اصحاب الفرود او العصبات فيعطون للموجود من ذوي الارحام نصيب من يذل به من اصحاب الفرود او العصبات واليك انثلة فإذا كان للميت بنت 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 وابن أخت شقيقة وبنت أخ لأب وبنت عم نظر إلى من يدلون به وكأن المسألة فيها بنت وأخت شقيقة وأخ لأب وعن وتقسم التاركة على فرض وجودهم وما يعطاه كل واحد يكون لفرعه الموجود من ذوي الارحام والتقسيم في هذه يجعل الميراف بين البنت والشقيقة فيكون للبنت النصف يعطى لبنتها ويكون للاخت الشقيقة النصف الاخر يعطى لبنها ولا شيء لبنت الاخر ابن ولا لبنت العم اثنان ولو كان للميت بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت عم شقيق فانه يفرض الميراف بين بنت وبنت ابن وعم شقيق ويكون للبنت النصف يعطى لبنتها ولبنت الابن السدس يعطى لبنتها وللعم الباقي وهو الثلث يعطى لبنته ثلاثة واذا كان للميت بنت بنت ابن وبنت اخ شقيق فان التوريث يكون بين بنت ابن واخ شقيق فيكون لبنت الابن النصف يعطى لبنتها والباقي للاخ شقيق يعطى لبنته والاساس الذي بنى عليه اهل التنزيل نظره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث خاله وعمه ولم يكن هناك ورثة غيرهما وان ابن مسعود ورثة بنت بنت وبنت اخت فجعل المال بينهما نصفين فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان النظر في توريث ذوي الارحام لا يكون الى اشخاصه وانما يكون الى من يدلون به من صاحب فرد او عصبة والعمة تدلي بالاب والخالة تدلي بالام فيكون الميراث بين الاب والام وفتوى ابن مسعود تؤكد ذلك التفسير وهذه الطريقة اخذ بها الامام احمد والمتأخرون من المالكية والشافعية عند عدن انتظام بيت المال الطريقة الثانية طريقة اهل القرابة وكيفية توريثهم انهم يورثون الاقرب فالاقرب كالعصبات فيقدم في العصبات ابناء الابناء على الجد الاب فكذلك في ذوي الارحام يقدم اولاد البنات على الجد اب الام الفروض المقدرة الفروض المقدرة في كتاب الله ستة النصف والربع والثمان والثلثان والثلث والسدس واصحاب هذه الفروض اصناف منهم من لهم نصف وهم خمسة البنت اذا انفردت قال تعالى وان كانت واحدة فلها النصف سورة النساء الآية الحادية عشر بنت الابن عند عدم بنات الصلب بالاجمع الاخت ان كانت من الابوين فلها النصف اذا انفردت لقوله تعالى وله اخت فلها نصف ما ترك سورة النساء الآية السادسة والسبعون والمئة وكذا الاخت من الابي عند عدم الاخت من الابوين لظاهر الآية الزوج وله النصف اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن لقوله تعالى ولك النصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهم ولد سورة النساء الآية الثانية عشر فثبت بالنص في ولد الصلب واما ولد الابن فان وقع اسم الولد عليه فقد تناوله النص ويدل لتناوله قوله تعالى يا بني آدم وقوله صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب وان لم يتناوله النص فولد الابن بمنزلة الابن للاجماع على ذلك في الارث والتعصيب ومنهم من له الربع وهم اثنان الزوج مع الولد وولد الابن والزوجة والزوجات مع عدم الولد وولد الابن وحدة ذلك قوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها اودين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ومنهم من له الثمن وهو فرض الزوجة مع والزوجات مع الولد وولد الابن وحدة ذلك قوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن سورة النساء الآية الثانية والاجماع منعقد على ذلك ومنهم من له الثلثان وهو فرض اربعة للبنتين ولبنتين لبن وللاختين من الابي والام وللاختين من الابي اما للبنتين فلقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وقد يقال ان الآية ظاهرة الزلالة فيما زاد على اثنتين فلا وجه الدلالة منها والجواب ان الآية وردت على سبب خاص وهو ان امرأة من الانصار اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان فقالت يا رسول الله هتاني ابنتا سعد بن الربي قتل ابوهما معك يوم احد واخذ عن نبما ماله ولا ينكحان ولا مال لهما فقال صلى الله عليه وسلم يقبل له في ذلك فنزلت هذه الآية فدعى صلى الله عليه وسلم المرأة وصاحبها فقال اعطي البنتين الثلثين والمرأة الثمن واخذ الباقي واحتج بعضهم بان كلمة فوق زائدة كقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق وقيل المعنى اثنتين فما فوق واحتج له ايضا بان الاخوات اضعفوا في الصلة بالميت من البنات وقد جعل للاختين الثلثين فالبنات او لا انتهى الشريط الثالث عشر من كتاب الفقه الميسر وللكتاب بقي على الشريط الرابع عشر الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع عشر من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات نواصل القراءة في الفروض المقدرة في المواريث ونتابع الكلام على من فرض له الثلثان وأما لبنتين لابن فلأنهما كالبنتين اذا انفردتا وأما للاختين فصاعدا من الابوين او من الاب فلقوله تعالى فان كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وقال جابر رضي الله عنه اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أصنع بمالي وليس من يرثني إلا كلالة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال قد أنزل الله في أخواتك وبيّن وجعل لهن الثلثين فقال جابر رضي الله عنه في نزلت آية الكلالة فذل على أن المراد بالآية الاثنتان فما فوقهما ومنهم من له الثلث وهو فرض اثنين فرض الأم إذا لم تحجب وفرض الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات لأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء أما للأم إذا لم يكن للميت ولد ولد وله ولد ابن ولاثنان من الإخوة والأخوات سواء كانوا من الأبوين أو الأبي أو الأم فلقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس الآية الحدية عشرة سورة النساء وقد مر أن ولد الإبن كالإبن وإنما اكتفينا بالأخوين مع أن الآية وردت بصيغة الجمع في قوله فإن كان له إخوة لأن الجمع قد يعبر به عن اثنين وقال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم كيف تردها إلى السدس بأخوين وليس بإخوة فقال عثمان رضي الله عنه لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به فأشار إلى اجتماعهم عليه قبل أن يظهر ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الخلاف واعلم أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة في صورتين إحداهما زوج وأبوان فللزوج المصر وللأم ثلث الباقي وهو السدس والباقي للأبي وهو الثلثان الصورة الثانية زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وهو الربع والباقي للأبي وهو النص وذهب ابن سريج إلى أن لها الثلث كاملا في الصورتين لظاهر الآية وأما كون الثلث فرض اثنين فصائدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم فلقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث سورة النساء الآية الثانية وهذه الآية نزلت في ولد الأم ومنهم من له السلث وهو فرض سبعة واحد للأم مع الولد أو ولد الابن أو الاثنين فصائدا من الإخوة والأخوات حدت بذلك قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد سورة النساء الآية الحادية عشر وقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقد تقدم أن ولد الابن كالولد وتقدم الجواب على لفظ الجمع في لفظ الإخوة اثنان من المفروض لهم السدس الجدة عند عدم الأم سواء كانت الجدة أم الأم أو أم الأبي وإن علت لما روى قبيصة ابن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول لي صلى الله عليه وسلم شيئا فارجئي حتى أسأل الناس فأسأل فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثله فأنفذ لها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائد شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لهم فهو لها وعن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم فإن اجتمع اددتان متحاذيتان فسدس بينهما للأثر وإن كانت إحدهما أقرب من الأخرى فإن كان القرب من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعد من الجهتين كأم أم الأم وأم أب الأبي لأنها أمها تدلي بها والقرب تسقط البعد وإن كانت القرب من جهة الأبي كأم الأبي وأم أب وأم أبي الأم فإنها لا تسقطها بل يشتركان في السدس لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم فلأن تحجبها الجدة التي تدلي بها أولى ثلاثة من المفروض لهم السدس بنت الإبن مع بنت الصلب وحجة ذلك أن أبا موسى سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وآت ابن مسعود فأسأله فسأله فقال قد ضللت إذن قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الإبن السدس وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ولو كانت بنات الإبن أكثر من واحدة فالسدس بينهن بالسوية ولو استكملت بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الإبن حاشية ولكن لهن وصية واجبة كما سيأتي بيانه انتهت الحاشية أربعة من المفروض لهم السدس الأخت من الأبي مع الأخت من الأبي والأم لأن الأخوات يتساوين في الدرجة وتفضل الشقيقة بالقرابة فتكون الأخت من الأبي مع الأخت من الأبوين كبنت الإبن مع بنت الصلب وتستوي الأخت الواحدة والأخوات من الأبي في السدس كبنات الإبن في السدس خمسة من المفروض لهم السدس الأب مع الولد أو ولد الإبن لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد سورة النساء الآية الحادية عشر والمراد بالولد في الآية الإبن وألحقنا به إبنه كما تقدم السادس من المفروض لهم السدس الجد مع عدم الأبي بالإجماع سبعة للواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس النساء الآية الثانية عشر وهذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود رضي الله عنهما وله أخ أو أخت من أم والقراءة الشاذة كالخبر سقوط الجدات بالأم يعلم أن الأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة الأبي ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه الأم فلا يرثه أحد منهن مع وجودها كالجد مع الأبي فرع أم أم وأم أب ومعهما أب فأم الأب ساقطة وأم الأم لها السدس كاملا على الصحيح سقوط ولد الأم ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى وكذا ولد الإبن والأب والجد لأن الله تعالى جعل إرثه في الكلالة والكلالة اسم للمورث الذي لا ولد له ولا والد سقوط والد الأبي ويسقط ولد الأبي بأربعة بالأبي والابن وابن الابن وبالأخ للأبوين لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر وقد فسر الأولى بالأقرب والأشك في قرب الإبن والابن والأبي وابنه على الأخ وأما تقديم الأخ من الأبوين على الأخ لأبن فلقربه أيضا بزيادة الأمومة وقد قال صلى الله عليه وسلم أعيان بني آدمى توارثون دون الصلاة وبن الأعيان هم الأشقاء لأنهم من عين واحدة وبن العلات هم الإخوة من الأبي لأن أم كل واحد لم تعل الأخرى بلبنها وبن الأخياف هم الإخوة للأم والأخياف الاختلاط لأنهم من اختلاط الرجال سقوط ولد الأبي والأم ويسقط الولد لأبوين بثلاثة بالابن وابن الابن والأبي لأنهم أقرب فدخلوا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فلأولى عصبة الذكر أربعة يعصبون أخواتهم أربعة يعصبون أخواتهم الإبن وابن الابن والأخ لأبوين والأخ لأبن ولا يعصب أخ الأخت إلا هذه الأربعة فللذكر مثل حظ الأنثيين أما تعصيب لابن لأخته فلقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين سورة النساء الآية الحادية وَأَمَّا بِنُّ الْإِبْنِ وَأَمَّا بِنُّ الْإِبْنِ وَأَمَّا بِنُّ الْإِبْنِ الآية السادسة والسبعون والمئة من سورة النساء وأما امتناع التعصيب في غيرهم فلأن أخته لا إرث لها لكونها من ذو الأرحم أربعة يرثون دون أخواتهم أربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبن الأعمام وبن الإخوة وعصبات المعتق أما إرث الأعمام من الأبوين أو من الأبي وكذا بن الأعمام وبن الإخوة فلأنهم عصبة وأما أخواتهم فلأنهن من ذو الأرحام وأما عصبات المعتق فإرثهم بقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة نسب لا يباع ولا يهب رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد وأعله البيهقي والنسب العصبيات دون غيرهم فإذا ثبت لشخص الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصابته وضربط من يرث بولاء المعتق هو كل ذكر يكون عصبة للمعتق فإذا مات العتيق بعد موت المعتق وللمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر دون الأنثى ميراث الجد مع الإخوة إذا اجتمع مع الجد من قبل الأبي إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأبي فتارة يكون معه ذو فرض وتارة لا يكون فإن لم يكن معه صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة وثلث المال ثم إن قاسم كان كأخ وإن أخذ الثلثة فالباقي بين الإخوة وقد تستوي له المقاسمة وثلث المال وقد يكون الثلث خير الله والضبط في ذلك أنه إن كان معه أقل من مثليه فالمقاسمة خير الله وإن كان معه مثله استوت المقاسمة وثلث المال وإن كان معه أكثر من مثليه فالثلث خير الله فإن كان معه صاحب فرض وهم ستة يرثون مع الجد والإخوة البنت وبنت الأبن والأم والجدة والزوج والزوجة فينظر إن لم يبقى بعد الفروض شيء فرض له السدس كما إذا كان في المسألة بنتان وأم وزوج فيفرض للجد السدس ويزاد في العول حاشية العول زيادة في الأنصبة على أصل المسألة مثلا زوجة لها الثمن تساوي ثلاثة وأم لها السدس تساوي أربعة وبنتان لهما أثرثان تساوي ستة عشر والأخ لأم له السدس يساوي أربعة فالمجموع سبعة وعشرون والأصل وعصل المسألة أربعة وعشرون انتهت الحاشية وإن بقي السدس فقط فيفرض له السدس كبنتين وأم وإن بقي دون السدس كبنتين وزوج فيفرض له السدس وتعول المسألة وإن كان الباقي أكثر من السدس فللجد خير أمور ثلاثة إما مقاسنة الإخوة والأخوات أو ثلث ما بقي أو سدس جميع المال وقد علمت أن الجد كأحد الإخوة وأعلم أن الأخت مع الجد كأخ ولا يفرض لها شيء معه إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأبي فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف عصلها من ستة وتعول إلى تسعة للزوج النصف وهو ثلاثة من تسعة وللجد السدس وهو واحد من تسعة ويفرض للأخت النصف وهو ثلاثة من تسعة ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ويجعل بينهما أثلاثة له الثلثان ولها الثلث لأنها لا يمكن أن تفوز بالنصف لأن لا تفضل عليه ولو كان بدل الأخت أخا سقط لحجبه بالجد أو أختين لم تعل المسألة وكان للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لم تنقصه المقاسمة عن السدس حاشية أصل المسألة أربعة وعشرون للزوج اثنى عشر وللأم أربعة والباقي وهو ثمانية للجد أربعة وللأختين أربعة وانتهت الحاشية الوصية الوصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته فالمنصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته وفي الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت وكانت في ابتداء الإسلام واجبة بجميع المال للأقربين لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين سورة البقرة الآية الثمانون بعد المئة ثم نسخت بآية المواريث وبقي استحبابها في الثلث فما دونه في حق غير الوارث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق مرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه رواه الشيخان وغيرهما وفي لفظ مسلم يبيت ثلاث ليال قال النووي قال الشافعي معنى الحديث الجزم والاحتياط أن المستحبة تعجيل الوصية وأن يكتبها في صحته وأجمع المسلمون على استحبابها أركان الوصية للوصية أركان لا تصح إلا بها الأول الموصى به ويشترط فيه كونه غير معصية لأن الوصية شرعت اجتلابا للحسنات واستدراكا لما فات والمعصية تنافي ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم أخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي والدار قطني دل الحديث على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات والوصية في المعصية معصية وقد نهى الله عباده عنها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فكل ما يحرم الانتفاع به فلا تصح الوصية به لأن منافعه معدومة شرع كالكلب العقور والخمر والخنزير لأنه يحرم الانتفاع بها ولا تقر في اليد ولا يشترط في الموصى به أن يكون عينا بل تجوز الوصية بالمنافع كالوصية بمنفعة الدار ونحوها وتجوز مؤقتة ومؤبدة وتجوز بالمجهول كالوصية بشات من شياهه وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء وبالمعدوم كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها لأن باب الوصية أوسع من غيره الركم الثاني في الوصية المنصي وأشرته أن يكون جائز التصرف في ماله فإن لم يكن جائز التصرف كالمجنون والمعتوه والمبرسم فلا تصح وصيته لأن صحة الوصية تتعلق بالقول وقول هؤلاء ملغا والبرسام والعته نوعان من اختلال العقل كالمجنون وكذا لا تجوز وصية الصبي لأنه غير جائز التصرف وفي السفيه خلاف الصحيح جواز وصيته الركن الثالث المنصى له فإن كان جهة عامة فشرط أن لا تكون جهة معصية فلو أوصى ببناء بقعة لبعض المعاصي فهي وصية باطلة ولو أوصى في سبيل الله صرفت إلى الغزاة من أهل الصدقات وأقل من تصرف إليهم ثلاثة الوصية بثلث المال تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقابله النبي صلى الله عليه وسلم ورده على ورثته ولحديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير لما قال له أتصدق بثلث المال قال لا قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس رواه الشيخان وغيرهما فإن زادت الوصية على الثلث فوجهان قيل لا تصح لأنه صلى الله عليه وسلم نهى سعدا عن الزائد والنهد والنهي يقتضي الفساد والصحيح الصحة ويوقف الزائد على إجازة الورثة فإن أجاز صحت وإلا بطلت لأنها وصية صادفت ملكه ثم الرد والإجازة لا يكونان إلا بعد الموت إذ لا حق للوارث قبله ولو لم يكن له وارث بطلت الوصية فيما زاد على الثلث لأن الأنصاري أعتق ستة أعبد فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ولم يكن له وارث إذ لو كان له وارث لأوقفه على إجازتهم الوصية للوارث اختلفوا في الوصية للوارث فقيل لا تصحوا البته لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وهو حديث حسن صحيح قاله التلمذي حاشية انظر سنن التلمذي مع تحفة الأحوذي في الجزء السادس صفحة التاسعة بعد الثلاثمائة انتهى والأصح الصحة وتوقف على إجازة الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز الوصية لوارث إلا أن تشاء الورثة رواه الدار قطني والاعتبار بكونه وارثا عند الموت فلو أوصى لأجنبيه ثم تزوجها فهي وصية لوارث والوصية مستحبة في رد المظالم وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال قال النووي هي في رد المظالم وقضاء الديون التي يعجز عنها في الحال واجبة الوصي وتجوز الوصية في من اجتمعت فيه خمسة أمور الأول الإسلام فلا يجوز أن يوصي المسلم إلى ذمي لأن الوصاية أمانة وولاية وليس هو من أهلهما الثاني البلوغ فلا يجوز أن يكون الصبي وصية لأنه ليس من أهل الولاية وأنه مولى عليه فكيف يلي أمر غيره والمجنون كالصبي ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه فكيف يكون متصرفا لغيره الثالث الحرية لأن العبد لا يصلح أن يتصرف في مال ابنه فكيف يكون وصيا على غيره ولأنه مشتغل بخدمة سيده الرابع الأمانة فلا تجوز وصية إلى فاسق لأنه ليس من أهل الولاية ومقصودها الأعظم الأمانة والفاسق غير مأمون الخامس أن لا يكون الوصي عدو للطفل المفوض إليه أمره وتجوز الوصية إلى المرأة بل هي أولى من غيرها وتجوز إلى الأعمى على الأصح ولو أوصى لأعقل الناس في البلد صرف إلى أزهدهم في الدنيا نص عليه الشافعي الوصية الواجبة جاء في القانون رقم واحد وسبعين سنة ست واربعين وتسعمائة وألف ما يلي المادة ستة وسبعون إذا لم يوصل ميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكم بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا المصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وأن لا يكون الميت أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات انتهى كلام والقائدة في توزيع التركة عند وجود وصية واجبة أو غير واجبة هي توزيع الجزء الموصى به على من يستحقونه وتقسيم الباقي بعد ذلك على الورثة ملاحظات يلاحظ على قانون الوصية الواجبة أنه في بعض الحالات يأخذ فرع الميت الوارث أكثر من نصيبه والمفروض أن تكون الوصية بمقدار نصيب الولد المتوفى في حياة أحد أبويه فلا تتجاوزه لأن الغرض العام من القانون أن يأخذ الفرع نصيب أصله الذي توفي في حياة أبويه لا أن يأخذ أكثر منه لأن القانون نص على أنه يأخذ مثل ما كان يأخذ أصله لو كان حيا فهو يفرض للأصل حياة ويعطيه ما كان يأخذه على ذلك الفرع وليس من المعقول أن نعطي الفرع أكثر مما يأخذه أصله وهو ما أخذ إلا عن طريقه وباسمه وإليك أمثلة آلف فمثلا إذا كان لرجل ولد ذكر توفي في حياته وله ابنه وتوفي ذلك رجل عن زوجه وابنتين فإن مقدار الوصية الواجبة الثلث لأنه لو فرض الإبن المتوفى حيا عند وفاة أبيه لاستحق أكثر من ثلثها فلا يعطى فرعه كل نصيبه وتكون الوصية الواجبة هي الثلثة وتأخذه بنته ويلاحظ أن الثلثة التي تأخذه بنت هذا الإبن هو ثلث المال كله وبذلك يكون نصيبها أكثر من نصيب البنت الصلبية لأن كل واحدة من البنتين ستأخذ ثلثة الثلثين لا ثلثة المال كله فإذا كانت التاركة مئة وثمانين فدانا فتأخذ بنت المتوفى ستين فدانا لأنها ثلث المال كله وتأخذ كل بنت للموصي أربعين فدانا لأن ذلك ثلث الباقي وهو مئة وعشرون فدانا وهذه إحدى الغرائب التي يؤدي إليها القانون باء من الملاحظات على القانون رقم واحد وسبعين سنة ستة وأربعين وتسعمائة وألف وإذا كان لرجل ابن وبنت قد توفي وكانت للبنت ابن بنت توفيت أمه وللابن بنت بن متوفى أيضا وتوفي رجل عن بنت وبن فإن الوصية الواجبة في هذه الحال لا تشمل ابن بنت البنت لأن أولاد البطون لا يستحق منهم إلا الطبقة الأولى وتستحق الوصية الواجبة بنت البن ويكون مقدارها الثلث لأن ما يستحقها أصلها المتوفى يكون أكثر من الثلث وحينئذ يكون نصيب بنت البن أكثر من نصيب البنت الصلبية لأنها أخذت ثلث الكل والصلبية استحقت ثلث الثلثين انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نوصب القراءة في الملاحظات على القانون رق واحد وسبين لسنة ست وأربعين وتسعمائة وألف في المادة السادسة والسبعين الملاحظة الثالثة جين وإذا كان لرجل ابن توفي في حياته ولهذا لابن بنت وابن آخر توفي في حياته أيضا وترك بنت أي أن فروع الذي توفي في حياة أبيه بنت وبنت ثم توفي رجل عن زوجه وابن وبنت ففي هذه الحالة تكون الوصية الواجبة هي الثلث لأن ما سيأخذه الابن لو كان حيا عند وفاة أبيه أكثر من الثلث ويقسم الثلث بين أول طبقة تلي هذا الابن وهي البنت وأخوها فتأخذ ثلث الثلث ويأخذ أخوها ثلثي الثلث وما أخذه يكون لابنته لأنه توفي في حياة الأصل الأول فإذا كانت التاركة مئة وثمانين فدانة تكون الوصية ستين فدانة لبنت الابن المتوفى في حياة أبيه عشرون فدانة ولبنت ابن هذا الابن أربعون فدانة وهذه أيضا إحدى الغرائب التي يؤدي إليها ذلك القانون هذه أنثلة توضح ما اجتملت عليه المواد الخاصة بالوصية الواجبة ويلاحظ أن القانون لم يبين طريقة استخراج مقادير الوصية الواجبة بالطرق الحسابية بل بيّن القاعدة والأصول التي تبنى عليها المسائل وترك للمطبقين له طريقة لاستخراج بالطرق الحسابية إذ ليست هذه الطريقة حكما يجب بيانه ولكنها حساب يلاحظ في استخراج الأرقام فيه أن تكون مطابقة تماما مطابقة لألفاظ القانون وقواعده ومقاصده والقانون قيد من يستخرج حساب الوصية الواجبة بثلاثة قيود أولها أن لا تزيد على الثلث ثانيها أن تنفذ على أساس أنها وصية لا ميراث ثالثها أن تكون بمقدار نصيب الولد المتوفى في حياة أحد أبويه الحل ولنفرض حلولا ثلاثة فمن طرق عليها قبلناه وما خالفها تركناه الحل الأول أن يفرض الفرع المتوفى حياة وتقسم التركة على فرض وجوده ويعطى أولاده نصيبة والنظر بذلك مثلا توفي رجل عن زوجاته وأمه وأبيه وبنت وابن وبنت ابن توفي أبوها في حياة للمورث وترك ذلك المورث ترك قدرها ثلاثمائة وستون فدانة وقسمنا فيكون هذا بعد استخراج السهام ما يخص الزوجة هو خمسة وأربعين فدانة وما يخص الأم ستين فدانة وللأبي كذلك ستون فدانة ويكون الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وفيهم المتوفى الذي فرض حياة ويكون ما يخصه ثمانية وسبعين فدانة تعطى لابنته وهذا الحل وإن كان فيه القيد الأول والثالث لم يأخذ فرع الإبن المتوفى ما أخذ على أنه وصية لأن الوصية تقضي بأن ننقص أنصبة الورثة جميعا وهنا نجد أصحاب الفروض لم تنقص أنصبتهم بما أخذه الإبن وفوق ذلك فإن هذا الحل مفروض على أساس أن الإبن يعطى ميراثه على أنه موجود والورثة يأخذون أيضا على أساس أنه موجود الحل الثاني أن يفرض أن الوصية الواجبة هي وصية بمثل نصيب أحد الورثة فإذا كان الموجود فرع ابن توفي في حياة أحد أبويه تكون وصية واجبة بمثل نصيب الإبن وإذا كان الموجود فرع بنت توفيت في حياة أحد أبويها تكون وصية واجبة بمثل نصيب البنت ولنطبق ذلك على هذا المثل توفيت امرأة عن زوجها وبنت وبن وبنت ابن توفي أبوها في حياتها عن تاركة قدرها ثلاثمائة وستون فدانة فتحل المسألة هكذا لا يفرض المتوفى حية بل تحل المسألة بين الأحياء فيكون للزوج الربع والباقي للبنت والابن للذكر مثل حظ الأنثى ويكون عصد المسألة أربعة للزوج واحد وللبنت واحد وللابن اثنان ثم يضاف مثل سهام الابن وتقسم التاركة على ستة فخص الزوج ستون فدانة والبنت ستون فدانة والابن مئة وعشرون فدانة وبنت الابن المتوفى مئة وعشرون فدانة وهذا الحل توافر فيه القيدان الأول والثاني ولم يتوافر القيد الثالث لأن الابن لو فرد حية تكون المسألة هكذا الزوج والبنت والابنان ويكون للزوج الربع والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثى فيكون عصد المسألة يصحح إلى عشرين لعدم قبول الثلاثة للقسمة على خمسة وتقسم التاركة على عشرين فيخص السهم ثمانية عشرة يكون للزوج تسعين فدانة وللبنت أربعة وخمسون فدانة وللابن مئة وثمانية من الفدادين وترى من هذا أن الابن لو كان حيا يأخذ مئة وثمانية أفدمة بينما تأخذ بنته على اعتبار أن الوصية الواجبة وصية بمثل نصيب أحد الورثة تأخذ مئة وعشرين فدانة وهذا غريب إذ أن البنت تأخذ باسم أبيها فتأخذ ما كان يستحقه لو كان حيا فكيف تأخذ أكثر منه الحل الثالث وهو يتلخص في أن نخطوى لاستخلاص الوصية الواجبة وبيان ما يستحق كل وارث ثلاث خطوات الأولى أن نفرض الولد الذي توفي في حياة أبيه حيا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا إذا كان الميت قد ترك بنتين وابنا وأبا وأما وبنت ابن توفي أبوها في حياته وترك تلك هي مئتان وسبعون فدانة نفرض الولد الذي توفي في حياة أبيه حيا ويبين مقدار نصيبه بالسهن فيكون أصل المسألة ستة وتصحح إلى ثمانية عشر يخص الأم السدس وهو ثلاثة والأبا كذلك ثلاثة وكل بنت اثنان وكل بن أربعة وعلى ذلك يكون ما يخص الإبن الذي فرد حيا من التركة أربعة من ثمانية عشر الخطوة الثانية أن يخرج من التركة ذلك المقدار ومقدار التركة عرفنا أنه مئتان وسبعون فدانة فيضرب مئتان وسبعون في أربعة على ثمانتاشر يساوي ذلك كله ستين فدانة فيكون هذا مقدار الوصية الواجبة ويستنزل من التركة فيكون الباقي مئتان وسبعون ناقص ستون يساوي مئتان وعشرة وذلك يكون نصيبه إذا كان مقدار نصيبه الثلث فأقل فإن كان أكثر لم يستنزل إلا الثلث الخطوة الثالثة أن يقسم ذلك الباقي على الورثة الموجودين بتوزيع جديد من غير نظر إلى الولد الذي فرد حيا فيكون للأبي السدس وللأم مثله وللبنت والابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثين فيكون أصل المسألة ستة للأم وللأبي واحد وللأبن اثنان ولكل واحدة من البنتين واحد فتأخذ الأم خمسة وثلاثين فدانة والأب مثلها وللبنت الواحدة خمسة وثلاثون فدانة وللأبن سبعون فدانة وهذا الحل لا يخرج عن القيود الثلاثة التي قيد القانون بها الوصية الواجبة لأنه ينقص مقادير جميع الورثة كشأن كل الوصايا تنفذ من أصل التاركة كلها وهو يعطي فرع الولد المتوف ما يستحقه لو فرد حيا بلا زيادة قط ولا نقصا أرد الشبهة قد يقال إن فرع الولد المتوف سيأخذ أقل من الابن الموجود فعلا والجواب أن القانون لم يشترت التماثل بين فرع الولد المتوف ومن يستحق من الأولاد الموجودين بالفعل إنما اشترت القانون المماثلة بينما يستحقه الولد المتوف وبينما يعطى بالوصية الواجبة وهذه المماثلة ثابتة قائمة ومن أراد الاستزادة من هذا البحث فلينظر إلى أحكام التركات والمواريث للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله النكاح وما يتصل به من الأحكام النكاح لغة الضم والجمع يقال نكحت الأشجار التف بعضها على بعض وفي الشرع عبارة عن العقد المشهور المجتمل على الأركان والشروط الآت بيانها ويطلق النكاح على العقد لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآت الثالثة سورة النساء ولقوله تعالى وأنكحوا الآياما منكم الآت الثانية والثلاثون سورة النور ولقوله صلى الله عليه وسلم انكحوا الودود الولود ويطلقوا على الوط لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الآية الثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة حكمه الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن الكتاب قوله تعالى وأنكحوا الآياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم واعلم أن الناس في النكاح على ضربين تائق إليه وغير تائق فالتائق وهو المحتاج إليه تارة يجد أهبة النكاح وتارة لا يجدها فإن وجد أهبة النكاح يستحب له أن يتزوج سواء كان متعبدا أو غير متعبد لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء حاشية أي يكسر حدة الشهوة انتهت الحاشية والباءة مؤونة النكاح وفي الحديث الأمر بالنكاح لمن له استطاعه وتاقت نفسه إليه وهو أمر ندب لا أمر وجوب عند العلماء وهذا إذا لم يكن في دار الحرب وإلا لم يستحب له ذلك خوفا على ولده من الكفر والاسترقاق وهو حينئذ كالعاجز عن مؤن النكاح فعليه بالصوم وأما التائق العاجز عن مؤن النكاح مثل الصداق وغيره فالأولى في حقه عدم الزواج ويكسر شهوته بالصوم للحديث فإن لم تنكسر شهوته تزوج لعل الله تعالى يغنيه من فضله أما إذا خشي العنة وهو الوقوع في الزنا فإنه يجب عليه أن يتزوج لأن اجتناب الحرام واجب وإذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا ومن يتق الله يدعن له من أمره يسرى الآية الرابعة سورة الطلاق وغير التائق وهو من لا يحتاج إليه له حالتان ألا يجد أهبة النكاح فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة الحالة الثانية أن يجد مؤن النكاح ولكنه غير محتاج إليه ولم تكن به إلا تمنعه من الوطء فهذا لا يكره له النكاح نعم التخلي للعبادة له أفضل فإن لم يشتغل بالعبادة فالنكاح له أفضل لألا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش ما يسن في النكاح يسن لمريد النكاح أن ينكح دينة لقوله صلى الله عليه وسلم فاضفر بذات الدين وبكرة لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر هل لا بكرة تلاعبها وتلاعبك وطيبة الأصل لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن مع ما في هذا الحديث من قول قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسناء في المنبت السوء ويستحب أن ينظر إليها قبل الخطبة لوجهها وكفيها وإن لم يؤذن له جواز الجمع بين أربع يحرم على الرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة لأن غيلان أسلم على عشرة نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك أربع وفارق سائرهم رواه أبو داود والتلمذي وابن حبان وغيرهم وأسلم نوفل ابن معاوية على خمس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربع وفارق الأخرى وأما العبد فإنه يحرم عليه الجمع فوق اثنتين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتزود العبد فوق اثنتين رواه عبد الحق ونقله غيره عن إجماع الصحابة حكم نكاح الحر للأمة لا يحل للحر أن ينكح أمة غيره إلا بشروط الأول أن لا يجد صداق الحرة الثاني أن يخاف العنت الثالث أن لا يقدر على نكاح حرة مسلمة أو كتابية على الصحيح فإن فقدت الحرة أو وجدت ولكن بها مانع لكونها رتق أو قرن أو مجذومة أو لم يجد مؤنى نكاح الحرة فله نكاح الأمة حاشية الرتق لحمة تنبت في الفرج تمنع الذكر من الدخول والقرن عظم يكون في الفرج كذلك انتهت الحاشية وحجة ذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أخصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خاشي العنة منكم الآية الخامسة والعشرون سورة النساء فذكر الله تعالى الطول وهو الصداق وذكر المحصنات وهن الحرائر وذكر العنت وهو الزنا ولهذا قال جابر رضي الله عنه من وجد صداق حرة في موضعه لم يحل له مكاح الأمة فلو قدر على صداق الحرة لكن في غير موضعه بأن كان في بلد أخرى وتعذر الإتيان بها حل له زواج الأمة الرابع ألا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها أما إذا لم يمكنه الاستمتاع بها لصغرها أو هرمها أو غيبتها أو جنونها أو جذامها أو برسها أو نحو ذلك حل له زواج الأمة على الصحيح الخامس أن تكون الأمة المراد نكاحها مسلمة لقوله تعانى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات سبب المنع وسبب منع نكاح الأمة إرقاق الولد لأن الولد يتبع الأمة في الرق والحرية والشارع الحكيم متشوف إلى دفع الرق فلو كانت الأمة المسلمة لكافر فلا يدوز نكاحها لأن لا يملك الكافر الولد المسلم وقيل يدوز نكاحها لحصول الإسلام في الأمة المنكوحة والولد يتبع أمه في الإسلام وعلم أن ولد الأمة المنكوحة ملك لمالكها سواء كان الزوج حرا أو عبدا نظر الرجل إلى المرأة نظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضراب الأول أن لا تمس إليه حاجة فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقة والرجل هو البالغ من الذكور والمرأة هي البالغة من النساء وكذا يحرم النظر إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنه فإن لم يخف فيه خلاف الصحيح التحريم لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرت ولأن النظر مضنة الفتنة وهو محرك للشهوة فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كما تحرم الخلوة بالأجنبية ويحتج لذلك بعموم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم سورة النور الآية الثلاثون انتهت الحاشية والمراهق كالبالغ لظهوره فيه على عورات النساء ويجب على المرأة أن تحتجب عنه وعن المجنون وأما الممسوح ففيه خلاف حاشية الممسوح من قطع ذكره وخصيتاه انتهى قال الأكثرون نظره إلى المرأة الأجنبية كنظر الرجل إلى محارمه والقول الثاني أنه كالفحل مع الأجنبية ومن جب ذكره أو سلة خصيتاه والعنين حاشية العنة ارتخاء الذكر انتهت الحاشية والشيخ الهرم حكمهم كحكم الفحل على ما قاله الأكثرون وأما مملوك المرأة وهو عبدها فقال بعضهم هو كالمحرم وهو الأصح لأن عائشة رضي الله عنها كان يا أمها عبدها ذكوان وقال النووي في مكة بن مهذب إنه كالرجل الأجنبي وصححه ابن الرفعة في المطلب والقائلون بالجواز شرط أن يكون العبد ثقة وتسميته بالمحرم فيه تساهل ولهذا لو لمسها أو لمسته انتقض وضوءهما قطعا والمحرم لا ينقض وضوء وهذا الذي ذكرناه من نظر الرجل إلى المرأة هو فيما إذا كانت حرة وأما إذا كانت المرأة أمة ففيها تفصيل إن كانت الأمة شوهاء فإنه يحرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها وفيما سواه يكره وإن كانت جميلة فالصواب الجزم بالتحريم كالحرة لأن المعنى المحرم للنظر إنما هو الجمال لأنه مظنة الافتتان وإذا كانت الحرة عجوزة فألحقها الغزالي بالشاب لأن الشهوة لا تنضبط وقال الروياني إن بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بها جاز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا الآية الستون سورة النور ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي فيه خلاف الأول عند الرافعي أنها تنظر إلى جميع بذنه إلا ما بين سرته وركبته الثاني لا ترى منه إلا ما يرى منها وقال نوعي وهذا هو الأصحة عند جماعة لقوله تعالى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ الآية الحادية الثلاثون من سورة النور ولقوله صلى الله عليه وسلم أَفَعَمْ يَا وَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا طُوبِ صِرَانِهِ وهو حديث حسن الضرب الثاني نظره إلى زوجته وأمته فيجوز للرجل أن ينظر إلى زوجته لأنه يجوز له الاستمتاع بها والأصح أن النظر إلى فرجها مكروه كما يكره للإنسان أن ينظر إلى فرج نفسه لغير حاجة ونظر السيد إلى أمته كنظره إلى زوجته فإن كانت متزوجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين غيره أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة حرم نظره إلى ما بين سرتها وركبتها ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها وكذا نظر الأمة إلى سيدها كنظره إليها الضرب الثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فإجوز أن ينظر فيما عذا ما بين سرتها وركبتها لأنه عورة بقوله تعالى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ الآية الحادية والثلاثون سورة النور ولأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فيكونان كالرجلين ألا ترى أنه لا ينتقد وضوءه بلمسها وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضا على الصحيح وقيل لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة وأما نظر الرجل إلى الرجل فجائز في جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة بلا خلاف ويحرم النظر إلى الأمرض بشهوة بلا خلاف وهو أولى بالتحريم من النظر إلى النساء وكذا يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف فإن لم تكن شهوة فلا يحرم وأما نظر المرأة إلى المرأة فهو كنظر الرجل إلى الرجل وهذا في نظر المسلمة إلى المسلمة وأما نظر الكافرة إلى المسلمة فالصحيح أنها كالرجل الأجنبي لقوله تعالى أو نسائه وليست الكافرة من نساء المؤمنات بل قال العز بن عبد السلام إن المرأة الفاسقة حكمها حكم الذنية فيجب على ولاة الأمور منع الذنميات والفاسقات من دخول الحمام مع المحصنات من المؤمنات فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك فلتحترز المؤمنة الحرة عن الكافرة والفاسقة واعلم أن كل ما يحرم النظر إليه متصلة يحرم النظر إليه منفصلة كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وقلامة ظفر رجلها وشعر عانة الرجل وما أشبه ذلك فيجب على من حلق عانته وكذا المرأة الحرة إن ما شطت رأسها أن يواري ذلك حتى لا يقع نظر الأجنبي عليه وحيث حرم النظر إلى ما ذكر حرم مسه بطريق الأولى لأنه أبلغ في اللذة فيحرم على الرجل مس فخذ الرجل بلا حائل فإن كان فوقه حائل وخاف الفتنة حرم أيضا فقد يحرم المس وإن لم يحرم النظر فيحرم مس المحارم دون نظر إليهن كمس البطن والظهر والرجل والساق وغير ذلك ولو من أمه أو بنته وكذا يحرم تقبيل وجهها قال القفال ويحرم على الرجل أن يضاجع الرجل ويحرم على المرأة أن تضاجع المرأة في فراش واحد وقيده النووي بما إذا كان أعزبين وإذا بلغ الصبي والصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أخته وأخيه في المضجع لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع الضرب الرابع النظر لأجل المكاح وهو ما تمس الحاجة إليه والحاجة أمور منها قصد النكاح فإذا أراد الرجل أن يتزوج بامرأة ورغب في مكاحها فلا شك في جواز النظر إليها بل هو مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعب رضي الله عنه انظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما روه النسائي ابن ماجه وحسنه التلمذي وصحهه ابن حبان وقال إنه على شرط الشيخين ويجوز تكرير النظر ليتبين له الحال فإن لم يتيسر له بعث امرأة تتأملها وتصفها لأنه عليه الصلاة والسلام بعث أم سليم إلى امرأة وقال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها حاشية المعاطف نواحي العنق والعرقوب عصب غريض فوق عقب الإنسان انتهت الحاشية والمرأة كذلك إذا رغبت في مكاح رجل تنظر إليه فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها قاله عمر رضي الله عنه ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنع ولا ينظر إلى غير ذلك وهذا النظر مباح وإن خاف فتنة لغرض التزويج ووقت النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لأن لا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها وإذا نظر ولم تعجبه فليسكت ولا يقال إني لا أريدها لما فيه من الإيذاء الضرب الخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها كأن تحتاج إلى فصد أو حجامها أو معالجة لأن أم سلمها رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها رواه مسلم ولا بد يكون ذلك بحضرة محرم أو زوج خشية الخلوة بشرط أن لا تكون هناك مرأة تعالجها وكذلك في معالجة المرأة للرجل أن لا يكون هناك رجل يعالجه والأولى أن لا يكون ذنيا مع وجود المسلم الضرب السادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز النظر للوجه خاصة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وتندفع الحاجة بالنظر إلى الوجه الضرب السابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليبها كالوجه والأطراف ولا يجوز رؤية العورة إلا الشعر فإنه يجوز رؤيته لأنه يتعلق به غرض الشراء انتهى الشريط الرابع عشر من كتاب الفقه المنسر وللكتاب بقي على الشريط الخامس عشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس عشر من كتاب الفقه المنسر عقد النكاح لا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل أما الولي فلقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن سورة البقرة الآية الثانية الثلاثون بعد المائتين نزلت في معقل ابن يسار حين حلف أن لا يزوج أخته من مطلقها وهو في البخاري فلو كان للمرأة أن تعقب نكاحه لما نهي عن عضلها ولقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل رواه ابن حبان في صحيحه وقال لا يصح في ذكر الشاهدين غيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها وكنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية رواه الدار قطني بإسناده على شرط الصحيح وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي من رأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات رواه أبو داود وابن ماجه والتلمذي وقال إنه حسن وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأما الشاهدان فللحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل قال الشافي رضي الله عنه إذا كانت الرذقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جازة لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم شرط الولي يشترط في الولي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة أما الإسلام فلقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سورة التوبة الآية الحادية والسبعون فالكافر ليس بناصر لها لاختلاف الدين فلا يكون وليا وكذلك لا يجوز لمسلم أن يكون وليا لكافرة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض سورة المائدة الآية الحادية والخمسون فقطع سبحانه وتعالى المعالاة بين المؤمنين والكافرين والآية دليل على ولاية الكافر للكافرة وأما البلوغ والعقل فلأنه لا يجوز أن يكون الصبي والمجنون وليين لغيرهما فعلى هذا تنتقل الولاية إلى الأبعد لا إلى القاضي وأعلم أن اختلال العقل لهرم أو خبل أو عارض يمنع الولاية أيضا وينقلها إلى الأبعد وكذا الحجر بالسفة يمنع الولاية لاختلال نظره في حق نفسه فغيره أولى وفي معنى ذلك كثرة الأسقام والآلام الشاغرة عن معرفة مواضع النظر والمصلحة فتنقل الولاية إلى الأبعد نص عليه الشافعي رضي الله عنه وأتبعه عليه الأصحاب وأما الحرية فلأن العبد لا يكون وليا لأنه لا يلي على نفسه فكيف يزوج غيره وأما الذكرة فلأن المرأة لا تكون وليا لنفسها في النكاح فلغيرها أولى ولما تقدم لمن نهي عن ولاية المرأة في النكاح وكذلك الخنفة وأما العدالة فلقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وليس الفاسق برشيد ولأن الفسق يقدح في الشاهل فكذلك في الولي واستثنى من ذلك السيد فإنه يزود أمته ولو كان فاسقا لأنه يزود بالملك لا بالولاية على الأصح قال الرافعي إن أكثر المتأخرين أفتوا بأن الفاسق يلي النكاح لا سيما الخراسانين واختاره الروياني قال النووي سئل الغزالي في ولاية الفاسق فقال لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به قال النووي وهذا الذي قاله حسن فالبغي أن يكون العمل به ويجوز للأخرس أن يتزوج ويزوج إذا كان له كتابة أو إشارة مفهومة واعلم أن الشروط المعتبرة في الولي تعتبر كذلك في الشاهدين فلا يصح عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين مكلفين حرين ذكرين عدلين سمعين بصيرين عارفين بلسان المتعاقدين متعاقدين وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل والسر في ذلك الاحتياط للأبضاع وصيانة النكاح عن الجهود ولحفظ الأنساب ويشترج في صحة عقد النكاح حضور أربعة ولي وزوج وشاهد عدل ويجوزه أن يوكل الولي الزوج أولى الولاه أولى الولاه الأب لأن من عداه يدلي به ثم الجد أبو الأبي وإن على لأن من عداه يدلي به ثم الجد أبو الأبي وإن على لأن له إله وعصوبه فقدم على العاصب فقط ثم الأخ من الأبوين أو الأبي ثم ابنه وإن سفل لإدلائهم بالأبي ثم العم لأبوين أو لأب ثم ابنه وانسفل ثم سائر العصبات وعلم ان الترتيب في التزويد كالترتيب في الارث الا في الجد فانه يقدم على الاخ وانه لا يزوج بالبنوة وانقدم في النكاح انه لا مشاركة بينه وبين الام في النسب فلا يعتنى بدفع العار عنه فان عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته وهكذا على ترتيب الارث لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب فان كان المعتق امرأة فالاصح انه يزوجها من يزوج المعتقة لكن برضى العتيقة ثم الحاكم ان يحاكم اي حاكم الموضع الذي فيه الزوجة لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له روه الشافعي وابو داود وابن حبان وغيرهم من حديث عائشة وهذا الترتيب الذي ذكرناه في الاولياء معتبر في صحة النكاح فلا يزوج احد وهناك من هو اقرب منه لانه حق مستحق بالتعصيب فاشبه الارث خطبة النساء الخطبة بكسر الخاء الالتماس النكاح ثم المرأة ان كانت خلية عن النكاح والعدة جازت خطبتها تصريحا وتعريضا وان كانت معتدة حرم التصريح بخطبتها واما التعريض فان كانت رجعية حرم التعريض لانها زوجة وان كانت في عندة الوفاة وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكاحها فلا يحرم التعريض لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عضبتم به من خطبة النساء سورة البقرة الاية الخامسة والثلاثون بعد المائتين لان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلاقها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا حللت فآذيني وفرق بين التصريح والتعريض فرق بينهما بانه اذا صرح تحققت الرغبة فيها فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة او غيرها وفي التعريض لا يتحقق ذلك والفاظ التصريح ما كان نصا في ارادة التزويج نحو اريد ان انكحكي واذا حللت نكحتكي والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها كقوله رب راغب فيكي واذا حللت فآذيني ومن يجد مثلك ونحو ذلك وهذا كله فيما اذا خطبها غير صاحب العدة اما صاحبها الذي يحل له نكاحها في العدة فله التصريح بخطبتها اسباب الولاية اعلم ان اقوى اسباب الولاية الابوة ثم البدودة لكمال شفاقاتهما فلهذا كان للاب والجد تزويد البكر من كفء بغير اذنها صغيرة كانت ام كبيرة بمهر المثل للمصلحة التي يراها الاب او الجد ولكمال شفاقاتهما والاجبار منوط بالبكارة لاب الصغر خلافا لاب حنيفة فان كانت مجنونة وصغيرة جاز للاب والجد تزويجها لان الجنون اذا انضم الى الصغر تأكدت الولاية فاقتضت المصلحة تزويجها ويكفي في المصلحة ان النكاحة يفيدها للمهر والنفقة وقد يرجى شفاؤها وكذا اذا كانت كبيرة وبلغت مجنونة جاز للاب والجد تزويجها وكذا يجزل الحاكم عند عدم الاب والجد بشرط ظهور الحاجة بان تظهر مخايل شهوتها او قال الاطباء ان شفاءها يتوقع بزواجها واذ تحب ان تستأثن البكر البالغة خروجا من خلاف من اوجبه ولقوله صلى الله عليه وسلم السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها صماتها رواه مسلم وفي رواية واذنها سكوتها واما الثيب العاقلة فلا يجوز تزويجها الا باذنها بعد البلوغ واذنها النطق لقوله صلى الله عليه وسلم والثيب تستنطق والاستنطاق لا يكون الا بعد البلوغ بالاجماع والثيب هي من زالت بكارتها بوطء حلال او شبهة او زناء اما اذا زالت بسقطة او باصبع او بحدة الطمس او طول التعنيس ولم تتزوج فالصحيح انها كالبكر حاشية العانس هي التي طال مكثها في اهلها حتى خرجت من اداد الابكار ولم تتزوج انتهت الحاشية ولو وكئت مكرهة او نائمة او مجنونة فالاصح انها كالثيب وقي لك البكر ولو خلقت المرأة بلا بكارة فهي بكر المحرمات من النساء اعلم ان اسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلاثة قرابة ورضاع ومصاهرة السبب الاول وهو القرابة يحرم بها سبع لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الاية الثالثة والعشرون من سورة النساء بين معقوفتين وهي تشمل المحرمات ولا تحرم بنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات قاربنا ام بعدنا السبب الثاني وهو الرضاع ويحرم به ثلاثان حاشين بشرط ان يكون خمسة رضاعات متفذقت انظر الغاية القصوى في الجزء الثاني صفحة الستين بعد الثمانمائة انتهت الحاشية السبب الثاني رضاع يحرم به ثلاثان وهنا المرضع والاخت من الرضاع لقوله تعالى وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع واعلم ان كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه الشيخان وفي رواية ما يحرم من الولادة واستثنى من ذلك اصناف منها ام اخيك او اختك من الرضاع فانها قد لا تحرم عليك وفي النسب تحرم لانها ام امك او زوجة ابيك ومنها ام نافلتك اي ام ولد ولدك وهي في النسب حرام لانها ام بنتك او زوجة ابنك وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن بان ارضعت اجنبيه ولد ولدك والمراد بالولد الذكر والانثى ومنها جدة ولدك تحرم في النسب لانها اما امك او ام زوجتك وفي الرضاع قد لا تكون كذلك بان ارضعت اجنبيه ولدك فان امها جدته وليست بامك ولا بام لزوجتك ومنها اخت ولدك تحرم بالنسب لانها اما بنتك او ربيبتك واذا ارضعت اجنبيه ولدك فبنتها اخته وليست بنتك ولا ربيبتك واعلم ان اخت الاخ في النسب والرضاع لا تحرم وصورتها في النسب ان يكون لك اخت لام واخ لاب فيجوز له نكاحها لانها ليست باخته من ابيه ولا اخته من اهمه بل هي من رجل اخر وام اخرى فهي اجنبية وصورتها من الرضاع ان امرأة ارضعتك وارضعت صغيرة اجنبية منك يجوز لاخيك مكاحها وهي اختك من الرضاع وليست اخته في الرضاع لانه لم يرضع من امها ولا هي من امه ولا اجتمع على فجي واحد وقد نظر لها بعضهم فقال ارضع في الرضاع هن حلال واذا ما ناسرتهن حرام جدة ابن واخته ثم ام يخته وحافد والسلام وزاد ابن الرفع ام العم وام العم وام الخال وام الخالة من الرضاع لا يحرم السبب الثالث وهو المصاهرة حاشر المصاهرة مصدر باب لصاهرة وهي القرابة التي تحصل بسبب الزواج انظر المصباح في الجزء الاول صفحة الرابعة يسبين بعد الثلاثمائة وانظر القاموس مادة صاهرة انتهت الحاشية ويحرم بها على التأدود اربع احداهن ام الزوجة بمجرد العقد سواء في ذلك من النسب او الرضاع لقوله تعالى وام لهات النسائك والثانية بنت الزوجة سواء بنت النسب او الرضاع وكذا بنات اولادها بشرط ان يدخل بالام لقوله تعالى وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن فلا جناح عليكم والربيبات بنت زوجة من غيره وان لم تكن في حجره وذكر الحضور ورد على الغالب وكذا بنتها من الرضاع الثالثة زوجة الابي وكذا زوجة الاجداد سواء في ذلك من جهة الابي او الام وسواء في ذلك النسب او الرضاع لقوله تعالى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءَ الآية الثانية والعشرون سورة النِّسَاءَ فاسم الأبوة صادق على الكل الرابعا زوجة الابن وكذا بَنُوا الْأَبْنِ وَإِنْ سَفَلُوا سواء في ذلك النسب وَالرضاع لقوله تعالى وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ هذا في ابن الصلب وأما لابن من الرضاع فلأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقوله من أصلابكم فلا تحرم زوجة الولاد المتبنى وهذا التحريم يثبت بالعقد التحريم من جهة الجمع يحرم على الرجل أن يجمع في مكاشه بين المرأة وأختها سواء في ذلك الأخت من النسب أو الرضاع لقوله تعالى وَأَنْ تَجِمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَثُ وفي الحديث ملعون من جمع ماءه في رحم أختين وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها الله الشيخان وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها كذلك يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أخيها وكذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها سواء في ذلك النسب أو الرضاع والمعنى في منع الجمع أنه يؤدي إلى قطع الرحم وضابط من يحرم الجمع بينهم كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكر لما حل له نكاح الأخرى لأجل القرابة وعلم أن كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين العوب التي يثبت بها فسخ النكاح ترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون والجذان والبرس والردق والقرن ويرد رجل أيضا بخمسة عيوب بالجنون والجذان والبرس والجب والعنى لأن النكاح يراد به الدوان ومقصوده الأعظم الاستمتاع وهذه العيوب منها ما يمنع من الوطء كالجب والعنى في الرجل والردق والقرن في المرأة ومنها ما يشوش النفس فيمنع من كمال الاستمتاع كالجنون والجذان والبرس فيثبت الخيار في الفسخ لأن لو لم نثبت ذلك لأدى إلى دوام الإضرار ولا ضرر ولا ضرر في الإسلام والأصل في ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضة فقال إلبسي ثيابك والحقي بأهلك وقال لأهلها دلستم علي رواه البيهقي في السناني الكبرى حاشية قال الحافظ في تلخيص الحبير في الجزء الثالث الصفحة التسعة والثلاثين بعد المية ورواه الحاكم في المستدرك انتهت الحاشية رواه البيهقي في السناني الكبرى فثبت الفسخ بالبرس وقيس الباقي عليه لأنه في معناه بل أولى كالجذان والكشح والجن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أي ما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذان أو برس فمسها فلها صداقها ولأن المكاح عقد معاوضة قابل للرفع فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع ولا فرق في الظنون بين المطبق والمتقطع وسواء كان يقبل العناج أم لا وبالجملة فالعيوب سبعة ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجنون والجذان والبرس واثنان يختصان بالزوج وهو الجب أي قطع الذكر والعنة أي ارتخاء الذكر واثنان يختصان بالمرأة وهما الرتق انسداد الفرج والقرن عظم في الفرج يمنع الجماع تسمية المهر المهر والصداق بمعنى وهو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوط وله أسماء كثيرة صداق نحن ثريض أجر وهذه في القرآن العزيز ومهر وعليقة وعقر وهذه في السنة الشريفة والأصل في الكتاب والسنة قوله تعالى وآت النساء صادقاتهن نحلة حاشية الأيوت الرابعة سورة النساء انتهت والنحلة الهبة وسميت بذلك لأن المرأة تستمتع بالزوج كما يستمتع هو بها بل هي أكثر فكأنها تأخذ الصداقة من غير مقابلة شيء وفي الحديث التمس ولو خاتما من حديد ولما لم يجد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك ها بما معك من القرآن إذا عرفت النهذا فالنستحب أن لا يؤقد النكاح إلا بصداق مسمى اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعقد إلا بمسمى ولأنه أدفع لخصومه وليس المهر ركما في صحة النكاح ودليل ذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة الأية السادسة والثلاثون بعد المائتين سورة البقرة أي لا تبعت عليكم في الطلاق بإثم مدة عدم المسي وفرض المهر وهذا دليل على أن العقد صحيح ولو لم يسمى المهر ويفرض ودليل على جواز إخلاء النكاح عن ذكر الصداق وصورته أن تقول البلغة فإذا كانت أبكرة زوجني بلا مهر فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت صح العقد ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء الأول أن يفرضه الحاكم عند امتناع الزوج من الفرض أو عند تنازعهما عن القدر المفرض الثاني أن يفرضه الزوجان الثالث أن يدخل بها قبل فرض الحاكم وقبل تراضيهما على شيء والمعتبر في مهر المثل بيوم العاقد ولو مات أحد الزوجين قبل الفرض والوطن واجب مهر المثل لحديث بروع بنت واشق فإن نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها مهر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بمهر نسائها والميراث رواه أبو داود والتنمذي والنسائي وغيرهم وقال التنمذي حديث حسن صحيح وعلم أن مهر المثل هو القدر الذي يرغب به في أمثال المرأة ويرع فيه أقرب من تنتسب إليه هذه المرأة كالأخت ولو طلقها قبل الدخول والفرض واجبت لها المتعة لمفهوم قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم حاشية الآية السابعة الثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة امتهت الحاشية فخص سبحانه وتعالى التشطير بالمفروض أما إذا لم يفرض لها شيئا فالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن على الموسيق قدره وعلى المقوتير قدره وسيأتي بيانها والآن هي السادسة والثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة ليس للصداق حد ليس للصداق حد في القلة والكثرة بل كل ما جزأ يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداق لما في الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد التزوج التمس ولو خاتنا من حديد وفي آخره قال له زوجتكها بما معك من القرآن وفيه دليل للمبالغة في القلة وجواز جعل المنفعة صداقا ولحديث عامر بن ربيع أن المرأة من دني الفزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراضيت من نفسك ومالك بن علين قالت نعم فأجازه رواه ابن ماجه والترمذي وقال إنه حسن وقاله صلى الله عليه وسلم أد العلائق قيل وما العلائق قال ما تراض به الأهلون فالمهنذا في المرأة الرشيبة وفي سيد الأمة أما إذا زوج الولي المحجور عليها فليس لهم نزول عن نهر مثلها ويستحب أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم خروجا من خلاف من أوجبه وهو أبو حنيفة ويستحب أن لا يزاد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسمائة درهم وأما مهر أم حبيبة الذي بلغ أربعمائة دينار فليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان من فعل النجاشي رضي الله عنه من ماله إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى يسقط نصف المهر يعلم أن المرأة تملك الصداقة بالعقد الصحيح أو بالفرض إذا كانت التسمية صحيحة وإلا فتملك مهر المثل ثم استقرار المهر يحصل بطريقين أحدهم الوطء وإن كان حراما كالوطء في الحيود أو الإحرام لقوله تعالى وكيف تأخذونه أي المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض الأوة الحديث والعشرون سورة النساء والإفضاء الجماع ثانيهما يستقر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول لأنه بالموت امتهى العقد فكان كاستفاء المعقود عليه كالإجارة فإن لم يحصل وطء ولا موت وحصلت فرقة قبل الدخول لا بسبب منها ولا منه بأن طلقها بنفسه أو فوض الطلاق إليها ففعلت أو علق طلاقها بدخولها الدار ونحوها فدخلت أو خالعها بشطر المهر لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فربتم وقد فربتم لهن فريضة فنصف ما فربتم المتعة المتعة عسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها والفرقة ضربان الأول فرقة تحصل بالموت فلا تجب متعة بالإجماع الضرب الثاني فرقة تحصل في الحياة كالطلاق فإن كان قبل الدخول ولم يسن المهر فلها المتعة وإن كان الطلاق بعد الدخول فلها مهر مثلها ويستوي في المتعة المسلم والذمين والحر والعبد والحرة والأمة ويستحب في المتعة ألا تنقص عن ثلاثين درهمة وأما الواجب فإن تراضي في ذلك فذاك وإن تنازع قدرها القاضي باجتهاده ويجوز أن تزداد المتعة على نصف المهر لإطلاق الآية ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره الآية السادسة والثلاثون بعد المائتين سورة البقرة حكم نكاح الشغار نكاح الشغار باطل للنهي عنه في خبر الصحيحين وهو أن يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك وبضع كل منهما صداق الأخرى فيقبل ذلك حاشية البضع الفرج انتهى فإن لم يجعل البضع صداقة بأن سكت عن ذلك فيهما صح نكاح كل منهما لأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وهو لا يفسد النكاح ويجب مهر المثل لكل واحدة انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نوصل القراءة في النكاح الوليمة الوليمة طعام العرس مشتقة من الولم وهو الجنة لأن الزوجين يجتمعان قال الشافعي رضي الله عنه الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث كنكاح أو ختان أو غيرهما وتستعمل الوليمة عند الاطلاق في النكاح وتقيد في غيره فيقال لدعوة الختان إعذار ولدعوة الولادة عقيقة ولسلامة المرأة من الطلق خرس حاشية طعام الولادة بضم الخاء انتهت الحاشية ولقدوم المسافر نقيعة ولإحداث البناء وكيرة ولما يتخذ للمصيبة وعظيمة ولما يتخذ بلا سبب مأدبة حاشية انظر مختصر المزني بهامش الأن في الجزء الرابع صفحة التاسعة والثلاثين انظر القاموس مادة ولا ما انتهت الحاشية حكمها الوليمة إن كانت لعرس فقيل إنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه رواه الشيخان ولأنه صلى الله عليه وسلم ما تركها حضرا ولا سفرا والأظهر أنها مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة ولأنها طعام لا يختص بالمحتاجين فأشبه الأضحية وقياسا على سائر الولائن وحديث أولم ولو بشاه محمول على تأكد الاستحباب وأما سائر الولائن فإنها مستحبة ولا تتأكد تأكد وليمة الورس وأقل الولمة للقابر شات لأنه صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها بشاه وأكشف الولمة أي شيء منتفع به لأنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر أما الإجابة إليها إن كانت لأرس فهي واجبة على الراجح للأحاديث الصحيحة من دعي إلى وليمة فليأتها وفي رواية من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم وأما إن كانت لغير أرس فالإجابة إليها مستحبة شروط الإجابة والإجابة إنما تجب أو تستحب بشروط الأول أن يعمى بدعوته جميع عشيرته أو جيران أو أهل جيرته أو أهل حرفته أغنياء من فقرائهم فلا يخص جماعة دون آخرين أو يخص الأغنياء دون الفقراء قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها رواه مسلم وأقل عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويحبس عنها الجائع رواه الطبراني الثاني أن يخصه بالدعوة بنفسه أو يبعث إليه شخصا أما إذا فتح بابه وقال ليحضر من أراد فلا تجب الإجابة ولا تستحب الثالث أن لا يكون هناك من يتأذى بهم كسفلة الناس وأسقاطهم وهو ذو شرف وفضل الرابع أن لا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي من زمر وطبل ونقص فلا تجب الدعوة ولا تستحب إلا إذا كان يمكنه إزالة المنكر فليحضر إجابة الدعوة وإزالة المنكر وهذا إذا علم بالمنكر أن إذا لم يعلم حتى حضر نهاهم فإن لم ينتهوا فليخرج فإن قعد حرم عليه القود لقوله تعالى فلا تقعد بعد الذكران على القوم الظالمين الآية الثامنة والستون سورة الأنعام الخامس أن يدعوه في اليوم فلا تجب في اليوم الثاني وتكره الإجابة في اليوم الثالث السادس أن يدعوه أن يكون من يدعوه مسلم فإن دعاه كافر فلا تجب لأن في إجابته موادة له وهي حرام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموادة الآية الأولى سورة الممتحنة وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وعدون من حد الله ورسوله الآية الثانية والاشون سورة المجادلة وقد عدى بعض العلماء ذلك إلى مواددة للفسقة من المسلمين فيحرم مجالسة الفساق على سبيل المؤامسة ولهذا كان سفيان الثوري يطوف بالبيت فقدم الرشيد يضيء وريد الطواث فقطع سفيان طواثا وذهب وتلى هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله الآية وكذلك صنع بن أبي والراد وتمسك أولئك بعنم اللفظ ولو دعا هدو الناعة أجاب الأسبق فإن جاءوا معا أجاب الأقرب رحمة ثم الأقرب دارا القسم بين الزوجات يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وبذل ما يجب عليه بلا مطل ولا إظهار كراهية بل يؤديه وهو طلق الوجه قال تعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ الآية الثامنة والعشرون بعد النائتين سورة البقرة والمراد تماثرهم في أجوب الأذاء بالنسبة إلى ما يجب عليه وقال تعالى وَعَاجِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الآية التاسعة عشر سورة النساء وجماع المعروف الكف عما يكره وأعفاء صاحب الحق عن مؤونة الطلب وتأديته بلا كراهة قاله الشافعي فإذا كان تحت الشخص زوجتان فأكثر وأراد أن يبيت عند واحدة منهم وجب عليه القسم ولا يدع بواحدة إلا بقرعا أو بإذن الباقيات لأنه العدل فإذا قسم وجب عليه التسوية ولها اعتبارات اعتبار بالمكان واعتبار بالزمان أما بالمكان فيحوم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن واحد ولو ليلة واحدة إلا برضاهن لأنه يؤدي إلى كثرة المخاصمة وخروج عن الطاعة لما بينهن من الوحشة وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف ولأن كل واحدة تستحق السكن فلا يلزمها الاشتراك كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها وأما الزمان فعماد القسم فيه الليل والنهار تبع له لأن الله تعالى جعله سكن والنهار للتردد في المصالح وهذا حكم غالب الناس أما من يعمل ليلة فعماد قسمه النهار والليل تبع له وأماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا أو نهار كثيرا كان أو قليلا فمن عماده القسم الليل يحرم عليها يدخل في نوبة واحدة على الأخرى ليلا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة نعم لو دخل نهارا لحاجة كأخذ متاع أو وضعه أو تسليم نفقه ونحو ذلك جازا ولا قضاء عليه فإذا كانت هناك ضرورة للدخول كالمرض الشديد أو المخوف دخل ولا يطيل المكثى فإن أطال المكثى قضى لصاحبة النوبة هذه المدة وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن كان لهم رأتان فمال إلى إحداهما وفي رواية فلم يعضل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي رواية ساقط راه أبو داود والترمذي وغيرهما وصحهه ابن حبان وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين وإذا سعى بينهما في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهم ولا تجه التسوية في الجماع وسائر الاستمتاعات ولكن يستحب إذ لا خدرة له على ذلك ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب رواه غير واحد وصحهه ابن حبان وقال الحاكم على شرط مسلم وألم أن القسم تستحقه المريضة والردقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة والمولى عليها والمظاهر منها والمراهقة والمجموية التي لا يخاف منها لأن المرادة الأنس وهذا كله عند طاعة الزوجة أما الناشز وهي من خرجت عن طاعة زوجها فلا قسم لها ولا نفقة القرعة في السفر وإذا أراد الزوج السفر أقرع بين زوجاته ويخرج بالتي تخرج لها القرعة والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سنهمه خرج بها روح الشيخان فإذا سافر بالقرعة لم يقضي مدة الذهاب والإياب والإقامة في البلدان إذا لم ينوي الإقامة بنا مدة تزيد على مدة المسافرين لأنه عليه الصلاة والسلام سافر بها عائشة رضي الله عنه ولم يقضي بعد عوده ولأن المسافرة تحملت مشاق كثيرة فلو قضى لتوفر حظ المقيمات شروط عدم القضاء اعلم أن مدة السفر إنما لا تقضى بشرط الأول أن يقرع بينهن فإن لم يقرع قضى للمتخلفات الثاني أن لا يقصد بسفره النقلة من بلد إلى بلد فإن قصد النقلة فلا يجوز أن يخرج بواحدة دون الباقيات فلو نقل قضى للمتخلفات الثالث أن لا يعزم على الإقامة كما تقدم وإلا قضى مدة إقامته ولو وهدت واحدة حقا من القسم للزوجة لم يلزمه القبول فإن قبلها وكانت الهبة لمعينة بات عندها ليلتين حقها وحق الواهبة وإن لم تكن معينة فللزوجة أن يختص واحدة بنوبة الواهبة ولو وهدت حقها لجميع الضرات أو أسقطت حقها واجرت التسوية فيه بين الباقيات وللواهبة الرجوع متى شاءت ويعود حقها في المستقبل الزوجة الجديدة إذا جدد الشخص نكاح امرأة وعنده زوجتان مثلا وقد قسم لهم قطع الدور للجديدة إن كانت بكرة أقام عندها سبعة أو ثيبة أقام ثلاثة ولا يقضي لقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم وإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثة ثم قسم وقال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان والمعنى في ذلك زوار الحشمة بين الزوجين وتجب المعالاة بين السبع والثلاث لأن الحشمة لا تزور بالمتفرق وإن كانت الجديدة ثيبة استحب له أن يخيرها بين أن يقيم عندها ثلاثة بلا قضاء وبين أن يقيم عندها سبعة ويقضي للباقيات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة فإن اختارت السبع قلوة للباقيات وإن أقام بغير اختيارها لم يقضي إلا الأربع الزائدة المرأة النشز النشوز الخروج عن طاعة الزوج فإذا ظهر من المرأة أمارات النشوز إما بالقول أو بالفعل فالقول مثل إن اعتادت حسن الكلام أو كان إذا دعاها أجابت بلا بيك فتغير ذلك والفعل بأن كانت في حقه طالقة الوجه فأظهرت عبوسه أو أبت إعراضا على خلاف ما ألفه كأن دعاها إلى الفراش فأبت وعظها بالكلام وأمرها بتقوى الله وخوفها عقبة ذلك بقوله تعالى والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن سورة النساء الآية الرابعة والثلاث ولا يهجرها ولا يضربها لاحتمال أن تتوبى وتبديها أذرى فإن أبت إلا النشوز بحيث يحتاج في ردها إلى الطعب لتعب هجرها في المطجع ولا يهجرها في الكلام فإن هجرها فيه فلا يزيد على ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث نعم إذا كان المهجور مذموم الحال لبضعة أو فزق أو نحوهن أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا تحرم الزيادة فيه عن الثلاث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه فوق ثلاث ونهى أصحابه عن كلامهم أما إذا تكرر منها النشوز وأصارت عليه فله الهجران والضرب بلا خلاف وظاهر الآية يدل عليه وحيث جاز له الضرب فهو ضرب تأديب وتعزير وينبغي أن لا يكون مدمية ولا مبرحة ولا مهلكة ولا على الوجه وليس من النشوز بذاءة لسانها تدلها على زوجها لكنها تأثم بذلك وتستحق التأديب لما فيه من الإيذاء الخلع الخلع مشتق من الخلع وهو النزع ومنه خلع الثوب إذا فارقه وفي الشرع فرقه على عوض راجئ إلى الزوج والخلع مجمع على جوازه وجاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة قال تعالى فلا جناها عليهما فيما افتدت به الأيض التاسعة والشرون بعد المئتين سورة البقرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس من أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم آتر الدين عليه حديقته قالت نعم فقال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه روه البخالي ولا فرق في جوازه الخلع لين يخال على الصداق أو على بعضه على مال آخر سواء كان أقل من الصداق أو أكثر ولا فرق بين العين والدين والمنفعة وضبط ذلك أن كل ما جاز أن يكون صداقة جاز أن يكون عوضا في الخلع لأموم قوله تعالى فلا جناح عليه ما فيما افتدت به لأنه عقد على بضع فأشبه النكاح شروط عوض الخلع يشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما متمولا مع سائر شروط الأعواض كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغير ذلك لأن الخلع عقد مضع عوضة فأشبه البيع والصداق وهذا في الخلع الصحيح أما الخلع الفاسد فلا يشترط الأعوض فلو خالعها على مجهول غير معين أو خالعها بشرط فاسد كشرط أن لا ينفق عليها وهي حامل أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك بانت منه في هذه الصور بمهر المثل ثمرة الخلع ولا ترتب على الخلع أن المرأة تملك نفسها به فلا يجوز لزوجها مراجعتها ولا العقد عليها إلا بإذنها ورضاها لأن المرأة بذلت المال لتملك البطأ فلا سبيل لزوجها عليها بعد الخلع حكمه والخرع يجوز في الحيض والطهر من غير حرمة لأطلاق قوله تعانى فلا جناح عليه ما فيما افتدت به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن لثابت ابن قنس في الخلع من غير بحث ولا استفصال عن حال الزوجة وليس الحيض بأمر نادر الوجود في حق النساء قال الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل ذلك منزلة الأهم في المقال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض أم لا ولأن منع الطلاق في الحيض إنما كان محافظة على جانبها لتضررها بطول العدة فإذا اختلعت بنفسها فقد راضيت بالتطويل ولأن مبنى المال منها يشعر بالحاجة الشديدة إلى الخراص وفي مثل هذا لا يحسن التأخير في الأمر المختلع لا يلحقها طلاق لا يلحق المرأة المختلعة طلاق لأنها تبين بالخلع والبائل لا يلحقها طلاق لأنها أجنبية بدليل عدم جواز النظر إليها بعد الخلع ويحرم الخلوة بها الطلاق الطلاق في اللغة الحل القيد يقال ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث شاءت وفي الشرع اسم لحل قيد النكاح وهو رفض الجاهلي ورد الشرع بتقريره وهو مشروع بالكفال والسنة وإجماع الأمة قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقت من نساء فطلقوهن لعدتهم الأمة الأولى سورة الطلاق وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء من الحلال أغضى إلى الله من الطلاق روه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه حكم الطلاق والطلاق جائز ولكنه مكروه عند عدم الحاجة إليه قال صلى الله عليه وسلم أي ممرأة سألت زوجها الطلاق في غير مأباس فحرام عليها رائحة الجنة أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والتنمذي وحسن من حديث ثوبان وقال صلى الله عليه وسلم أغض الحلال إلى الله الطلاق أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن عمر حاشيح انظر في حكم على هذا الحديث وما يدور حوله توخيص الحديث في الجزء الثالث صفحة الخامسة بعد المائتين انتهى أركان الطلاق للتلاقي أركان منها اللفظ فلا يقع بمجرد المية ومنها أن يسمع نفسه بالطلاق فلو حرك رساله بكلمة الطلاق ولم يرفع صوتا صوته قدرا يسمع به نفسه فقولان أحدهما تطلق لأنه أقوى من الكتابة مع النية والثاني لا تطلق لأنه ليس بكلام قال النوري الأظهر الثاني لأنه في حكم النية المجردة ومنها يكون بألفاظ صريحة أو كناية فالصريح ما لا يتوقف ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية لأنه وضع لذلك ولا يحتمل غير الطلاق أما الكناة فهو ما يتوقف وقوعه على النية ويحتمل الطلاق وغيره أما الصريح فهو ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح أما كي اتضرت صريحة فلأنه قد تكرر في القرآن واشتذر في معناه وهو حل خيض النكاح في الجاهلية والإسلام ولم يختلف فيه أحد قال تعالى الطلاق مرتان سورة البقرة الآية التاسعة والعشرون بعد المائتين وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ سورة البقرة الآية الثامنة والعشرون بعد المائتين وقال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن سورة البقرة الآية السابعة الثلاثون بعد المائتين وأما الفراق والسراح فلورودهن في الشرع ولتكررهن في القرآن بمعنى الطلاق قال تعالى وسريحوهن سراحا جميلا سورة الأحزاب الآية التاسعة والأربعون وقال تعالى فتعالين أمدأكن وأسدحكن سراحا جميلا الآية الثامنة والعشرون سورة الأحزاب وقال عز وجل أو فارقوهن بمعروف الآية الثلاثون سورة الطلاق وقال سبحانه وتعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته الآية الثلاثون بعد المائة سورة النساء وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطلقة الثالثة فقال أو تسريح بإحسان حاشية هي من الآية التاسعة والعشرين بعد المائتون سورة البقرة انتهت الحاشية راه دار قطنوه وصححه ابن القطعن وعلم أن رفض الطلاق ومشتق منه في حكمه في الصراحة فلو قال أنت فالق أو مطلقة أو يا فالق أو يا مطلقة وقع الطلاق وإن لم يمه ولو قال أنت مفارقة أو فارقتك أو مسرحة أو سرحتك طلقت وإن لم يمه الطلاق ولو قال أنت طالق من وثاق أو سرحتك إلى موضع كذا أو فارقتك في المنزل خرج عن كنه صريحة وصار كناوه لا يقع إلا إذا نواه وإذا اشتغل في الطلاق لفظا سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة كقول الناس أنت علي حرام قال الرافعي أنه يلحق بالصريح فيقع الطلاق وإن لم يمه لغالبة الاستعمال وحصول التفاهم ورجح المتولي أنه لا يلحق بالصرائح لأنها تأخذ من ورود القرآن بها وتكررها على لسان حملة الشريعة وهذا ليس كذلك وقال النووي أن أرجح أنه كناية مطلقة اشتهر أو لم يشتهر الكمية 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 أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودما منها قالت أعوذ بالله منك فقال قد عذت بعظيم الحقي بأهلك رواه البخاري فلو كان الطلاق يقع بلا نية لما كان هناك محل لتحريف عمر رضي الله عنه ولما دعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك أن يعتزن امرأته قال لها كعب الحقي بأهلك فلما نزل التوبته لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأنه لم ينو طلاق لأن أفاض الكناية تحتمل الطلاق وغيره فلا يقع ما لم ينوه الفاض الكناية الفاض الكناية كثيرة جدا فنقتصر على ذكر بعضها منها لفض خلية أي خالية من الأزواج ورفض برية أي بريتي من الزوج ورفض بثة أي قطعت الوصلة بيننا ورفض بثلة من تبتل الرجل إذا ترك النكاح وانفرد ورفض باء من البين وهو الفراق ورفض أنت حرة أي لا سلطة بأحد عليك من زوج وغيره ولفض اعتدي أي لأني طلقتك ولفض استبرئي رحمك كذلك ولفض الحقي بأهلك لأني طلقتك ونحو ذلك كقوله خرذي واذهبي وسافري وتقنعي وتستري وأبيني وأبعدي فإنما بهذه الأولفاظ الطلاقة وقع وإن لا فلا الطلاق البدعي والسمي لم يزن العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسمي والبدعي فالطلاق السمي طلاق المدخول بها في طهر وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها وهناك طلاق لا يوصف بسنه ولا بدعة كطلاق غير المدخول بها والحامل واليائسة والصغيرة إذا عرفت هذا فطلاق السنة أن يوقعه في طهر لم يجانها فيه وهي مدخول بها غير حامل لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فقال مره فليراجعها ثم من يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجانع فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وله الشيخان والأمر المشار إليه قوله تعالى فطلقوهن لعدتهم الآية الأورى من سورة الطلاق أي في عدتهم لأن اللعنة تأتي بمعنى في قال تعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة الآية السابعة الأربعون سورة الأنبياء أي في يوم القيامة وقيل لعدتهم لوقت يشرون عاقبه في العدة وفي الحديث رد على ما قال إن طلاق البدعة لا يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فنراجعها إذ لو لم يقع طلاق ابن عمر لما قال صلى الله عليه وسلم مره فلراجعها إذ لا معنى لذلك وأن طلاق البدعة فهو أن يطلقها في الحاجد مختارة وهي ممن تعتد بالأقراء غير عوض من جهتها أو يطلقها في طبر جامعها فيه بلا عوض منها وهي ممن يدوز أن تحبل والحكمة في ذلك أن الطلاق في الحاجد يطول عليها العدة لأن بقية الحاجد لا يحسب من العدة وفيه ضرار بها وأما الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه فلأنه ربما يعقبه ندم عند ظهر الحمل فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل وإذا ندم فقد لا يتيسر التدارك فيتضرر الولد ما يملكه الحر والعبد من التطليقات يملك الحر على زوجته حرة كانت أو أمن ثلاثة طليقات لما روا أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة حاشير الآية التاسعة والشرون بعد المئتين من سورة البقرة امتهى فقال صلى الله عليه وسلم إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان صلح صححه ابن القطان وبرهن عليه وبهذا فسرت عائشة وابن عباس رضي الله عنه وقيل الثالثة في قوله تعالى فإن انطلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الآية الثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة وأما العبد فلا يملك إلا تطليقتين لقوله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد في انتهى وأرى الشافعي رضي الله عنه أن مكاتبا لأم سلمة رضي الله عنه طلق حرة طلقتين وأراد الرجعة فسأل عثمان ومعه زيد ابن شافت رضي الله عنهما فالتدراه وقال حرمت عليك ولا فرق بين العبد القن والمذبر والمكاتب وكذا المبعض ومتى طلق الحر أو العبد جميع ما يملك إن تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطرؤها ويفاركها وتنقضي أدتها لقوله تعالى فإن يطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره انتهى الشريط الخامس عشر من كتاب الفقه الميسر وللكتاب بقي على الشريط السادس عشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس عشر من كتاب الفقه الميسر نواصل القراءة في الطلاق الاستثناء في الطلاق الاستثناء اخراج الشيء من الحكم العام وهو صحيح ومعهود وفي الكتاب والسنة موجود ثم تارة يقع في العدد وتارة يقع بالعضب المشيئة فإن وقع في العدد فاشترط أن يكون أولا متصلا باللغف ثانيا أن لا يكون الاستثناء مستغرق للمستثناء منه فإن استغرق كقوله أنت طالق ثلاثة الا ثلاثة فهو باطل ويقع الجميع للاستغرق ثالثا وجود النية قبل فراغ اليمين وإن لم يقارن أولها مثاله إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثة الا واحدة أو اثنتين متصلا مع النية المعتبرة لم يقع المستثناء أما الاستثناء بالمشيئة بأن قال أنت طالق إن شاء الله فينظر إن سبقت إن شاء الله إلى لسانه من غير قصد لتعوده لها كما هو الأدب أو قصد التبرك بذكر الله تعالى أو قصد الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله أو لم يقصد تعليقا محققا على مشيئة الله لم يؤثر ذلك ويقع عليه الطلاق وإن قصد التعليق حقيقة لم تطلق لأنه لم تتحقق وجود المشيئة والأصل بقاء النكاح كما لو علق الطلاق بمشيئة زيد فمات ولم تعلم مشيئته لم تطلق لعدم العلم بمشيئته التي علق به الطلاق وفي الحديث وفي الحديث من أعتق أو طلق واستثنى فله ثنياه حاشية أي استثناؤه وثنياه بضم الثاء وتشديد لها انتهت الحاشية ولا فرق في الاستثناء بين أن يقول أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء الله فأنت طالق أو متى شاء الله أو إذا شاء الله الطلاق المعلق يعلم أنه كما يصح تنجيز الطلاق يصح تعليقه ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم وقياسا على العتق فإن العتق ورد بالتدبير وهو تعليق عتق بالموت والطلاق والإتاق يتقاربان في كثير من الأحكام والمعنى في ذلك أن المرأة قد تخالف الزوج في بعض مقاصده ويكره طلاقها لكون الطلاق أبغض الحلال إلى الله ولكنه يرجو موافقتها فيعلق طلاقها بفعل ما يكره أو ترك ما يريده فإن تركت ما يكره أو فعلت ما يريده فذاك وإلا فهي مختارة للطلاق إذا أعرفت هذا فأعلم أن الطلاق إذا علق على شرط لم يجزي الرجوع في التعليق وسواء علقه بشرط المعلوم الحصول كقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق أو محتمل الحصول كقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق وفي معناه قوله علي الطلاق لا أفعل كذا أو أفعله فمتى وجد الشرط وجد المشروط وهو الطلاق وسواء رجع في تعليقه أو لم يرجع ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق ولو شك في وجود الصفة أو الشرط المعلق عليهم الطلاق لم يقع الطلاق إذي الأصل عدم ذلك وإليك أمثلة في التعليق ليقاس عليها غيرها واحد قال رجل لزوجته أنت طالق إن شئتي فيشترط مشيئتها في مجلس التخاطب فإن أخرت مشيئتها لم تطلق لأن هذا التعليق استدعاء رغبة جواب منها في الحال فينزل منزلة القبول في العقود فلا يحتمل التأخير أو لأن هذا التعليق تفويض الطلاق إليها فهو تمليك الطلاق فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور أما إذا قال أنت طالق متى شئتي طلقت متى شاءت وإن فارقت المجلس لأنه تعليق على صفة لا تقتضي فورا فكأنه قال في أي وقت شئت الطلاق فأنت طالق اثنان قال رجل لزوجاته إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق طلقت بأيهما وجد من دخول الدار أو كلام زيد وتنحل اليمين بالسابق منهما ولا يقع طلاق بالصفة الأخرى أما إن قال إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق فلابد في وقوع الطلاق من وجود الدخول والتكليم إذي الواو لمطلق الجمة ثلاثة قال لها إن أكلت هذا الزبيب فأنت طالق فأكلته إلا واحدة فلا يقع الطلاق إذ المعلق عليه أكل جميع الزبيب ولم يحصل ويقاس عليه أشباهه كقوله إن أكلت هذه الرمان فأكلتها إلا حبة لا يقع الطلاق أربعة لو وقع حجر في الدار فقال لها إن لم تخبريني من رماه فأنت طالق فقالت رماه مخلوق إن لم تطلق وإن قالت رماه آدمي طلقت لجواز أن يكون رماه الهواء أو هره مثلا لأنه ودد سبب الحنث وشككنا في المانع والأصل عدمه خمسة قال لها إن رأيت فلانا فأنت طالق فرأته حيا أو ميتا أو نائما طلقت ويكفي رؤية شيء من بدني ستة قال لها إن ترقت مني شيئا فأنت طالق فدفع إليها كيسا فأخذت منه شيئا لا تطلق لأنه خيانة لا سرقة وقيل تطلق إن كان الحالف أمي لأنه لا يعرف الفرق بين السرقة والخيانة سبعة قال لها إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاده طلقت وكذا لو قال لها أعرفي ذلك طلقت لأنه كلمها في الصورتين ولو قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق أو بالسلام فأنت طالق فبدأته بالكلام أو السلام لم تطلق وتنحل اليمين بكلامها أو سلامها ثمانية قال رجل لآخر إن لم تتغذى عندي فامرأتي طالق فتغذى عنده ولو بعد حين لم تطلق امرأته وانحلت يمينه وإنه أن يتغذى معه في الحال فامتنع وقع الطلق تسعة قال لها إن لم تبيعي هذه الدجاجات فأنت طالق فماتت واحدة منهن طلقت لتعذل بيع الجميع وإن ذرحت واحدة وباعتهن مع المذبوحة لم تطلق عشرة قال لها إن لم تصومي غدا فأنت طالق فحاضت ففي وقوع الطلاق خلاف قيل بالوقوع وقيل بعدمه كالمكره حادي عشر لو قال لها إن أغضبتك فأنت طالق فأضار بغنها طلقت وإن كان الضرب للتأديب لأن هذا الضرب من شأنه أن يغضبها ثاني عشر لو قال لها إن جعت يوما في بيتي فأنت طالق فلا تطلق بالجوع في أي نصوم ثالث عشر لو قال لها إن لم تكوني أحسن من القمر أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق لا تطلق لقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الآية الرابعة من سورة التين الرابع عشر لو قال لها إن حط فأنت وضراتك طالقتان فقالت حط وكذبت طلقت هي دون ضراتها دون ضراتها على الصحيح لأنها متهمة الطلاق قبل المكاح شرط وقوع الطلاق الولاية على المحل كالزوجية فلا يصح طلاق غير الزوج سواء كان بالتنجيز كقوله لأجنبية أنت طالق أو بالتعليق كقوله لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وحدة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا فيما يملك رواه غير واحد وقال الحاكم صحيح الإسناد وقال تلمذي إنه حسن وأحسن شيء روي في الباب وسألت البخاري أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وروا لا طلاق إلا بعد نكاح أربعة لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره أما الثلاثة الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل أخرجه أبو داود والتلمذي وقال حسن وأما المكره فلقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في غلاق رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال إنه على شرط مسلم ولفظ ابن ماجة والحاكم في إغلاق بالألف وهو المحفوظ والإغلاق الإكراه وقال صلى الله عليه وسلم وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكريه عليه رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين واعلم أن شرط الإكراه كون المكره بكسر الرأ غالبا وقادرا على تحقيق ما هدد به المكره لفتح الرأ وقدرته إما بولاية أو تغلب أو فرط هجوم وشرط المكره أن يكون مغلوبا عاجزا عن الدفع بهرب أو مقاومة أو استغاثة بغيره وأن يغلب على ظنه أنه إن امتنى عما أكره عليه أن يوقع به أن يوقع به المكروه وأن لا يظهر ما يدل على اختياره فإن ظهر وقع الطلاق كما إذا أكرهه أن يطلق زوجته ثلاثة فطلق واحدة فإنه يقع طلاقه وكذا إن أكرهه على أن يطلق بصريح الطلاق فطلق بالكناه يقع طلاقه لظهور اختياره ولو أمسكه اللصوص وقالوا لا نخليك حتى تحلف أن لا تذكر ما جرى فحلف بالطلاق فلا يقع طلاقه إذا ذكره لأنهم أكرهوه على الحلف بالطلاق ويحصل الإكراه بالتخويف بالقتل والقطع والضرب الشديد والحبس الطويل وأخذ المال وإتلافه وكذا أن النائم لا يقع طلاقه فكذلك المغنى عليه والناس ولو طلق إحدى زوجتيه بعينها ثم نسيها خروا معيه لاستمتاع بكل منهما حتى يتذكر فلو قالت إحداهما أنا المطلقة فلا يقبل منه قوله نسيت أو لا أدري بل يطالب باليمين أنه لم يطلقها فإن نكل حلفت وخذي بالطلاق ولو طلق مبهما بأن قال إحدى كما طالق ولم يقصد واحدها بعينها طلقت واحدها على الإبهام ويعينها هو باختياره وأعلم أن السكران المتعدي يقع طلاقه لأنه مكلف وكذا من شرب دواء أزال عقله لغير حاجة لاشتراكهما في التعدي وقيل لا يقع طلاقه إلحاقا له بالمجنون في أن كل منهما فاقد العقل ومن شرط التكليف العقل وهو معدوم فيهما الطلاق نوعان رجعي وباء الطلاق الرجعي الرجع بفتح الراء لغة المرة من الرجوع وشرع أرد المرأة إلى النكاح بعد طلاق غير باء في العدة والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى وبعولتهم أحق بردهن الآية الثامنة والعشرون بعد المائتين سورة البقرة والرد الرجع وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة الآية الأولى سورة الطلاق أي احفظوها لتراجعوا قبل فراغها وقال صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر مره فليراجعها وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصه ثم راجعها روه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين فإذا طلق الحر امرأته واحدة أو طلقتين أو العبد طلقه بعد الدخول بلا عوض فله مراجعتها قبل أن تنقضي العدة ولا يشترط في صحة الرجعة الاستشهاد على الصحيح ولكنه يسن وذهب الشافعي إلى أنه واجب لظاهر قوله تعالى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْعَدِلِمْ مِنْكُمْ ولأن الرجعة كالنكاح وقد أمر الله بالاستشهاد عليه وللزوج أن يراجع زوجته دون إذنها ورضاها صيغة الرجعة وصيغة الرجعة صريحة وكناية فالصريحة أن يقول راجعتك أو أرجعتك أو أمسكتك أو رددتك أو راجعت زوجتي أو رددتها ولا بد من إضافة إلى في صيغة الرد وأما الكناية فكقوله أعدت حلك ورافعت تحريمك وتزوجتك وتصح الرجعة بالوطء والقبلة والمباشرة بشهوة إذا نوى بذلك الرجعة ويشترط لصحة الرجعة أمور الأول بقاء الزوجة في العدة فلو انقضت عدتها فاتت الرجعة بحصول البينونة الثاني كونها قابلة للحل فلو ارتدت هي أو هو فلا تصح الرجعة وعلم أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق مع دامة العدة ويصح خلعها والإيلاء منها والظهار ما يبقى لها من الطلاق إن جدد الزوج نكاحها قبل أن تنكح زوجا غيره أو بعده وقبل إصابتها أو بعده عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق ولا يهدم الزواج الثاني ما وقع من الطلاق لما روي عن عمر أنه سئل عن من طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فاتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجها الأول فقال هي عنده بما بقي من الطلاق وروي ذلك عن علي وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمر وبه قال عبيدها السلماني وسعيد بن المسيب والحسن البصري رضي الله عنهم الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين بينونة صغرى وبينونة كبرى أما البائن بينونة صغرى فهي التي طلقت قبل الدخول بها أو بعده على عوض وشرطه أن لا يكون الطلاق مكمل للثلاث في الحر والثانية في العبد للإجماع وحكمها أنها تحل لزوجها بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها وأما البائن بينونة كبرى فهي المطلقة من زوجها الحر ثلاثة ومن زوجها العبد مرتين سواء كان قبل الدخول أو بعده وسواء كان الطلاق في نكاح واحد أو أكثر وسواء كان الطلاق الثلاث بلغض واحد أو أكثر وحكمها أنها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها في الفرج وتنقضي عدتها لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد بالنكاح في الآية الوط لقول عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبد طلاقي فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هد بالثوب فقال عبد الرحمن كاذبت يا رسول الله والله إني لأعركها عرك الأديم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ولأننا لو لم نجعل الوطأ شرطا لكان التزويج لأجل الإحلال لا للاستمتاع والنكاح إنما يراد للاستمتاع لا للاحلال ولو قال رجل لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن سكت بين الطلقتين سكته فوق سكت النفس وقع الثلاث فلو قال أردت التأكيد لم يقبل منه ظاهرا وإن لم يسكت وقصب التأكيد قبل قوله ولم يقع إلا طلقه واحدة وإن قصب الاستئناف وقع الثلاث وكذا إن أطلق على الأظهر جريا على ظاهر اللفظ لأن التأسيس فيه أولى من التأكيد الطلاق الثلاث بلفظ واحد لو قال شخص لزوجته أنت طالق ثلاثة وقعت الثلاث ولو قال أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثة وقع ما نوى لحديث ركان في تحريف النبي صلى الله عليه وسلم له آآ الله ما أردت إلا واحدة فلو كانت الثلاث واحدة لما كان للتحليف فائدة وهذا هو مذهب جمهور العلماء من التابعين وكثير من الصحابة وإمة المذاهب الأربعة وحجتهم في ذلك أولا قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره سورة البقرة الآية الثلاثون بعد المئتين وقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية السابعة والثلاثون بعد المئتين سورة البقرة وقوله تعالى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقُتُمُ النِّشَاءُ الآية السادسة والثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة فهذه الآيات لم تفرق في إقاع الطلاق بين واحدة أو اثنتين أو ثلاثة وقوله تعالى الطلاق مرتان الآية التاسعة والثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة فظاهر الآية جواز إطلاق الثلاث أو اثنتين دفعة واحدة أو مفرقة ووقوعه ثانيا قول ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة زوجته أرأيت لو طلقها ثلاثة أكان يحل لي أن أراجعها؟ أرأيت لو طلقتها ثلاثة أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال لا كانت تبين منك وتكون معصية روه الدار قطني عزيز المستمع قال هنا قول ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا تصحيف فلم يكن لأبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج ثالثا عن عبادة ابن الصامت قال طلق جد امرأة له ألف تطليقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متق الله جدك أما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وفي رواية وفي رواية أن إن جدك لم يتق الله فيجعل له مخرجة بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه رابعا قال الشافعي في الأم ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثة لأن الله تعالى أباح الطلاق وما أبيح فليس بمحظور على أهله وقال رضي الله عنه وطلق عويمر العجلاني إمرأته بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قبل أن يأمره وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان ولو كان ذلك شيئا مخظورا عليه لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه وجماعة من حضر وحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ألبتة يعني والله أعلم ثلاثة فلم يبلغن أن النبي صلى الله عليه وسلم منها عن ذلك وطلق ركانة إمرأته ألبتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه أنه أن يطلق ألبتة يريد بها ثلاثة وطلق عبد الرحمن بن عوف إمرأته ثلاثة انتهى رأي جمهور العلماء وأعلم أن جمهور الفقهراء على أن طلق بلظه الثلاث حكم وحكم الطلقة الثالثة قد استدلوا بما أخرجه البيهقي في سننه والطبراني وغيرهما عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة بنت الفضل عند الحسن بن علي فلما بوه يعل بالخلافة هنأته فقال الحسن أتظهرين الشماتة بقتل أمير المؤمنين أنت طالق ثلاثة ومتعها بعشرة آلاف ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جدي أو سمعت أبي يحدث عن جدي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الإقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لا راجعتك وإسناده صحيح ومما كتب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه من قال أنت طالق ثلاثة فهي ثلاث أخرجه أبو نعيم ومما استدلوا به على وقوع الثلاث بلفظ واحد حديث الملاعنة كذبت عليها إن أمسكتها يا رسول الله فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمكن عليه ثالك فدل على وقوع الثلاث مجموعة قال ابن حزم لو لا وقوع الثلاث مجموعة لأنكر عليه ذلك وفهم البخاري هذا الفهم حيث ساق هذا الحديث في صحيحه في باب من أجاز طلاق الثلاث وقال ابن الهمان في فتح القدير لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء من الصحابة أكثر من أشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم وقليل سواهم والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ننفذ حكمه لأنه لا يزوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوي وغيره انتهى كلامه وقال أهل الظاهر وجماعة حكم الطلاق برفض الثلاث حكم الطلقة الواحدة ولا تأثير للفض في ذلك وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله في الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الآية الثلاثون بعد المائتين سورة البقرة والمطلق بلضي ثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاثة واحتجوا أيضا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه عليهم عمر واحتجوا أيضا بما رواه ابن إسحاق عن أكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانه زوجه ثلاثة في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال إنما تملك طلقة واحدة فارتجعها ورد من انتصر لرأي الجمهور على من زعم أن المطلق بلضي الثلاث مطلق واحدة بأن النطق بلفظ الثلاث يقع ثلاثة لغتا فالواهب والمقر والمطلق والمعتق كلهم يقعون ما شاءوا من العدد ويؤاخذون به فالواهب يقول بلفظ واحد وهبتك ثلاثة فأتاقع الهبة على الثلاث ويقول البائع أو المقر أو المعتق بيت أو أعتقد ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو نحو ذلك بلفظ واحد فتقع جميعها من غير حاجة إلى التكرار وقد استدلوا بقول الشاعر وأم عمر طالق ثلاثة مطلقا مطلقا لمرأته ثلاثة حينما استعصت عليه قافية الثاء في مباراته مع صاحبيه وكذا قول الشاعر العربي وأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم فأين دعوى أن المطلق بلغض الثلاث مطلق واحدة على أن الطلق بلغض الثلاث أعرفه الصحابة والتابعون والفقهاء والعرب كما سبق لك تفصيل بعضه فها هو قد عرفه عمر وأبو موسى رضي الله عنهما وعرفه إبراهيم النخعي الذي يقول عنه الشعبي ما ترك إبراهيم بعده أعلم منه فدعوى إلغاء العدد في الإنشاء لا دليل عليها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو لغة فوقوع الثلاث مجموعة موضع اتفاق بين جميع من يعتد بقولهم كما قال ابن التين أما الجواب عن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين فيقال إنما رواه عنه من أصحابه طاووس وإن جل أصحابه روا عنه نزوم الثلاث منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار وجماعة غيرهم وأما عن حديث ابن إسحاق فهو وهم وإنما روا الثقاء أنه طلق ركانه زوجته البته لا ثلاثا انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا الإيلاء الإيلاء في اللغة الحلف وفي الشرع الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر وكان طلقا في الجاهلية فغير الشارع حكمه والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم سورة البقرة الآية السادسة والأشهرون بعد المئتين ولا يقع الإيلاء إلا بالأيمان المباحة في الشرع وهي اليمين بالله أو بصفة من صفاته وذهب الشافعي في الجديد إلى أن الإيلاء لا يختص باليمين بل كما يقع الإيلاء به يقع بغيره لإطلاق الآية فعلى هذا لو قال إن وطئتك فعلي صوم أو صلاة أو حج أو نحو ذلك كان إيلاء حكم الإيلاء إذا صح الإيلاء ضربت له المدة وهي أربعة أشهر لظاهر الآية ولأن مدة شرعت لأمر جبلي وهي قلة الصبر عن الزوج فإذا انقضت المدة والزوج حاضر وطالبت المرأة بالفيئة وهي الجماع ولا مانع منه فإن جامع فقد وفاها حقها وأقل الجماع تغيب الحشفة ولا فرق في ذلك بين الثيب والبكر ولكن يشترط في البكر اذهب بكارتها لأن الالتقاء لا يكون غالبا إلا به ثم إن كانت اليمين بالله أو بصفة من صفاته لزمه كفرة اليمين فإن لم يفي طولب بالإطلاق أي بالطلاق لما روى سهل ابن أبي صالح عن أبيه قال سألت اثنى عشر نفسا من الصحابة عن الرجل يولي فقالوا كلهم ليس عليه شيء حتى تمضي عليه أربعة أشهر فيوقف فإن فاء الأمر ظاهر وإن أطلق فإن لم يطلق يجبر عليه بالحبس والتضييق بما يليق بحاله ليفي أو يطلق وإذا أطلق القاضي فإنما يطلق واحدة رجعية الظهار الظهار لغة مشتق من الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج وقيل مأخوذ من العلو لقوله تعالى فنصطع أن يظهروه الآية السبعة وتسعون من سورة الكهف انتهى أي يعلوه فكأنه قال علوي عليك كعلوي على أمي وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فغير الشارع حكمه والظهار في الشرع تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الآية الآية الثالثة من سورة المجادلة والظهار حرام بالإجماع لقوله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا الآية الثانية سورة المجادلة سورة الظهار وصورة الظهار أن يقول رجل لزوجته أنت علي كظهر أمي ومثل الظهر البطن والفرج والصدر واليد والرجل والشعر والجسم والذات لأنه تشبيه بعضو محرم فأشبه الظهر وفي معنى ذلك سائر الصلاة كقوله أنت معي أو عندي أو مني أو لي كظهر أمي وكذا لو قال أنت كظهر أمي ولم يقل علي ولو قال أنت علي كأمي أو مثل أمي فإن أراد الظهار فظهار وإن أراد الكرامة فلا وإن أطلق فليس بظهار على الأصل لذي الأصل عدمه ولو شبهها بالمحرمات من النسب كالبنات والأخوات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت وقيل إنه ظهار فظهار وإنه طلاق فطلاق لأنه يحتمل الوجهين الظهار لمكان التشبيه والطلاق لمكان التحريم والتشبيه تأكيد له ما يترتب على الظهار يترتب على الظهار حكمان أحدهما تحريم الوط إلى أن يكثر فانهما وجوب الكفارة بالعود والعود هو أن يمسكها بالنكاح زمنا يمكنه أن يطلقه ويطلقها فيه ولم يطلق لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجه فإن أمسكها زوجه فقد عاد فيما قال كفارة الظهار كفارة الظهار عدق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يذد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكين كل مسكين مد طعام فهي مرتبة بنص القرآن قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتمس إلى قوله فإطعام ستين مسكين الآيتان الثالثة والرابعة سورة المجادلة وقد دينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمه ابن صخر لما ظاهر من امرأته ثم عطئها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اعتق رقبه فقال لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها وضرب صفحة رقبته حاشية أي أنه لا يملك إلا رقبة نفسه انتهى قال فصم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله وأهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم قال قال فتصدق قال والذي بعثك بالحق لقد بيتنا ليلتنا ما لنا عشاء قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا من تمر ستين مسكينة ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا من تمر ستين مسكينة ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك أخرجه أحمد وأبو داود والتلمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة اللعان اللعان لغة مشتق من اللعن وهو الإبعاد وسمي بذلك لأن أحد المتلاعنين كاذب فيكون ملعون ولأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأييد التحريم وفي الشرع عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجه للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار والأصل فيه قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات الآية السادسة من سورة النور وسبب نزولها أن هلال بن أمية قاذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن السمحاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا يمطلق يلتمس البينة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة أو حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحق فنزلت هذه الآيات أحكم اللعان إذا قذف الرجل زوجته وجب عليه الحد لقوله صلى الله عليه وسلم أو حد في ظهرك وله مخلصان عن الحد إما البينة أو اليعان كما نص عليه الخبر ثم متى تيقن أنها زنت أو أقرت بالزنا أو شاع أن رجلا زنا بها ورآه خارجا من عندها في أوقات الريبة أو رآه تحت شعارها على هيئة منكرة فله في هذه الصور قذفها هذا كله إن لم يكن ولد فإن كان هناك ولد وتيقن أنه ليس منه واجب عليه نفيه باللعان حتى ينتفي عنه وإنما يحصل اليقين إذا لم يطأها أصلا أو وطئها وأتت به لأقل من ستة أشهر أو لأكثر من أربع سنين صور لعانه إذا انتهى الأمر إلى اللعان فيأتي الزوج بأربع كلمات متكررة وهي أشهد بالله أنني من الصادقين أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وأن هذا الولد أو الحملة من زنا وليس مني وأكون ذلك بأمر الحاكم أو نائبه لأن اللعان يمين فلابد فيه من أمر الحاكم كسائر الأيمان وعلى المنبر في جماعة المسلمين لأن في ذلك تعظيما للأمر وهو أبلغ في الردع ويسمي امرأته إن كانت غائبة وأذكر نسبها لتتميز عن غيرها وإن كانت حاضرة تكفي الإشارة إليها ويقول في المرة الخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا لنصر القرآني وإذا بلغ الرجل لفظ اللعن والمرأة لفظ الغضب استفدنا للحاكم أن يقول إن هذه الخامسة موجبة لعذاب الدنيا والآخرة فاتق الله تعالى فإني أخشى عليك إن لم تكن صادقة أن تبوء بلعنة الله تعالى كمن يرجع ويدلو عليه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم آية السابعة والسبعون من سورة آل عمران وينبغي أن يذكر قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء وليدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين وفي رواية على رؤوس الخلائق يوم القيامة روه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان ما يتعلق بلعانه يتعلق بلعان الزوج خمسة أشياء الأول سقوط الحد عنه لقوله تعالى فشهادة أحدهم أي تدرأ عنه الحد فشهادة مبتدأ خبره مقدار بما ذكر حاشية وهو جملة تدرأ عنه الحد انتهت وأما قوله تعالى أربع شهادات الآية السادسة من سورة النور فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهي أربع شهادات الثاني وجوب الحد على الزوجة إذا لم تلاعن لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين الآية الثامنة سورة النور الثالث حصول الفرقة بينهما وحجة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تلاعنى في زمنه عليه الصلاة والسلام وألحق الولد بالأم رواه ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه البخاري ومسلم الرابع نفي الولد لحديث ابن عمر الخامس التحريم بينهما على التأبيد لقوله صلى الله عليه وسلم المتلاعنان لا يجتمعان ولقوله صلى الله عليه وسلم العجلاني وقد لعن زوجته ولا سبيل لك عليها فلو لم يكن مؤبدا لبين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثة بقوله حتى تنكح زوجا غيره صورة لعانها أن تقول الزوجة أشهد بالله أن زوجي هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعيظها الحاكم بما تقدم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين ويترتب على لعانها درء الحد عنها لقوله تعالى ويدرء عنها العذاب أن تشهد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وتشير إليه إن كان حاضرا وتذكر ما يتميز به إن كان غائبا وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين العدة العدة لغة مأخوذة من العدد لاجتمالها عليه غالبا وشرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد خرج بالمرأة الرجل فلا عدة عليه إلا في حالتين يجب عليه تربص فيهما الأولى ما إذا كان معه امرأة وطلقها رجعية وأراد التزوج بمن لا يجوز جمعها معها كأختها فلا بد من تربصه حتى تنقضي عدتها الثانية ما إذا كان معه أربع زوجات وطلق واحدة منهن رجعية فلا يجوز أن يتزواج بخامسة قبل انقضاء عدة المطلق وخرج ببراءة الرحم الصغيرة والآيسة ومن مات عنها زوجها قبل الدخول بها وزوجة الصبي والممسوح فإن عدة هن لا لبراءة الرحم وإنما للتعبد أقسام العدة تنقسم العدة إلى أربعة أقسام الأول عدة ذات الأقراء فإن كانت حرة فثلاثة أقراء لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروق سورة البقرة الآية الثامنة والعشرون بعد المائتين وإن كانت أمة فقرآن لقول عمر رضي الله عنه تعتد الأمة بقرآين ولأنه على النصف من الحرة وإنما كمنت القرء لتعذل تبعوده كالطلق والقرء الطه بين حيضتين فإن طلقت في الطهر حسبت بقية الطهر قرآ وإن طلقت في الحيض اشترط مضي ثلاثة أطهار كاملة فإن لم يكن لها عادة في الحيض مستقيمة وادعت انقضاء الأقراء صدقت بيمينها وإن كان لها عادة مستقيمة صدقت في انقضائها وفق العادة القسم الثاني الصغيرة والآيسة إذا كانت حرة عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتوهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحبوا الآية الرابعة سورة الطلاق ولغير الحرة شهر ونصف وسن اليأس قيل خمسون سنة وقيل ستون والأشهر فنتان وستون ويعتبر إياسها بإياس أهل بلدها وقيل بإياس أقاربها من الأبوين ومن انقطع دمها من حرة أو غيرها تعصبر حتى تحيط فتعتد بالأقراء وإلا فتعتد بالأشهر وتستمر نفقتها وكسوتها حتى تحيض أو تيأس على المعتمد القسم الثالث المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة سورة البقرة الآية الرابعة والثلاثون بعد المئتين وإن كانت أمة فعلى النصف من ذلك شهران وخمسة أيام القسم الرابع ذوات الحمل حرة أو أمة عدتها بوضع الحمل لقوله تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الآية الرابعة سورة الطلاق سواء كان الحمل حيا أو ميتا سواء كان متخلقا أو غير متخلق كالمضغة بخلاف النطف النطفة والعلقة فلا تسمى حملة سواء كان متوفى عنها زوجها أو غير متوفى عنها لظاهر الآية ولما في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة فنزل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الآية الرابعة سورة الطلاق وأخرج أحمد والدار قطني عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ للمطلقة ثلاثة أو للمتوفى عنها زوجها قال هي للمطلقة ثلاثة وللمتوفى عنها زوجها وأخرج ابن ماجه عن الزبير بن العوان أنه كانت عنده أم كلثون بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها قد خدعتني خدعها الله ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سبق الكتاب أجله خطبها لنفسك وأخرج البخاري أن سبيع الأسلامية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حللتي فانكحي من شئتي وعن عمر رضي الله عنه قال لو وضعت وزوجها على السرير حلت واشترطوا في الحمل أن يكون من وطء صحيح أو شبه أما ولد الزنا فلا يعول عليه في العدة لأن ماء الزنا لا حرمة له وأما المطلقة قبل الدخول سواء كانت بكرا أو ثيبة فلا عدة عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية التاسعة والأربعون سورة الأحزاب الاستبراء الاستبراء لغة طلب البراءة وشرع التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا وزوالا لبراءة الرحم تعبدا والأصل فيه قوله في سبايا أو طاص ألا لا توطأ حامل حتى تضع وغير ذات حمل حتى تحيض حيضة روه أبو داود وغيره السبب فيه لوجود الاستبراء سببان أحدهما حدوث الملك في الأمة سواء ملكها بإرث أو شراء أو هبة أو وصية أو سبي ثم لا فرق في الأمة بين أن تكون صغيرة أو كبيرة حائلا كانت أو حاملة بكرا كانت أو ثيبة وسواء ملكها من رجل أو امرأة أو طفل وسواء كانت مستبراءة من قبل أم لا لرموم الخبر في سبايا أو طاص مع العلم بأنهن كان فيهن أبكار وعجاز فإن كانت الأمة من ذوات الحيض استبراءها بحيضة وقيل بطهر كالعدة وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو يأس قيل تستبرئ بثلاثة أشهر وقيل بشهر للحديث وإن كانت حاملا استبراءها بوضع الحمل لعموم الخبر السبب الثاني لوجوب الاستبراء زوال الملك عن الأمة الموطوعة بملك اليمين بموت سيدها أو عدقه لها فيلزمها الاستبراء لزوال الفراش أكون استبراءها بشهر إذا كانت من ذوات الأشهر أو بحيضة إن كانت من ذوات الحيض ولا يجوز تزويجها قبل الاستبراء ويجوز بيعها قبله ما يجب للمعتدة المعتدات أنواع منا الرجعية ولها النفقة والسكنة بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنة لمن تملك الرجعة أخرجه الدار قطني والنسائي ومنه البائن فإن كانت البينونة بخلع أو استفاء الطلقات الثلاث فله السكنة حاملا كانت أو حائلا لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم صورة الطلاق الآية السادسة وقومه تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الآية الأولى سورة الطلاق وقال بعض العلماء بوجوب النفقة مع السكنة لأن المعروف من سنته صلى الله عليه وسلم أنه أوجب النفقة حيث تجب السكنة وإن كانت معتدة عن وفاه فلها السكنة لقوله صلى الله عليه وسلم لفريع بنت مالك وقد قتل زوجها انكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتدت أربعة أشهر وعشرة وإن طلقها وهي ناشز فلا سكنة لها ولا نفقة لأنها لا تستحق ذلك في صلب النكاح فبعد الطلاق أولى قاله القاضي حسين وجوب إحداد المتوفى عنها زوجها الإحداد لغة المنع وفي الشرع ترك الزينة بالثياب والحلي والطيب يجب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فلا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبة إلا إذا طهرت فنبذ من قسط أو أظفار هاشية القسط البخور المعروف والأظفار قطع عطرة الرائحة والعصف برد يصبغ غزله ثم ينسج وقال سهيلي العصب صبغ لا ينبت إلا باليمن المصباح المنير انتهت الحاشية هذا الحديث رواه الشيخان وأما الحلي فيحرم عليها لبسه بجميع أنواعه سواء الذهب وغيره وأما الطيب فيحرم عليها في بدنها وثيئ بها وكذلك الخضاب بالحناء ونحوها ويجوز لها تزيين الفرش وأثاث البيت ويجوز لها التنظيف بغسل الرأس والامتشاط وقلم الأظافر وإزالة الأوساخ لأنها ليست من الزينة ويجوز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها للحديث واعلم أنه يجب على المعتدة ملازمة للسكن الذي تعتد فيه فلا يجوز لها أن تخرج منه ولا إخراجها كذلك لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إذا كان الخروج لحاجة فإنه يجوز كأن خافت على نفسها أو مالها سواء في ذلك عدة الوفاة أو الطلاق ويحرم على الزوج مساكنة المعتدة غير الرجعية لأنه يؤدي إلى الخلوة المحرمة أما الرجعية فلا يحرم مساكنتها الرضاع الرضاع والرضاع لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه وشرع اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل أي سواء كان بمص ثدي أو من إناء والأصل فيه الكتاب والسنة وإجمع الأمة قال تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع الآية الثالثة والعشرون سورة النساء وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه الشيخان سبب التحريم وحكمة تحريم الرضاع أن اللبن جزء المرضعة وقد صار من أجزاء الرضية فأشبه من يهى فثبتت البعضية من المرضعة التي هي سبب التحريم ويترتب على الرضاع ما يترتب على النسب كتحريم النكاح ابتداء ودواما وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الوضوء باللمس ولقصور الرضاع عن النسب لم يثبت له جميع الأحكام كالميراث والنفقة والعثق بالملك وسقوط القصاص ورد الشهادة فلا يارث الرضيع المرضعة وإذا ملك أحدهما الآخر لا يعتق عليه وإذا قتل أحدهما بيد الآخر فيقتل به وإذا شهد أحدهما للآخر لا ترد شهادته الرضاع المحرم الرضاعة المحرمة لها أركان ثلاثة الأول المرضعة وشوتها كونها محتملة للولادة بأن تكون بنت تسع سنين والرضاع كالمسب يكفي فيه الاحتمال الثاني اللبن وشرطه أن يسقى منه الولد خمس رضعات تصل إلى معدته وأن لا يبلغ حولين فإن بلغهما فلا أثر لارتضاعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين روه الدار قطني وفي رواية للتلمذي لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال تلمذي حسن صحيح فإن بلغ الصبي الحولين فأكثر فإنه لا أثر للبن في التحريم لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعه فقال صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكم من الرضاعه فإن الرضاعه من المجاعة أخرجه الشيخان فبين عليه الصلاة والسلام أن اللبن الذي يعول عليه في التحريم هو الذي يقوم للمرضع مقام الغذاء ولا يكون ذلك في الكبير المستغني عن الرضاع الثالث المحل وهو معدة الصبي سواء ارتضع الطفل بفمه أو حلب له أو صب في أنفه فعصل إلى معدته بخلاف ما إذا حقن به فإنه لا يثبت به التحريم شرطها ثم شرط الرضاع المحرم خمس رضاعات لقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وغيره حاشية المراد أن النسخ بهن تأخر إنزاله جدا حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضاعات ويجعلها قرآنا متلوة لكونه لم يبلغه نسخ تلاوتها لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى أفاده النووي انتهت الحاشية وانتهى الشريط السادس عشر من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات تأليف أحمد عيسى عاشور وللكتاب بقية على الشريط السابع عشر الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع عشر من كتاب الفقه الميسر نوصل القراءة في الرضاع الشرط الثالث من شروط الرضاع يؤيده ما رواه في بعض ألفاظ حديث سهلة بنت سهيل أنه صلى الله عليه وسلم قال أرضئي سالما خمس رضاعات تحرمي عليه وهذا التركيب في قوة إن ترضعيه خمسة تحرمي عليه وفي رواية لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان رواه مسلم وقد ذهب إلى اعتبار الخمس ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن زبير وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعروة بن زبير والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم وجماعة من أهل العلم وقد روي ذلك عن علي كرم الله وجهه وذهب جمهور العلماء إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإنقل ومنهم أبو حنيفة ومالك رضي الله عن الجميع لعمون قوله تعالى وأمهاتكم التي أرضع لكم الآية وهذا يقتضي ما ينطلق عليه اسم الإرضاع قل أو كثر واعلم أن المرضعة لو شكت هل أرضعت الطفل خمسا أم لا وهل وصل اللبن إلى جوفه أم لا فلا تحريم ولا يخفى الوع ولو تحريم ولو تحققت أنها أرضعته خمسة لكن شكت هل هي في الحولين أم فأكثر فلا تحريم أيضا لأن الأصل عدمه أثر الرضاع وأعلم أن المرضعة تنزل منزلة الأم فكل من يحرم على الإبن من قبل أم النسب يحرم عليه من قبل أم الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثني من ذلك وقد تقدم بيانه فتصير المرضعة أما للرضيع وزوجها أبا له وحجة ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت إن أفلح أخى أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله ما آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخى أبي القعيس ليس هو أرضعني إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته فقال عليه الصلاة والسلام إئذني له فإنه عمك تاربت يمينك فكانت عائشة رضي الله عنها تقول حرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه الشيخان وأب القعيس زوج أمها من الرضاعة فهو أبوها لأن اللبن له وأفلح أخوه فهو عمها وقولها إنما أرضعتني امرأته الضمير راجع إلى أبي القعيس النفقة النفقة مأخوذة من الإنفاق والإخراج ويجبها ثلاثة أسباب القرابة والملك والزوجية أما السبب الأول وهو القرابة فإنه يجب النفقة لكل منهم على الآخر لشمول البعضية والشفقة ولقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الآية السابسة سورة الأحزاب فتجب على الأصول والفروع للوالد على ولده وإن على وللولد على والده وإن سفل ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث ولا بين الوارث وغيره ولا فرق بين اتفاق الدين والاختلاف فيه دليل الوجوب على الولد ودليل وجوبها على الولد لوالديه قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا حاشية الآية الخامسة عشرة سورة لقمان انتهت وقوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا سورة الأحقاف الآية الخامسة عشرة وقوله صلى الله عليه وسلم أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وقال صلى الله عليه وسلم إن أولادكم حبة من الله وأموالهم لكم إذا احتجتم وفي قوله تعالى ما أغنى عنه ما له ولا كسب الآية الثانية سورة المسد هذا دليل على أن الولد من كسب الوالد وأعلم أن الأجداد والجدات ملحقون بالأبوين إن لم يدخلوا في عموم الأبوة كما ألحقوا بهم في العدق وسقوط القصاص وغيرهما لوجود البعضية والشفقة وإنما تجب نفقة الوالدين على ولدهما بشروط الأول يسار الولد والموسر من فضل عن قوته وقوت أياله في يومه وليلته ما يصرفه إليهما فإن لم يفضل فلا شيء عليه لأساره ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من عقار وغيره لأنها حق مالي لا بدل له فأشبه الدين فإن لم يكن له مال وكان قادرا على الكسب فإنه يكلف بالكسب على الصحيح وبه قال الجمهور الثاني أن لا يكون لهما مال يكفيهما الثالث أن لا يكون مكتسبين لأن الاكتساب بمنزلة المال فإن لم يكون مكتسبين وهم صحيحان ففي تكريفهما بالكسب قولان أصحوهما يكلفان للقدرة على الكسب والقول الثاني لا يكلفان لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا سبقت الإشارة إلى هذه الآية وليس من المصاحبة بالمعروف تكريفهما بالكسب دليل الوجوب على الوالد أما وذوبها على الوالد لولده وإن سفا ذكرا كان أو أنفا فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف سورة البقرة الآية الثالثة والثلاثون بعد المائتين وجه الدبالة أن أبا الولد إذا أرضعته زوجته المطلقة وجب عليه رزقها وكسوتها كأجر على الرضاع فبالأولى ولده وقال تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن سورة الطلاق الآية السادسة فإذا وجبت الأجرة لمن أرضعت ولده فبالأولى لولده وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن معي ديناعة فقال أنفقه على نفسك فقال معي آخر قال أنفقه على ولدك وقال صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك وإنما تجب النفقة للأولاد بشروط الأول يسار الوالدين كما مر في حق الولد وفي تكليفهما بالكسب كما مر في حق الوالد وفي تكليفهما بالكسب إذا لم يكن لهما مال قولان الصحيح نعم الثاني ألا يكون للولد مال ولا كسب فإن كان فلا تجب عليهما لعدم الحاجة نعم لو كان لبن مال غائب لازم الوالد أن ينفق عليه إلى قدوم ماله ثم يرجع عليه بما أنفق النفقة على قدر الحاجة نفقة القريب لا تقدر بل هي بقدر الكفاية ويختلف ذلك باختلاف الكبر والصغر والحاجة فقد يحتاج الكبير ما لا يحتاج الصغير وبالعكس فهي على حسب حاجة المنفق عليه فيعطيه ما يستقل به دون ما يسد الرمق وتجب له الكسوة والسكن ولو يحتاج إلى خادم وجب ولو اندفعت هذه الأمور بضيافة وتبرع سقطت عن من تجب عليه ولو سلم النفقة إلى القريب فتلفت في يده أو أتلفها وجب الإبدال لكن إذا أتلفها يجب عليه الإبدال إذا أيسر ولو ترك الإنفاق على قريبه حتى مضى زمان له يصر دينه عليه سواء تعدى أم لا لا لأنها شرعت للمواساة لكن في حالة التعدي يعصى الله بخلاف نفقة الزوجة فإنها تصير دينا عليه لأنها عوض وليست للمواساة نفقة الرقيق والبهاء هذا هو السبب الثاني مما يوجد النفقة وهو ملك اليمين فمن ملك عبدا أو أما لازمه نفقته قوتا وإذانا وكسوة وسائر المؤن لوجود السبب وهو الملك ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق رواه مسلم وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملكه قوته ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فلازمته مؤونته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق فإذا استعمله نهارا أراحه ليلة وبالعكس ويريحه في الصيف وقت القيلولة وما خفف عنه فله أجره ففي الحديث ما خففت عن خراجمك من عمله كان لك أجرا في موازينك رواه ابن حدان في صحيحه وعلى المملكي ذكرا كان وأنفه ضبن المجهود وترك الكسل وكما يجب عليه مؤونة مملكه يجب عليه نفقة دادته استوي في ذلك العلف والسقي ويقوم المقام ذلك أن يخليه لترعى وترد الماء إن كانت ممن ترعى بنفسها وتكتفي بذلك لخص بالأرض ونحوه ولم يكن مانع فإن امتنع من ذلك أجبره الحاكم عليه وأثن ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض والخشاش الحشرات ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عينه فأته النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه فسكن ثم قال من رب هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تتقي الله في هذه البهينة التي ملكك الله إياها فإنما تشكر إليك إلي أنك تجيعه وتبئبه تديم عليه العمل روه الإمام أحمد والبيهقي وإسناده في مسلم وقال الحاكم صحيح الإسناد ولأن الدابة ذات روح فأشبهت المنبوك ولا يكلفها من العمل إلا ما تطيق كالرقيق واعلم أن الدابة اللبون لا يجوز نزف لبنها بحيث يضر ولدها وإنما يحلب ما فضل عن ري ولدها ويستحب أن يقص الحالب أظفاره لألا يؤذيها وكما يجب ذلك عليه أن يبقي للنحل شيئا من العسل في الخليل ليتغذى منه في وقت الجفاف منفقة الزوجة هذا هو السبب الثالث وهو ملك الزوجية وقد ظهرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب نفقتها قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم سورة النساء الآية الرابعة والثلاثون والقيم على الغير هو المتكفل بأمره وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن سورة البقرة الآية الثالثة والثلاثون بعد المئتين ولم يجبت هند امرأة أبي سفيين وشكت أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي حديث جابر الطويل فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمامة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهم أن لا يطئن فرشكن أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهم عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله والإجمع منعقد على وجوب نفقة الزوجة أنواع النفقة ونفقة الزوجة أنواع منها الطرام وهو ما يقتات به من الحب غالبا ويختلف ذلك باختلاف حال الزوج في اليسار والإعسار ويستوي في ذلك المسلمة والذنية والحرة والأمة لأنه عوض فعلى الموسير مدان وعلى المعسير مد وعلى المتوسط مد منصف ولا اعتبار بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالكيل المصري نصف قدح أو قيمة ذلك أما اعتبار الحد فلأن الله تعالى أوجب النفقة بالمعروف أما اعتبار الحد فلأن الله تعالى أوجب النفقة بالمعروف ومن المعروف أن يطعمها مما يأكل أهل البلد وأما وجوب الحد فبالقياس على الكفارة ودليب التفاوت قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فليونفق مما آتاه الله سورة الطلاق الآية السابعة ومن الإدام من غالب أدن البلد كالزيت والدني والسن عشين الإداما ما يؤتدم به كالزيت ونحوه انتهى وقد تغلب الفواكه في أوقاتها فتجب ويجب أن يطعمها اللحمة في كل أسبوع رطل إن كان معصرا وعلى المنسر رطلان وعلى المتوسط رتل ونصف واستحب الشفعي أن يكون في يوم الجمعة فإنه أولى بالتوسع فيه وهذا حيث لا يكثر اللحم أما إذا كثر فيزاد بحسب عادة البلد ومنها الإخدام إذا كانت ممن تخدم وإلا فتخدم نفسها ومنها الكسوة وتجب على قدر الكفاية وتختلف باختلاف البلد في الحرد والبرد وباختلاف الفصول في الصيف والشتاء وباختلاف يسار الزوج وإعساره فيجب لامرأة الموسر ما لا يجب لامرأة المعسر ولامرأة المتوسط ما بينهما متى تجب النفقة وتجب نفقة الزوجة على زوجها إذا مكنته منها وعدم التنك يحصل بأمور الأول لو امتنعت من الوطء وحده أو من بقية الاستمتاعات حتى القبلة وهذا إذا لم يكن هناك مينة فإن وجد فهي معذورة كأن كانت مريضة أو كان بها قرح يضرها الوطء معه وتستمر عليها النفقة بشرط أن تكون عنده الثاني هربها من بيت الزوج وسفرها بدون إذنه الثالث الصغر فإن كانت صغيرة وهو كبير أو صغير فلا نفقة لها لأنه لم يوجد التمكن التام من الاستمتاع الرابع العبادة فإذا أحرمت بحج أو عمره ولو أذن لها في ذلك سقطت نفقتها لأنها سافرت في غرض نفسها فإن سافر معها فلا تسقط النفقة ولو صامت تطوعا بغير إذنه سقطت النفقة فإن أذن لم تسقط عجز الزوج عن الإنفاق إذا عجز الزوج عن القيام لمؤن الزوجية الواجبات عليه فالزوجة بالخيار إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها أو اقترضت وأنفقت على نفسها ونفقتها في كلتا الحالتين دين عليه إلى أن يسر وإن شاءت طلبت فسخ النكاح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من يعصر بنفقة امرأته فقال يفرق بينهما رواه الدار قطني ولأن الجبى والعم يثبتان حق الفسح فالعجز عن النفقة أولى لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من النفقة ولأن عدم النفقة ربما يوقع الزوجة في الزنا وإن كان له على زوجته دين فأمر بالإنفاق منه فإن كانت مصرة فلا خيار لها في الفسخ وإن كانت معصرة فلها الفسخ ولا يلزمها القبول لأنها قد لا تصل إلى حقها والمعصر ينظر ولو تبرع شخص بأداء النفقة عن المعصر فلها الفسخ ولا يلزمها القبول أيضا لأن فيه منة للمتبرع معلم أن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة فلا خيار لها فلو عجز عن العمل لمرض فلا فسخ إرد يزوال المرض في ثلاثة أيام فإن زاد فلها الفسخ للضرر ولو لم يعطيها الموسر إلا نفقة المعصر فلا فسخ ويصير الباقي دينا عليه وصوت الفسخ تحقق آسار الزوج بإقرار أو بينة مقبولة شرعا سواء كان الزوج حاضرا أو غائبة والآسار بالمهر إن كان قبل الدخول فلها الفسخ فإن قبرت المرأة منه شيئا انتنع الفسخ لأن الزوج بإقباض بعض المهر قد استقر له بعض البضع وإن كان بعد الدخول فلا يسوغ لها الفسخ لأنه بالدخول قد تلف المعوض وهو البضع فصار العوض دينا في الدمة ولأن تسليمها لا يشعر برضاها بذمته بخلاف ما قبل الدخول ولو عجز عن الإنفاق على أم ولده يجبر على عطقها أو تزويرها إن وجد خاطبا راغبة وإلا يخليهم لتكتسب وتنفق على نفسها نكاح المتعة هو كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قاربا أو بعد وذلك أن يقول رجل للمرأة نكاحتك يوما أو عشرة أو شهرا أو حتى أخرج من هذا البلد وما أشبه ذلك وهو نكاح فاسد ومنهي عنه ومتفق على تحريمه بين أئمة المذاهب وقد استدلوا على تحريمه بقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة رواه ابن ماجة وعن سبر الجهني أنه غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء قال فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي اخبرنا سفيان بن عين عن الزهني عن الربيع بن سبر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن عمر رضي الله عنه أنه حرم المتعة وهو على المنبر أيام خلافته وأقره الصحابة رضي الله عنهم فكان إجماعا ونقل البنقي عن جعفة بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه هذا وقد أراد المأمون أن يعلن يوما حل المتعة فدخل عليه القاضي يحيى بن أكثم التميني وهو متغير فسأله المأمون عن سبب تغيره فقال غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام وهو النداء بتحليل الزنا قال الزنا قال نعم نكاح المتعة الزنا قال من أين لك هذا قال من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن إذ تغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الآيات من الخامسة إلى السابعة سورة المؤمنون يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك اليمين قال لا قال فهي الزوجة التي عند الله تارث وتورث ولها شرائطها قال لا قال فقد صار من يتجاوز هذين من العادين وهذا الزهري روى عن عبد الله والحسن بن محمد بن الحنفي عن أبيهن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها فسأل المؤمن من حديث الزهري أنه محفوظ فعلم أنه رواه مالك فقال المؤمن أستغفر الله وأمر فنودي بتحريم المتعة الحضانة الحضانة لغة الضم وهي بفتح الحاء مأخوذة من الحضن وهو ما لان من الجنب لضم الحاضنة إليه وشرعا القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقر بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه وهو نوع ولاية إلا أنها بالإناث أليق لأنها أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام به وأشد ملازمة للأطفال واحتج بتقديمه على رجال بما روي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأة فقالت يا رسول الله إن بني هذا كان بطني له وعاء وثدي له ثقاء وحجلي له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي فروه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد وهذا الحكم إنما يثبت للأم دون الأبي إذا كان الطفل صغيرا لا يميز فإن ميز خير بين الأبوين فأيهم اختار ضم إليه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه روه ابن ماجه والترمذي وحسنه وفي رواية لأبي داود والحاكم فأخذ بيد أمه فانطلقت به قال الحاكم صحيح الإسناد وسن التنميز سبع سنين أو ثمان سنين تقريبا ولا بد مع التنميز أن يكون عارفا بأسباب الاختيار لأن التخير إنما فوض إليه لأنه أعرف بحفظه وضبط التنميز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وأعلم أن حكم أم الأم مع الأبي والجد حكم الأم وتقدم الأم ثم أمهاتها القربة فالقربة ثم أم الأبي ثم أمهاتها ثم أم الجد ثم أمهاتها ثم الأخت لأبوين ثم للأبي ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمه فإن يتمع مع النساء رجال قدمت الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمه على النص وأما الإخوة وبنوهم والأعنام وبنوهم فإنهم كالأبي والجد في الحضانة يقدم الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث على النص وعلم أن بنات الأخوات يقدم على بنات الإخوة كما تقدم الأخت على الأخ شروط الحضانة قد علمت أن الحضانة ولاية وسلطة وأن الأم أولى من الأبي وغيره لوفور شفقتها فإذا رغبت الحضانة فلابد لاستحقاقها فيها من شروط الأول كونها عاقلة فلا حضانة لمجنونة لأنه لا يتأتى مع الجنون حفظ الولد وصيانته بل هي في نفسها تحتاج إلى من يكفلها فكيف تكون كافلة لغيرها الثاني الحرية فلا حضانة لرقيقة لأن منفعتها للسيد فهي مشغولة به عن الحضانة ولأن الحضانة نوع ولاية ولا ولاية لرقيق الثالث كونها مسلمة إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه فلا حضانة لكافرة على مسلم لأنها ولاية ولا ولاية على مسلم ولأنها قد تغشه فينشأ على ما كان يألفه منها الرابع العثة فلا حضانة لفاسقة لأنها ولاية ولا ولاية لفاسق ولأنها قد تغشه فينشأ على طريقتها الخامس الأمانة فلا حضانة لخائنة لأنها قد تخون في حفظه فيضيع الطفل السادس أن تكون خالية من النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالا تنكحي ولأنها مشغولة بالزواج فيتضرر الولد فلا تزواجت أم الطفل بعمه فوجهان أصحبنا لا تبطر الحضانة لأن العم صاحب حق في الحضانة وشفقته تحمله على رعاية الطفل فيتعاونان على كفالته السابع الإقامة فلا تكون الأم أحق بالحضانة إلا إذا كان كل من الأبوين مقيمين في بلد واحد أما إذا سافر أحدهما فإن كان سفر حاجة كحج وتجارة وغز لم يسافر بالولد لما في السفر من الخطر والمشقة بل يكون مع المقيم منهما إلى أن يعود المسافر طالت مدة السفر أم قصرت وإن كان السفر سفر نقلة إلى مسافة القصر فللآب انتزاعه من الأم ويستصحبه معه احتياطا للنسب فإن النسب يتحفظ بالآباء وفيه مصلحة للتأديب والتعليم وسهولة القيام بمعونته فلو رافقته الأم في الطريق دام حقها في الحضانة ولا عاد من سفر النقلة عاد حقها واشترط أمن الطريق وأمن البلد الذي ينتقل إليه وإلا فلا يمكن من انتزاعه من الحضانة واعلم أن لسائر العصابات من المحارم كالجد والأخ والعم حق انتزاع الولد من سفر النقلة احتياطا للنسب وكذا غير المحارم كابن العم إن كان الولد ذكر فإن كانت أنثة لم تسلم إليه أما إذا كان المحرم من غير العصابات كالخال والعم للأم فليس له الحق في الانتزاع لأنه لا حق له في النسب وهل يشترط في استحقاق الأم الحضانة أن ترضع ولدها إن كان رضيعا وجهان أحدهم لا يشترط بل على الوالد أن يستأجر مرضعة والصحيح يشترط ذلك لعسر استئجار مرضعة الجنايات الجنايات جمع جناية والجنايات التي لها حدود مشروعة أربع الأولى جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء وهو المسمى قتلا وجرحا الثانية جنايات على الفروج وهو المسمى زنا وسفاحا الثالجة جنايات على الأموال فما أخذ منها بحرب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل وإن كان بتأويل سمي بغيا وما أخذ منها خفية من حرزها سمي سرقة وما أخذ منها بقوة سلطان وعلوم معتبة سمي غصبة الرابع جنايات على الأعراض وهو المسمى قذفا انتهى الوجه الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر